أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاحفة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهان السامعين وخاصة أن من بينهم زوارا وحجاجا ما كانوا قد سمعوا ولا علموا ما درسناه في الأيام السابقة أقول القرآن الكريم سماه الله منزله أغروح في ثلاث آيات الله تعالى خالقنا ورازقنا وموجد العوالم كلها سمى القرآن الكريم أغروح هل يوجد حيوان بدون روح قولوا أتوجد حياة في كائن بدون روح الجواب والله ما كان وأن نستمع إلى الآية التي فيها تسمية القرآن بروح جاء من سورة الشورى قول الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا فَسَمَّاهُ رُوحًا وَنُورًا وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والنور الذي أنزلناه القرآن الكريم روح ونور أسألكم بالله هل توجد حياة بدون روح؟ الجواب لا أسألكم بالله هل الماشي في الضرومات يهتدي إلى مراده بدون نور؟ الجواب لا فلنحفظ هذا القرآن روح لا حياة بدونه ونور لا هداية بدوني أهل هناك برهنة تدليل على ما تقول يا هذا؟ الجواب إيه العرب في هذه الديار كانوا وثنيين مشركين ممزقين مفرقين فارس من الشرق تستذلهم وتستعمرهم الروم والرومان من الشمال يذلونهم ويستعمرونهم الأحباش من الجنوب يستعمرونهم ويستغلونهم ماء نزل فيهم هذا القرآن وطلعت شموسه ولاحة نواره خمسة وعشرين سنة وقد دان لهم أكثر المعمورة وأصبح هداتا قادا لم تعرف الدنيا أم أكمل ولا أطهر ولا أصف ولا أعدل ولا أرحم ولا أقوى من تلك الأمة في ثلاثة قرون بسبب ماذا؟ بالمال بالفلسفة بالتقنية بالعلوم الآنية الجواب والله ما كان بهذا وإنما كان بالقرآن وبيانه على لسان منزل عليه قد يلطخ ويلوث الملاحدة والأعداء تاريخ الأمة البشرية وتاريخ الأمة الإسلامية ولكن لن يستطيع أن يجدوا أن أمة طابت وطهرت واستقامت وقادت البشرية إلى الكمال كما كانت أمة الإسلام في ثلاثة قرون قرن الصحابة وقرن أولادهم وقرن أحفادهم بالقرآن بالقرآن فقط أعطيكم أمثلا وبرهنا هذا عمر رضي الله رضي الله يستدعيه أحد ولاته في دولة الخلافة العمرية يستدعيه لتناول الطعام غدا أو عاشا فيقدم له صفر ملونة وإن كانت لا تبلغ طعامكم اليوم فينض عمر إلى ألوان الطعام ثم ينتفض في الأسد ويقوم ما لك يا خليفة رسول الله تعش أو تغذى فقال رضي الله عنه واسمعوا أرى القرآن إني خشيت خفت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فالأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هل رأيتم مثل هذا الرجل؟ هل سمعتم في دنياكم اليوم بمثل هذا الموقف واضح المعنى وإلى لا وهذا سلمان الفارس الأعجمي من ديار فارس تنقل واستعبد مرات حتى وصل إلى مدينة النور فأسلم وهو مجوس وأبوه كان ناظر جهنم أو النار التي يعبدونها والقيم عليها وقال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت فآل محمد صلى الله عليه وسلم كل موم تقي هو للرسول من أوليائه فاسق فاجكا فهو عدو وليس من أولياء محمد وإن كان ابن أخيه أو ابن عمه سلمان والله عمر العراق أو الكوفة بالذات أو البصرة والعام جاءت قافلة تجارية من الشام والقوافل كانت تحمل بضائع على الإبل والبغال والحمير في أوروبا وفي بلاد العرب إذن إذن دخلت القافلة مر سلمان الفارسي وهو لابس شرط كما تعرفون والعاصى في يده يتجول في البلاد يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر ما إن شاهدته القافلة التجارية الشامية حتى قالوا حمال حمال مرحبا احمل معنا بضائعنا إلى الفندق مرحبا ظنوه صعلوك فأخذ حقيبة من وراءه حقيبة من أمام وأخر على صدري على رعصه وما أشأى وراءهم إلى الفندق فاعترضهم من أهل البلاد رجل وقالوا ويحكم تستخدمون أمير المسلمين هذا ولي المدينة فجروا وراءه يبكون سامحنا لوجه الله ما عرفناك ضع عنك الحقائب قال لا أبدأ لا أصل بها إلى الفندق ما أنا ومن أنا ألست عبد الله أحمل لإخواني أمتعاتهم ما داموا في حاجة إلي هل تحلم الدنيا بمثل هذا الموقف عندكم يا سكان الأرض قاطبة يقع هذا بمجرد ما يترقى أحدكم بنجم في كتبه يرتفع ويتكبر بمجرد ما يعلو راتبه أو تربح تجارته ينتفخ وينتفش ما السبب ما العل ما السر أولئك أولئك حيوا على روح القآن أولئك استنعوا بنوع القآن فكملوا واهتدوا ونحن القآن أين هو كل محاكم المسلمين باستثنى هذه البقعة تدخل المحاكم ما تجد قرآنا فيه ولا تفتيه له وأخيرا عرف العدو المكون من ثلاثة طوام المجوس واليهود والنصار هل تعرفون قبل اليوم هذا عدو المسلمين مكون من كم من ثلاثة المجوس واليهود والنصارى لم تكون هذا العدو منهم إليكم البيان أما المجوس عبدت النار ما إن سقط عرش كسراء على يد عمر وأخذ تاجا كسراء ووضع على رأس سراق ابن جعشم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ التاج تاج الملك ووضع على رأس مجاهد اسمه سراق ابن جعشم تعرفون عن سراق هذا هذا لما صدر حكم قريش بالإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في ناديهم بمكة واتخذوا قرارا بإعدام محمد صلى الله عليه وسلم والذي أملى هذا القرار هو عدو الله إبليس عليه الله إذ دخل عليهم في دار الندوى وهم مجتمعون هذا يقول نسجنه إلى الأبد هذا يقول ننفيه من البلاد بالمرة فجاء فجاء إبليس قال تاخذون برأيي وجاء في صورة رجال نجد معرفون بالحكمة والسياسة تاخذون برأيي قالوا نعم يا شيخ قال سجنه لا تستطيعون أن تضمنوا في السجن يأتي رجاله ويطلقوا صراحه وخبتم نفيه يكون عصابات في الخارج ويغزوكم ما هذا برأيي قال رأيي أن توزعوا دمه على قبائل القريش اختار أربعين شابا كل شاب يمثل قبيل أو فخذ أو بطن ويضربون وضربوا واحدا يموت ويتوزع دمه بين القبائل ماذا يصنع بني هاشم يحاربون العرب كلهم يقبلون الدية ويسكتون قالوا هذا الرأي أصبت وصدر الحكم بإعدامه ومكت في غار حراء أو في غار ثور مع الصديق ثلاثة ليالي هاربين هاربين وقريش تطلبهم تقلب الحجارة وأعماها الله عز وجل وماءة وكأنكم بأبي بكر يقول يا رسول الله لو رفى أحدهم قدمه لرآنا وحزن أبو بكر خاف فقال ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ما بالك باثنين الله ثالثهما وجاء هذا بعدما نزلت صورة التوبة بالمدينة بعد كذا سناء إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله مانع وخرج والخريت أمامهما الجغرافي يدلهم على الطريق الذي ما في مخاوف إذن وأعلنت قريش عن جائزة مئة بعير لمن يأتيها برعص محمد وسراق من رجالات العرب وأبطالهم قال أنا أفوز بهذه الجائزة وتلون وغي طريقه ولباسه حتى لا يعرف ويتبع وركب فرسه وسيفه على كاهله خمضا يتلمس أثار رسول الله وصاحبه ووصل منهم كتيك النافلع لما انتهى لما انتهى وإذا بالفرس يغرق في الأرض بقدمه ويصبر معجزات النبوة المحمدية وحاول ورفع الفرس رجله وحافعه ومشى ثم وقع فعرف السراق أن هذا نبي الله فعرف إذا فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له فكيف بك يا سراق إذا توجت بتاجيك صرا الرسول هذا بشارد مطارد يقول لهذا الجاني الطالب له فكيف بك إذا وضع على رأسك سيجو كسرا وتم ما أخبر به رسول الله وقبض رسول الله وقبض الصديق وتولى عمر وغزى وفتح وكان مع جيشه في ديار فارس لما قتل كسرا أخذ أخذ عمر تاجه ووضعه على سراق ذي وحدها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا ما إن سقط عرش كسرا حتى تكون حزب وطني يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام الذي أسقط عرش كسرا لعل السامعين ما يفهمون بربريتي أكرر القول أو إن لا فاهمون تكون حزب وطني لإعادة مشجي فارس وإعادة عرشيا وكرسيا وكرسيا ودخلت البلاد في الأنوار الإلهية وأصبحت فارس بقعة من النور ولكن هذا الحزب الذي يعمل في الظلام لإعادة عرش كسرا يعمل وأول طلقة أطلقها في جسم الإسلام هذا الحزب هو قتل عمر في محابه من قتل عمر بن خطاب كل الناس يعرفون أبو لؤلؤ الفارس المجوسي كان عبدا من عبيد الرجال لكن موح إليه بطريق خضي الحزب النظامي هذه أول رصاصة في جسم الإسلام إذن اليهود اليهود كانوا يحلمون من سنين من قرون ويتطلعون إلى آخر النبوات وفي التوراة والإنجيل بيان ذلك وكانوا ينتظرون في رسول يخرج من جبال فاران جبال مكة فإذا خرج آمنوا به وانظروا تحت لوائه ورايته وقادهم لإعادة مجد بني إسرائيل وعاسوا في المدينة يتطلعون يوما بعد يوم كذا من السنين وإلا ما جاء بهم من الشام القدس إلى المدينة سبق وحرى وحفنة التمر جاءوا لتطلعهم إلى النبوة الخاتمة للنبوات ما إن لاحت أنواع النبوة في مكة وأخذوا يتجمعون ويتطلعون جاء وفد قريش يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل علم والعرب جهال فقالوا لهم سالوه عن ثلاثة أسئلة إن أجاب عنها كلها فما هو بنبيه وإن أجاب وإن لم يجب عنها فليس بنبيه وإن أجاب عن بعضها وسكت عن بعض فهو نبي ورأيكم فيه هذا الوفد ببئاسة أبي سفيان فسألوا عن ثلاثة أسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فلما سألوه قال صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم عن أسئلة انتظارا للوحي فعاتبه ربه من أجل أنه ما قال إن شاء الله فانقطع الوحي نصف شهر خمسة عشر يوما وزغردت نساء قريش وقالوا انفضح رجل تركه ربه وقالاه ما هو بنبي عاجز عن أسئلة ومسح الله دموع حبيبي بهذه البشرة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجع من الحالف المحلوف عليه ما ودعك ربك ما ودعك ربك ما تركك ولا أبغضك لأن أم جميل العراء كانت تغني في الشوارع إذا ما ودعك ربك وما قال ولا الآخر خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتغمى ألم يجدك يتيما فآوىك أما كان يتيما مات أبوه في السنة التي يولد فيها ماتت أمه بعد أربع سنين أو ست ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا لا تعب شيئا فهدىك ووجدك عائلا ترك له والده جارية وناقة أو خمسة من النخ فأغنى فكانت هذه الصورة بشرة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانشرح صدره وطابت نفسه ونزلت صورة الكهف تحمل قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وفيها قول الله تعالى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ حتى تقولا إن شاء الله عرفتم هذا وسليمان بن داودا يقص علينا رسول الله قصته في هذا الباب قال سليمان لأطأنا الليلة أو لأطوفنا بمئة جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تلد واحدة من المئة جارية إلا واحدة وولدت ولدا مشلولا نصف ولد ووضع على كرسي ليشاهده لما ما تأدب مع الله ما قال إن شاء الله ولما هبطنا بلغنا أن بعض الدوائر الحكومية في العالم الإسلامي إذا قال أحدهم إن شاء الله لا تقول إن شاء الله ما يقبلونه أن يقول إن شاء الله عرفتم لا يحل لمومن أن يسطر الله ويكفره ويقول أفعل أو لا أفعل ناسي أنه لا يتحرك إلا بالله ولا يسكن إلا بإرادة الله فلذا إذا لم يقل إن شاء الله وحانت ترطخ طوحه بالنتن والعفون ولا تغسل لا بما ولا صابون ولا بعملية جراحية ولا بصيام ولا ولا لا تغسل إلا بالمادة التي وضعها الله لذلك لا وهي كسوة عشر مساكين عمام وثوب أو إطعام أو عتق راقبة أو صيام ثلاثة أيام هذه المواد التي تزيل ذلك الأثر الناتج عن كون يقول أفعل ولم يقل إن شاء الله نسب القدر إليه تذكرون هذا وإلى لا يا عبد الله إذا قلت أساف غدا قل إن شاء الله إذا قلت سنلتقي غدا عند فلان قل إن شاء الله إذا قلت أقوم أتوضى قل إن شاء الله فقط الذي ماضى لا تقل فيه إن شاء الله فإن الله شاءه صليتم المغرب لا تقول إن شاء الله قد شاء الله وصلينا لكن سنصل العشاء إن شاء الله لو لم يشاء والله ما صلينا تخزبنا الأرض الماضي لا معنى لكلمة إن شاء الله فقد شاء ووقع لكن المستقبل احفظ هذه الكلمة إن شاء الله ومن قال لك لا تقل إن شاء الله قل إن شاء الله رغم أنفك إذا آل يهود ما إن طلعت الشمس وانتشر نورها وكانت هزيمة المشركين في بدر في السنة الثانية حتى كشروا عن أنيابهم وعرفوا أن الريح ليست لهم وأن هذه النبوة لا تقدمهم فإنهم دخلوا في الإسلام ذابوا انتهى وجودهم كيهود وبني إسرائيل وأصبحوا من عامة البشر مسلمين فقالوا إذا لن نسلم ولن ندخل في هذا الدين وبحثوا عن من يتعاودون على ضرب الإسلام ومحوه فوجدوا من المجوز الحزب الوطني الذي يعمل في الخفاء فتعانقه وإلى الآن متعاونون وعملوا ما عملوا في المدينة وأجلوا منها ولما انتشر نور الإسلام في شمال إفريقيا ودخل من الغرب إلى أوروبا ومن الشرق صاحت النصارى وقالوا يا ويلنا هذا النص يغمرنا وبحثوا عن من يتعاونون فوجدوا اليهود والمجوز فتعانقوا وكونوا الثالث الأسود وإلى الآن متعاونون لطيفة لطيفة سياسية أيام كان الشاه شاه إيران يحكم البلاد قرأت بلساني ونظرت بعيني مجلة في الدار البيضاء فيها أن الشاه يقيم ذكرى لدولة السياسانية التي مضى عليها ألفان وخمسمائة عام فكروا يا عقلاء حاكم مسلم يحكم مملكة إسلامية يحتفل بذكرى دولة مجوسية مضى عليه ألفان وخمسمائة عام ماذا تقولون قولوا ما نعرف لو أن العرب احتفلوا بموت أبي جهل أو عقب أبي معايق أو بقتل أبدا من المشركين يقال فيهم مسلمون مستحيل يحيون ذكرى الجاهلية والذين يحيون ذكرى المجوسية ماذا تقولون فيهم تشكون يعني كفر هذا ووراء ذلك لابد من إعادة مجد الساسانين وعاش كسرا كسرا فكم الآن أصبح الثالث متكون ممن؟ المجوس اليهود المعصارى وإلى اليوم التعاون ماشر وأخذوا يعملون متعاونين في الظلام فخاضوا حربا مع الإسلام وأهله واندحروا وانهزموا في مواطن كثيرة وكادوا ييأسون فاجتمعوا وبحثوا عن سر هذه القوة التي لا تقهر وهذا السلطان الذي لا يسقط بحثوا فعثروا على الحقيقة قالوا سر هذا هو القرآن الكريم القرآن والسنة فإذا استطعتم أن تذهبوا من بين يديهم القرآن وتلهم عن سنة الرسول وبيان القرآن أمكنكم أن تضربوهم ثم تسودوهم وتتحكموا فيهم قالوا هيا نعمل حاولوا أن يسقطوا حرفين فقط كلمة قل وانعقدت محافظ يبحثون كيف يسقطون من القرآن قل والله ما استطاع قال القرآن يحفظه النساء ورجال قال حضار البدو ما نستطيع أبدا أن نذهب هذا النور إذا ماذا نصنع قالوا تصنعون اصرفوهم عن دراسته وفهمه كيف نصنع إذا قالوا اجعلوه للموتى القرآن يقرأ على الموتى من ذاك التاريخ إلى اليوم القرآن يقرأ على الموتى فقط يحفظه الأبناء يحفظه الرجال لا لشيء إلا ليقرأ على الموتى حتى في بلاد سعياء وعلمنا أن مكتب خاص بهذه القضية من مات له والد والد أم يتصب الهاتف بالمكتب ويقول نحتاج عشرة من الطالبة يقرأون القرآن أو خمسة على قدر الحال قلوا من فئة مئة ليرة وإلا خمسين إذا كان الميت غني من فئة مئة وإذا فقيت خمسين ليرة وأصبح القرآن من أندونيسيا إلى موريطانيا لا يقرأ إلا على الموتى أكثر من ألف سنة تقريبا لا يقرأ إلا على الموتى لمما يفسر ويبين مراد الله منه لعباده ليعمله قالوا إن هناك قاعدة ومن أراد أن يقف عليه فعليه بحاشية الحطاب هذا خليل ماذا فيها قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ إذا فسرت وأصبت أنتم مخطئ وخطأوه كفر فإذا فسرت وأصبت أنت آثين وإذا أخطأت أنت كافر فكمموا أفوال مؤمنين وألجموا وما بقي من يقول قال الله أبداً قال القرآن يقع على الموتى قال القرآن يقع على الموتى عرفتم هذا وإذا لا أدلل لكم بما أنتم عليه من منكم أيها الزوار يقف ويقول نحن إذا كنا جالسين تحت ظل شجرة أو جدار في الصيف أو كنا في مجلس نقول أحدنا أسمعنا شيئا من كلام الله ما كان هاتوا أو تجلس في سارية المسجد ويمر بك من يحفظ القرآن تقول يا شيخ يا سيدي من فضلك اقرأ علي شيئا من القرآن هل حصل هذا أبداً إذا فارقنا القرآن فارقتنا الروح فمتنا ومن قال كيف تقول متنا أما سادتكم بريطانيا وحكمتكم فرنسا وإيطاليا أما سادتكم ماذا هولندا مئة مليون مسلم تحت أقدام ثلاث عشر مليون أما ذلنا وهنا وهبطنا ما سبب ذلك متنا الروح عالة وطبعا فعشنا بدون روح هذا شأن ما الله روح له والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويجلس إلى جنبه أو أمامه عبد الله بن مسعود فيقول يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن فيعجب عبد الله ويقول أعليك أنزل وعليك أقرأ فيقول صلى الله عليه وسلم إني يحب أن أسمعه من غيري ويقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثلاثين آية وإذا برسوله يبكي والدموع تسيل من عينيه ويقول حسبك حسبك لما انتهى إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بك يا رسول إذا عرفتم الثالث وإلى لا ماذا فعل بنا لا تقول استعمرونا وأدلونا لكل ماضي أماتونا أخذوا الروحا وسلبوها وتكتب كتب في الفقه تدرسون الشتاء والربيع ما فيها قال رسول الله أبدا قال سيدي فلان قال فلان فلان الرسول ما فيه فأبعدونا عن الروح والنور فهلكنا وضلنا هل فهمتم هذه القصة وإلى لا هيا نعود ما نستطيع يا شيخ ما نقدر ما قلنا أخرجوا أخرجوا من أموالكم ودياركم لا فقط هينوا من إيمان الحق والصدق يعود كل شيء وهنا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم ماذا تبغي منا كان عبد الله بن مسعود وابن عباس يقول إذا سمعت القارة يقرأ يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعت أعطها أذنك فإنك منادع ألست مؤمنا يا أيها الذين آمنوا يخرج مؤمن إذا مولاك يناديك اسمع وقد عرفنا نحن أهل الدرس بالاستقرار والتتبع أن الله ما نادانا إلا لواحد من أربعة إما ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا أو لينهانا عما فيه شقاؤنا وخصراننا أو ليبشرنا ليزداد إيماننا وصالح أعمالنا أو ليحذرنا من المفاسد لننجو ونسلم من المهالك والمعاطب أو ليعلمنا ما نحن في حاجة إليه وقد جمعت نداءاته تعالى تسعون نداءاته وهي عند المؤمنين ولا اجتمعوا عليها ولا قرأوها ولا درسوها ما زلنا هابطين من يقول نحن في القرية الفلانية نجتمع كل ليلة على نداء نحفظه ونفهم مراد الله منه ونعزم على العمل وعلى الترك عشرات الآلاف وزعت لماذا دقت ساعة الحياة ما زلنا هابطين يا أيها الذين آمنوا اسمعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين هذا خبر من؟ ممكن ما هو صحيح مستحيل إن تطيعوا فريقا خاص من المستشارين والساسع والمدرسين والمعلمين تطيعوهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين والهبوط الذي أصاب أمتنا لأن جل الوزراء والمسؤولين والحاكمين تخرجوا من مدارس اليهود والنصارى الشهادات السياسية ومن عندهم أي جلسوا بين يدي أساتذان يعلمونهم أطاعوهم وإلى لا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابا من الذي يحصل يردوكم بعد إيمانكم كافرين عرفتم العل وإلى لا والعالم الإسلامي مد عنقه للخبراء والمستشارين ومن العالم الشرق والغرب حتى أمن برسيا إذن كيف تريدونهم أن يقيموا دولة الإسلام وقد ختم على قلوبهم وصرفت نفوسهم الله يخبر بالواقع وإذا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا كتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين هذه الأولى والثانية اسمع وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الحصانة المناعة هي أن نعيش على روح الله ونوره الكتاب والسنة اسمع الله يقول وكيف تكفرون من أين يأتيكم كفر؟ والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله هنا ذكرنا مئات المرات وقلنا على المسؤولين من العالم الإسلامي إذا اضطروا إلى أن يبعثوا أولادهم ليتعلموا في الشرق والغربي في ديار اليهود والنصارى عليهم أن يبعثوا معهم علماء وأن يعجوا لهم مساكن خاصة بهم ينزلون بها ويصلون جماعا ويتلون كتاب الله واحتلقونا الكتاب والحكمة من ذلك العالم المنتدب لهذه المهمة فيطلبون العلم المادي ويعودون سالمين آمنين لا يصل إلى قلوبهم زيق ولا كفر ولا ولا لأن الكتاب يتلى عليهم كل ليلة وسنة الرسول بين أيديهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله مستحيل أن يأتي الكفر لقلب أشبع بمعرفة الله وحب الله ويسمع كل يوم كلام الله وكلام رسول الله لكن مع الأسف بعثوا أبناءهم يعودون شبه مسلمين فقط يسخرون من الإسلام لعل يواهم وهنا عربتم المناعة والحصانة توجد في ماذا في الكتاب والسنة هذا هو الحل هذا هو الطريق وهو إن أردنا أن نعود إلى الطريق السوي المنجي المسعد أن نعود إلى الروح فنحيا وإلى النوح فنهتدي الكتاب السوي كيف الطريق كيف الوصول إلى ذلك ما علمتموه وتقرر مئات المرات أهل كل قرية من قرى العالم الإسلامي عرب أو عجم عليهم أن يوجدوا عالما بالكتاب والسنة وأن يلتزموا في صدق إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل لا مصنع يشتغل ولا متجر ولا مزرع ولا ولا ويأتي أهل القرية بنساء وأطفالهم يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما جلسنا وآية من كتاب الله يتغنون بها حتى يحفظوها ثم تشرح لهم وتفسر يبين لهم مراد الله منها فإن كان عقيدا عقدوها في قلوبهم لن تنحل إلى يوم القيامة وإذا كان أدبا تأذبوا به من تلك اللحظة وإذا كان خلقا تخلقوا وإذا كان واجب عزموا على قيام به وإذا كان ممنوعا محرما عزموا على تركه وغدا حديثا من أحاديث رسول الله يحفظون يفسوا لهم يوضع عيدهم على المطلوب وكلهم عزم نساء رجال أطفال أغنياء فقراء أشراف ضاء كلهم جماعة واحدة في قريتهم ليلة آية وليلة حديثة مع هذا العلم وهذا التصميم والله ما تمضي سنة فقط وتلك القرية كأنهم ملائكة لا غش لا كذب لا خداع لا زنى لا رباء لا فجور لا إسرافا لا ظلم لا يجوع بينهم جائع ولا يعرى عاري ولا يضام مومن لأنهم أسرا وحدة يتحقق هذا وإذا لا والله لا يتحقق أن هذا حسب سنة الله عز وجل أليس الطعام يشبع والما يوري النار تحريق والكتاب والحكمة يرفعا للإنسان إلى منارات كمال ومن شك قلنا لهم يا أهل القرية من أتقاكم من أحسنكم أعلمهم إلى الآن أعلم أهل البلد أتقاهم لله وأفجرهم أجهلهم بالله هذه سنة الله فوالله لا سبيل إلى لجاة العالم الإسلامي في أي بلد إلا هذا نعزع إلى الله في سنة داقة الساعة السادسة مساء اليهود والنصارى يذهبون إلى المقاهي والمقاصف الملاهي والمسلمون يذهبون إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم يتعلمون الكتاب والحكمة سنة واحدة والله لا يصبح إنتاجهم المادي أضعاف ما كان ووالله لا تتوفر أموالهما تزيد لأن الصرف والترف انتهى والتكالب على الشهوات انتهى هذا هو الطريق لا يحتاج إلى فلوس ولا رشاش يصبحون كالملائكة الحكام يجلسون معهم يتبركون بهم هل هناك طريق سوى هذا؟ والله لا وجود له لو يخرج عمر والله ما استطاع إلا على هذا المنهج وهذه الآية بين أيدينا ونواصل دراسة غدا يا أيها الذين آمنوا اسمعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ليلة الكتاب وليلة السنة هو الكتاب والنبي بدون هذا لن نسمو ولن ارتفع ولن نسود بل ولا ننجو إلا من شاء الله من خزي الدنيا وعذا في الآخرة أهل فهم السامعون هذا تتحدثون به في القرية وإلا لا بلغون أن قريتكم اشتبعت تدرس الكتاب والحكمة وإذا قالوا ما عندنا عالم نبعث لهم عالم تبعتم يجلس بين يديهم سنة واحدة وراجع الحياة كيف تبدلت وتغيرت أما بدون هذا كثر المال عم الصرف البلغ والإصراف قل المال صار الشح والسارقة والطلصص وهكذا لا ينجو إلا من أنجاه الله اذكروا هذا وننية الصادقة على أن تعملوا به وتبلغوه وأجروا أجركم على الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَابِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ما زلنا مع هذا النداء معاشر الإخوان والأبناء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنِ الْمُنَادِي؟ الله سبحان الله الله الذي نادانه وعزتي وجلاله كيف بلغنا هذا النداء؟ الجواب بلغنا من طريق وحيه إلى رسوله فقد نبى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بغار حراء ثم أرسله رسولا للعالمين بعد أن بلغ من العمر أربعين من السنين وأنزل عليه كتابه القرآن العظيم هذا الكتاب ما قدرته البشرية حق قدره هذا الكتاب الحاوي لمئة وأربعة عشر صورة هذا القرآن العظيم ما ترك شيئا تتوقف عليه سعادة الألمي في الحياتين الأولى هذه والآخرة الآتية إلا بينا وقرأوا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا تِبِّئَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا تِبِّئَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهذا أبو هريرة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ما ترك شيئا يكفل سعادتنا ويبعدنا عن شقائنا وخصارنا إلا علمه حتى علمنا الخراعة كيف نخرى علمنا والبشرية تعيش بعيدة كل البعد عن هذه التعاليم الإلهية فقدوا هذا النور وعاشوا في الظلام نعم ما مات رسول الله صلى الله وترك شيئا تحتاج إليه أمته المؤمنة به إلا بيناه حتى كيف تجلس لقضاء حاجتك بيناه والله العظيم فكيف إذا بالسياسة في الداخل والخارج كيف بالاقتصاد كلمة واحدة ما أخذ بها عبد وافتقى قط تكلم بمئات الآلاف كلامه صلى الله عليه وسلم من يوم أن أوحي إليه كل كلامه حكم وعلوم معاه تصدقون وإن لا إئتيني بكلمة كلامه لا تحمل هدى أو حكمه هذه الكلمة هي قوله ما عال من اقتصد ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد الذي يقتصد في طعامه وشرابه وكسائه ومركوبه ومسكنه لا يفتقر أبدا فالفقر يصيب الذين لا يقتصدون والشاهد عندنا في كلمة واحدة من ملايين الكلام ما عال ما نقتصد عرفتم وجربنا هذا لا هدان الله إليه الآن نيفنا على الثلاثة السبيسة ما سألت أحدا دينار ولا درام قط ولا مددت يدي لأتناول ما لا يحل لي ما سر هذا الاقتصاد إن وزقت ريال أنفق بحسب ريال إن وزقت عاشرة أنفق بحسب العشرة والشاهد لنا فقط في كلمة واحدة لن يستطيع أحد أن ينقضها إنه رسول الله ما عال من اقتصد إذا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختاره الله اصطفاه اجتباه انتقاه من أصلاب الآباء والأمهات من إسماعيل ابن إبراهيم إلى عبد المطلب جده إلى عبد الله الوالدي ما اختلطا بشيء اسمه زناء نطفى حفظها الله عدة قعون هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال واصفه إنه لأشد حياء من البكر في خدرها البكر غير الثيب وهي في خدرها مخدرة فيه محجوبة تستحي أن تقول كلمة أو يسمع صوت رجل كان الرسول أشد حياء من البكر في خدرها ما واجه أحدا من أصحابه وقال لما قلت أو لما فعلت ما لاطم امرأته بيده وتلميذه أنس بن مالك أنس بن مالك الأنصاري لما نزل النبي صلصن بالمدينة جاءت به أمه وقالت هذا يخدمك يا رسول الله في البيت وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين عاشر سنوات يقول رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي يوما في شيء فعلته لما فعلت هذا أو في شيء تركته لما تركت هذا أبدا أبدا وأنتم ما لا تفعلون بنسائكم وأولادكم أضر أسب أشتم أطلاق كيف لا يحل لمؤمن أن يرويه مؤمن لا يحل لمؤمن أن ينظر نظرة شزراء إلى مؤمن أين نحن الحمد لله نتبجح لعلكم تقتدون أقمت مع أم أولادي تغمدها الله بها وحمتها ستين سنة تقريبا والله ما لطمتها بيدي ولا قلت لها يوما أنت طالق أو إن فعلت أنت طالق ولا قلت لها كلمة تغضبها أبدا صحبة ستين سنة وتبلغنا الأخبار عنكم معاشر المستمعين السب والشتم والطلاق لا إله إلا الله أين يذهب بنا إلى مسارح الباطل والظلم والعلاء الجهل ما ربينا في حجور الصالحين ما ربينا في حجور الصالحين ما ربينا في حجور الصالحين فكيف إذا نستقيم كيف ناتدي كيف نتهيأ لرضى الله تعالى وربيه ما ربينا في حجور الصالحين والطريق آية أمس ما ننسى وكيف تكفرون من أين يأتيكم الكفر كيف يصل إلى قلوبكم والمناعة كاملة والحصانة تامة وهما أنكم تتلقون الكتاب والحكمة كل يوم وليلا وكيف تكفرون وأنتم تثلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فمن هنا لا حل لمشكلتنا ولا مخرج لنا من ظلمتنا ولا طمع في أن نسودا ونقودا كما ساد أسلافنا وقادوا البشرية إلا إذا عدنا لتلقي الكتاب والحكمة فقط لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية ولا حزبية ولا جمعية مسلمون مسلمون فقط هل كان على عهد رسول الله مذهب حنفي مالكي أباضي زيدي إمامي لا والله لا وجود أمة الإسلام هل كان على عهد أصحاب رسول الله مذهب وطائفة والله ما هل كان على عهد أحفاد رسول الله أبناء أصحابه طائفية الجواب لا مسلم عرف هذا العدو كما علمتم بالأمس وأبعدنا عن الكتاب والحكمة أبعدنا عن القرآن والسنة بمكرى من أشد أنواع المكرى حيث حول القرآن إلى الموتى والمقابر وهجر السنة وأعطيكم ميثالاً في الديار الجزائرية أيامكم نبيا بعض الجزائريين حاضرون يجلسون في محراب الجامعة الكبير ويقرأون البخاري للبركة لا ليتعلموا حكم شرية أبداً فقط للبركة نقرى السيد البخاري للبركة البركة وجئنا المدينة مهاجرين فوجدناهم في تيكا الروضة كل رضاً أعيان البلاد ورجالات المدينة يجتمعون حلقة عظيمة ليقرأوا سيد البخاري للبركة إلى هذا العام لعل يواهم فيكم من يردق الله هذا العامة واضح السنة الحكمة النبوية تقرى للبركة أن يعقل هذا كلام إيه لقد عقلوا يقرأون حدثنا حدثنا قال رسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن حكم لا في الآداب والأخلاق ولا السياسة المالية ولا اقتصاد ولا الحرب ولا السلم أبداً إذا زبحنا رسول الله وأقبرنا القرآن ونعيشه كيف نعيشه كيف نعيشه هذا مكر الثالث الأشود الأسود المجوس واليهود والنصار وما زال هذا العدو متعاونا مع بعض بعض لا يهدون أن تلوح أنواع الإسلام كما لا أتقابل وعافوا كيف يتحكمون بنا تحكماً كاملاً أهينا عصيهم ما نستطيع يا شيء لما وضعوا الرشاشات على أبوابنا لا كيف لا نستطيع أنا عجيز أن نبرهنا وندلل على أننا مسلم ثم في حينا نحن أهل المدينة من مدننا الإسلامية يتصل بعضنا ببعض ونقول هيا نعود اسمعوا أبنائي إخوتي من غاد من لا يتخلف رجل ولم رأى والكل إذا دقت الساعة السادسة مسان يتطهر يتوضع ويحمل امرأته أولاده إلى بيت ربه إلى المسجد الجامع تأتي متأخرا تمر بالحي لا تجد دكانا مفتوحا لا حزاق ولا تاجر ولا تجد مطعما ولا مقا أبدا أين أهل المدينة في بيت الرب سبحان الله في بيت ربي والله هذه الكلمة ترعد الشياطين وتصيبهم بالخبال أهل القرية كلهم في بيت رب ويصلون المغرب كما صليناه ويجلسون جلوسنا إلا أن النساء وراء ستار محتجبات والأولاد الصغار صفوف بيننا وبين أمهاتهم كالملائكة لا يلتفتون ونتلقى الكتاب والحكمة الكتاب موجود محفوظ بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ألف أربعمائة سنة وخمس عشر عاما لم يستطع العدو مهما تلون أن يحذف حرفا واحدا فضلا عن كلمة أو جملة من كلام الله والله لولا الله ما بقيه اليوم أين التوراة خمسة وسبعين في المئة كذب أين الإنجيل خمسة أناجيل الإنجيل الواحد حولوه إلى خمسة بعد أن فضحوا وإلا اجتمعوا في روما وجعلوا الأناجيل خمسة وثلاثين إنجيل ثم لما تفطن لهم الأذكياء وعابوهم وعيروهم اجتمعوا اجتماعا آخر وجمعوها في خمسة أناجيل خمسة أناجيل بمعنى أن كلمة الله خمسة من أربعة والأربعة كذب وتضيل ويجانب فلهذا ظل أن صار ضلالا بعيدا والمسلمون على ما أصابهم وحل بهم كتاب الله بين أيديهم ما نقص من أحرف واحد ولتغيى له معنى وسنة رسول الله قيض لها الله أيضا رجالا حموها وحافظوها وصانوها وما يمر بهم حديث إلا وعرفوا هذا من النبوة المحمدية أو من كذب الكاذبين إذا أهل القارية في مسجدهم الجامعة أهل الحي في حي مدينتهم مدينتهم إذا اجتمعوا على الكتاب ليلة والسنة أخرى يكفرون يرتدون يفسقون يفجرون قولوا لا 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 لأن الله خالق القلوب ومصرفها قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول الله من أين يأتي الكفر ونقول من أين يأتي الفجوع والفسق والظلم والشر والخبط والفساد وأهل القارية أصبحوا كأسر واحدة لا فرق بين أبيض وأسود ولا أحمر وأصفر ولا عربي ولا عجمي ولا صغير ولا كبير ولا غني ولا تقير يتلقون الكتابة والحكمة سلوني كيف تصبح تلك القرية قلنا مرات لو ظهرت في الآفاق لحججناها وظرناها كما تزار مكة لنشاهد آثار كتابه والعكمة كيف حولت الإنسان إلى شبه ملك هو نعم إيه والله لا يقو على أن يقول كذبا يجوع ثلاثة أيام لا يمد يده لما لغيره الكتاب والحكمة هذا هو الطريق أهل القرية اجتمعوا سنة وهم يدوسون قال الله قال رسوله بقي فيهم من يقول أنا مذهبي كذا بقي فيهم حزبي يقول أنا حزبي كذا بقيت جماعة أنا من جماعة كذا بقيت وطنية أنا من وطن كذا والله لم يبقى لهذا وجود عدنا كما بدأنا على عهد رسول الله هذا هذا هو الطريق البلاد التي فيها فتن دائر اليوم بسبب الجهل وسوء التصارف والتدبير نقول لهم اصبعوا عام عامين حتى تنطفع نار فتنتكم وعودوا إلى بيوت الله عز وجل بنسائكم وأطفالكم ورجالكم أغنياكم وفقراكم علماءكم وجهالكم أم واحدة لا مذهبية ولا طريق ولا عزبية والبلاد التي هي الآن آمنة ولا تمنع من دخول المسجد ولا الاجتماع فيه ولا تعلم الكتاب والحكمة في بيوت الله لمما تأخذ هذا الطريق ما المانع الجواب لا مانع إلا الأهواء والشهوات والأغراض وقدر الله نافر هذا الحديث يا معاش والمؤمنين والمؤمنات هو معنى قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فنقول كيف تفسقون أو تفجرون أو تظلمون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ورسوله إن ماتا فالسنته تعالمه حدايته فهداه موجود مع القرآن ما من آية إلا ويفسرها لك حديثا من أحاديث رسول الله ورسول الله وهكذا نادانا مولانا جل جلاله وعظم سلطانه بعنوان الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ مَلْكَ اللَّهِ هُونَا سِرٌ يَخْفَى على الكثيرين لماذا ما قال يا أيها الناس لمما قال أيها المسلمون قال يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وإله وبالقرآن هدايا ونورا وبمحمد النبي ورسولا وبالإسلام دينا السر هو أن المؤمنين أحياء والكافرين أموت اسمعوا معاشر الحجاج والزوار وإن شيتم حلفت لكم بالله المؤمن بحق حي يسمع إذا ناديته يعقل إذا خاطبته يعطي إذا طلبته يمنع إذا ناديه لكمال حياته والكافر ميت ترين ودليل وإلى لا أيام كنا سائدين وحاكمين وتحتنا أهل كتاب من يهود ونصارى يعرفون بالذميين أهل نعمر الذمي بأن يصلي؟ والله ما نعمره هل نعمر الذمي بأن لا يشرب خمرا؟ ما نعمره هل نعمر الذمي بأن يصوم؟ هل نقول أخذ جاهد معنا؟ والله ما كان لماذا؟ لأنهم أموت ما هم بأحياء وإن قلت يأكلون ويشربون وينكعون حتى الحمر والخيول والبغال كذلك والدجاج الحياة التي صاحبها إذا ناديته سمع النداء إذا علمت وعلم إذا قلت فعل فعل وإذا قلت اترك هذا هو الحي هذه حقيقة تأملوها وعودوا بها إلى دياركم الإيمان هو الحياة إن ضعف ضعفت الطاقات البشرية بقدر ما يضعف إيمانك يا عبد الله تضعف طاعتك لله وبقدر ما يزيد إيمانك ويرتفع من سبوه بقدر ما تقوى وتقدر على الطاعة وإن كانت الخروج من مالك كله أو تقديم نفسك فداء لله فلهذا يجب أن نحقق إيمانا وأن نرعاه رعاية كاملا حتى لا ينقص ولا يضع فكذا ويزيد الإيمان ويقوى على الطاعة سبحان الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينتجها الإيمان وتلك الطاعة تزيد في طاقة الإيمان والله العظيم قم في ليلتك وتوضى وصلى ركتين وابكي يرتفع من سوب إيمانك إلى ما فوق المئة والستين يزيد على قولك ولولا إيمانك ما قمت في آخر الليل ولا صليك فالإيمان يأخذ ويعطي لا إله إلا الله هذا هو السر في نداء الله لنا بعنوان الإيمان نادانا تسع وثمانين أو ثمانية وتسعين تسع وثمانين مرة تسع وثمانين نداء يا أيها الذين آمنوا لما ينادينا ليأمرنا بفعلي أو اعتقادي أو قولي ما من شأنه يزيد في طاقة إيماننا ويؤهلنا لكرامة الدنيا والسعادة الآخرة أو ينادينا لينهانا عما من شأنه أن يثبتنا أو يقعد بنا عن الكمال أو يحينا السعادة في الدنيا والآخر أو ينادينا ليبشرنا فتنطلق أعضاؤنا تعمل بسرعة وتتزود من صالح العمال أو ليحذرنا من عواقب سوء حتى نتجنب تلك العواقب ونبتعد عنها لأننا أولياء والله لا يرضى أن يود وليه أو يخسر أو يتحطم أو يشقى وحاشا لله أو ينادينا ليعلمنا علوما ومعارفا من شأنها تزيد في طاقات إيماننا وتزيد في عملنا وتزيد في سعادتنا هل عرفتم أن الله عز وجل ينادينا ليأمرنا وينهانا ويبشرنا وينذرنا ويعلمنا لأننا أولياء واسمعوا أبو هرير في البخاري يهوي لنا عن أبي القاسم فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول قال الله تعالى من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب أي أعلنت الحرب عليه صح هذا الخبر ويلة لا أي والله يا ويلك يا عبد الله يا ويلك يا أمة الله أن تؤذي ولي من أوليه الله فمن آذى ولياً فمن آذى ولياً في عرضه في دمه في ماله فقد تعرض لأن يعلن الله الحرب عليه ومن يعلن الله الحرب عليه أن تصير مستحيل أن تحابب الله وتنتصر عرفتم هذه الثالوث الأسود سمعتم عنه وإن لا ما عرفنا كيف آمس نبكي طول الليل ما الثالوث الأسود قولوا اليهود والنصارى والمجوس لما عرفوا ما عرف المؤمنون من عادا لي ولياً فقد آذنته بالحرب فأصبح أهل القارية أو أهل المدينة أو المسافرون في سفرهم لا يوذي أحدهم أخر ولو بكلمة نابعة فلم يبقى ظلم ولا زنا ولا فجور ولا خيانة ولا ولا لأنهم أولياء الله فكيف إذن يوذي ولي الله ولي الله مستحيل فقالوا نستطيع أن نقلب حالهم ونفعل بهم ما يصبحون يأكلوا بعضهم بعضاً ويذبحوا بعضهم بعضاً ويزني رجالهم بنسائهم كيف قالوا نحصل ولاية في الموتى لا ولي حيا بيننا لكن الولي من مات وبنينا على قبر قبة خضر أو بيضا ووضعنا على قبر تابوتا من خشب من أغلى أنواع الخشب ووضعنا على الخشب أزر من الحرير عرفتم هذا ولي الله هذا الذي يحلف به هذا الذي ينذر له النذور هذا الذي ترتعد فرائصنا ما إذا تعرضنا لأداه هذا هو الولي أما الأحياء اسرقهم اكذب عليهم سبهم أشتمهم إذنك النسام لا شيء ما أتخاف وأقول إلى الآن لو لهذه الكلمات التي شاء الله أن تقال في هذا المسجد من أربعين سنة لو تدخل إلى القاهرة المعزية ذات الملايين من العلماء والمؤمنين وتدخل وتقول أول من تلقاه في الطريق من المطار أو من القطار يا سيد أنا جئت من بلاد كذا أريد أن أصر وليا من أولياء الله في هذه المدينة فدلني على ولي والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر ولا يفهم أن في ملايين القاهرة أولياء أحياء وما نقول في القاهرة نقول في اسطنبول في كاراتشي في ماذا في ملاكش في تونس في الجزائر في العراق في اليمن في المملكة قبل عبد العزيز فقط قبل عبد العزيز وأولاده والله ما يفهم أن وليا في السوق بين الناس إلا من مات وضيبت عليه القبة وعفد من ذن الله من خط هذه الخطة من وضع هذا المنهج من الثالث شاهدونك إخوة لا يسيق مومن مومن ولا يكذب مومن على مومن ولا يخفش مومن بلساء مومن سبحان الله كيف نفعل معهم إذا نحول الولاية منهم إلى موتاهم وبعيني وأذني وأنا طفل حدث فالقرية كهذا الحدث مشايخ يتحدثون قالوا فلان كان إذا زنى لا يمر بضريح سيد فلان تفهمون هذه اللغة ولا لا إذا زنى في القرية لا يستطيع أن يمر على شارع أو زقاق في قبر سيد فلان فانظر يحارب الله والمومنين ويفجب نساء المومنين ولا يخاف الله ولا يبكي ولا ترتعد فرائصه ويخاف من الولي الميت ما يمر بالشارع الذي فيه قبره الله العظيم أزيدكم ولا لا القضاة عندنا إذا وفعت القاضي قضية والبين على المدعي واليمين على من أنكر هذه الكلمة من وضعها أبو القاسم وقضاة العالم كلهم كفار وفجار ومؤمنون ومسلمون لا يستطيعون أن يخطئوا هذه البين على المدعي واليمين على من أنكر كريمة واحدة قام القضاء عليها لتعرف من هو رسول الله يجي الرجل إلى القاضي يقول فلان ساقني يقول هات البينة قل ما عندي لكن أنا أعرف أنه سرق شئة إلى بحث ما فيه إذا تحلف أنت تعترف وإلى لا قال أنا ما سرقت تحلي قال نحلف قال احلب بالله والله والله سبعين مرة ما سرق يقول الخصم يا سيادة القاضي هذا يحلب بالله مئة مرة قل له يحلب بسيدي عبد الرحمن أو بمولايا فلان لما يقول اسكت تحلب بالله أنت متعود بالكذب هذا أحلب بسيدي فلان إخاف ما يستطيع قلنا للقضاءة ليما قال ماذا نصنعنا أن نحافظ على أموال الناس وحقوقهم قلنا لهم ليما تقبلون اليمين بغير الله قال اليمين بالله يحلفونا لأنهم جهال تبات لكن إذا قلت احلب بسيدي عبد القادر لا ما يستطيع فانظر إلى أين وصلنا أصبحنا نعبد الأولياء عبادك عبادة الله المرأة تمر المرأة أمي رحمة الله وأنا كهذا الغلام قبل أن تعرف التوحيد عند خصوم أخوها مع مرأتي مرت بقب على جبل قالت يا سيدي فلان إذا كان انتصر أخي في الخصوم على زوجتي أفعل لك كذا وكذا هذا عام من أندونيسا إلى موريطانيا النذور الأولياء ويأتي بالكابش ويقدمه لسيد ابنان ومعنى هذا أننا عدنا إلى الجاهلية والشيك الأول إيه والله ما سبب هذا أبعدون عن الكتاب والسنة غشان الجهل وغطانا وضعوا لنا هذه المحنة فحولون إلى عبادة أودان ومن قال ما هو الصحيح يا هذا نقول أنت السياسي والأحمق سياسي استعمر العالم الإسلامي وإلى لا حكمة بيطان وإيطال وأسبانيا وفرنسا وبلجيك وإلى لا قالين عام كيف الموحيدون المسلمون يحكمهم الكافرون ماذا تصنع بقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أه يكذب الله أبعد هذا تقول أعطني دليلا على هذا أصبحنا وثنيين حسبك أنه يحلب بالله سبعين مرة كاذبا ولا يحلب سيد عبد القادر صادقا أو كاذبا ونعود إلى أولياء الله تعرفون عنهم شيئا جاء من صورة يونس عليه السلام ما بين هود والتوبة جاء قول الله عز وجل ألا هذه بلغة العصر قالوا ألا إخوانا الآن بنا تدحو تحبو قول ألو تعرفون هذا ولا الطفل كما يمشي يأخذ السماعة ألو ألو فشاعت ألو عندنا والقرآن يقول ألا ألا أداة استفتاح للحديث وتنبيه للمحدث بمعنى أنت واعي تسمع هذه تركناها مع القرآن لا نفهم له معنى قالوا الآن حي عندنا قالوا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعدنون لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم قياما ولا حزن ينتابهم لا في دنياهم ولا في أخراهم ولا تظن أن هذا كلام ما هو صحيح أولياء الله والله رأيناه يدفن أولاده وهو يبتسم ولا يعدن بحزن يفقد كل شيء من جيبي ولا يعزن يقالوا الموت يبتسم لا خوف عليهم ولا هم يعزنون هؤلاء أولياء الله من هم أولياء الله سيدي عبد القادر مولاي إدريس سيدي البدوي كم واحد في كل قرية من علمنا هذا الخبراء الفنيون أهل كتاب الثالث الأسود اليهود والنصار والمجلس ما السر قالوا نجهلهم بعدما أبعدون عن الكتاب والحكمة قالوا نجهلهم أيضا في قضية الولاية حتى يصبح المسلمون يشيع بينهم الزنا اللواط السرقة الكذب الغش الخداع الربا الباطل بطريقة واحدة ما هي هذا الطريقة نعلمهم أنهم ليسوا أولياء الله أعداء الله يأكل بعضهم بعضا أما أولياء الله من يستطيع أن يسب واحدا منهم أو يشتم أو يتعرض له كيف لا وهم يتقربون إليهم في مدينة من مدننا العربية سيدي فلان إذا جاء الزوار كما بلغني ما يأتون إلى الضرح يمشون يأتون حبوا عرفتم عرفتم وقد بيّنت لكم أمام القاضي يحلب بالله سبعين مرة ولا يباري ولا يحلب الولي إذا سلبون ولاية الله وأضف علينا ثوب عداء الله إذا فليأكل بعضنا بعضا السريق الخيانة الغيش الكذيب حتى الرجل يضرب مرته يضرب ولده لا إله إلا الله والله يقول من عاد لي وليا فقد آدمته بالحرب معشر المستمعين والمستمعات فهمتم شيئا وإلا لا هل يجوز الآن يا من علمت أن تنظر إلى من تقول أسكت يا كلب أمشي يا خنزية كما كنت تقول والله ما تستطيع هل تستطيع أن يمور بمرأته وتاخد تنظر في مرأته من رجليها إلى رأسها والله ما تستطيع ما تولي هذا المؤمن لو سقط من جيبه دينار أو مليار تستطيع أن تأخذ وتسكت والله ما كان ما السر لأننا أبعدون عن الله أصبحنا أولياء للشياطين وتركنا ولاية الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه وإليكم بيان هذه الولاية يا من يرغب في ولاية الله يرفع يده الليلة تُظفى عليك وتصبح من أولياء الله من ما نستطيع يا شيخ تريد أن تقولنا لا تكذبوا لا تسرقوا لا لا ما نستطيع إذن ترضون بأنكم أعداء الله يعني كيف اسمع بيان الله للولاية والأولياء لما أعلن ذلكم الإعلان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون تتطلع النفوس كأن سائل يقول من هم أولياءك يا ربي هذه الجملة مستأنافا استنافا بيانيا واقع في جواب سؤال لما أعلن هذا الإعلان العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون تتطلع النفوس من هم أولياءك يا ربي فأجاب تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط لا عاب ولا عجم ولا شيف ولا وضيع ولا في الأولين ولا في الآخرين فقط آمن واتقى وواصل التقوى المتجددة آمنوا حق الإيمان وكانوا طول حياتهم يتقون ماذا سخط الله وغذب الله بحيث لا يتركوا واجبا أوجبه ولا يفعلون حراما حراما فقط هؤلاء هم أولياء الله من منكم يرغب أن يكون منهم قولوا كلنا إننا والله لمنهم آمنوا الإيمان الحق وكاة والحياتهم يتقون الله لا يقولنا كلمة غضبه ولا ينظون نظرة تسخطه ولا يخذون ريال لا يرضاه يعيشون على التقوى وكيف تعرف نفسك أنك ولي الله قال تعالى لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة إياك أن تشك لا تبديل لكلمة الله وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشراء بقوله الرؤية الصالحة يراها أو ترى له البشراء في الحياة الدنيا رؤية منامية صالحة يراها هو أو يراها عبد صالح ويبلغه ما راه أما عند سياق الموت فسوف يشاد مواكب الملائكة تزف إليه البشرات وقرأوا إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا آمنوا واتقوا تتنزل عليهم الملائكة هذا التنزل الأفواج فوج بعد فوج ماذا تقول الأمم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشئوا بالجنة التي كنتم تعالون أما في عرصات قيامة وساحة فصل القضاء تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعالون سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين إذن يا أولياء الله إياكم أن تنقضوا هذه الولاية بأن تشتم ماءتك الليلة أو تسبوا تبهتم أو تنظر إلى مؤمنة مارة في الشارع وتحملق بعينيك فيها أو تنام لا لا أو تقضي ساعات بعد الآن مع التلفاز وأنت تشاهد عواه يغنينا ويرقصنا أعوذ بالله أو تسمع صوت كافر في بيتك وهو يتكلم وأنت تنظر إليه هذه تتنافع مع ولاية الله أبداً ولم تكون ولي الله إذا لم تتق ما يغضب الله كيف تحقق الولاية أليست إيمان وتقوى ما ويا يا ابننا الحلاق صاحب ماذا صادون حلاقا يحلق فيه وجوه بجل أعوذ بالله هذا ولي الله هذا ولي الله يحلق في وجوه المؤمنين من أجل خمسة ويلات وعشرة من الليلة أكتب على الصالون هذا تحسين الحلاقة وليس حلق الوجوه لتكون ولي الله يا من في دكانه أتبه أستجايا أنواع الدخان لمن تبيع هذه لأولياء الله كيف يصبح هذا من الليلة نبيع الحلويات والبطاطس الدخان ما انبيع أعوذ بالله من الشيطان رجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبه فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات عرفنا بتعريف الله لنا أن الذي يطيع فريقا من اليهود والنصارى والمشركين والكافرين لكن الآية خصت أهل كتابه اليهود والنصارى لأن اليهود لا يريدون أن يبقى الإسلام ولا المسلمون يريدون فقط بني إسرائيل والنصارى لا يريدون أن يغمرهم نور الإسلام يريدون الصليب ليسود على أممهم الجاهلة ويتحكموا فيهم الإسلام روح لا حياة بدونه نور لا هداية بدونه عرف اليهود والنصارى هذا معرفة يقينية فاذكرون هذا أبناء وإلى لا ما قررنا على علم أن القرآن روح ولا حياة بدون روح وأن القرآن نور ولا هداية بدون نور لما عرف أعداء الإسلام هذا صرفوا أمة الإسلام عن القرآن ففقدت الروح فماتت وعن النور القرآن فضلت وماتت وما اهتدت وقد علمتم ولا إخالكم تنسون هذا أن القرآن حولوه إلى الموتى لا يجتمع اثنان تحت ظل شجرة أو جدار أو ساوي في مسجد أو على حصير في بيت ويقول أحدهما للآخر اقرى علي شيء من القرآن أبدا وإنما إذا مات أحدنا يؤتى بطلبة القرآن يقرأون عليه ثلاث ليال سبع ليال أربعين ليلا بحسب غناه وفقه لأقل أولا فلما أخذ القرآن وحولوا على الموتى ماتت أمة الإسلام وظلت ومن ثم أمكنهم أن يسودونا ويحكمونا ويتحكموا فينا من أندونيسا التي حكمتها بلجيكا إلى مرطانيا والمغرب حكمتهم فرنسا والشرق الأوسط بكامل بريطانيا وممالك الهند كيف حكمونا كيف سادوا علينا كيف ساقون سوق البهايم لأنهم أماتون أولا أخذوا الروحا القرآن ما عرفوا أين يضعونه تعهد الله بحبظه حاولوا أن ينتجوا من القرآن كلمة قل فقط مؤتمرات عقدت سرية ما استطاعوا إذن ماذا يصنعون به حولوه إلى الموتى وما زال المسلمون إلى الآن يقررون القرآن على الموتى حتى إن بغيا زانيا في دار البغى يؤتى لها إذا ماتت بأهل القرآن يقرؤون عليها في بيتها الآن لا تسألني كيف هبطنا كيف متنا كيف سادنا الشرق والغرب كيف عز اليهود الأذي الله وذل المؤمنون الأعزاء تطلب دليلا الآن علمتم ولن يرد هذا أحد على العرضين قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا أَيُسَمِّيهِ اللَّهُ روحا وهو ما هو بروح ممكن مستحيل أَيَكْذِبُ اللَّهُ لِمَمَا قَالُ وَكَذَلِكَ 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 اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا أَيُّ نُورٍ أَنْزَلَهَ اللَّهِ وَالْلَّهِ إِنَّهُ لَا الْقُرْآنَ الْقُرْآنُ نُورِينَ الَّذِي حَفِظَهُ فَهِمَهُ عَافَهُ عَاشَ عَلَيْهِ لَنْ يَظِلَ أَبَدًا لَنْ يُخْطِئَ طَرِيقَ الْحَقِ أَبَدًا وَلَنْ يَتِيَا فِي مَتَاهَاتِ الْحَيَاةِ وَالْنُورُ بَيْنَ يَدَيَهِ أَلْقُرْآنُ نُورِ إِذَاً عَرَفْتُمْ مَا فَعَلَ بِنَا أَهْلُ الْكِتَابِ مَاذَا فَعَلُوا أَبْعَدُونَ عَنْ مَصْدَرِ حَيَاتِنَا أَلْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ وَهَلْ تَذْكُرُونَ أَنَّ السُّنَّةِ النَّبَوِيَةِ وَهِي الْمُفَسِّرَ لِلْقُرْآنِ المُبَيْنَ لِأَحْكَامِهِ الشَّارِحَ لِكَلِمَاتِهِ السُّنَّةِ فِي عُصُورِ الْهُبُوطِ تُقْرَأُ عَلَى مَاذَا لِلْبَرَاكَةِ يَجْتَمِعُونَ فَالْرَوْضَ فِي الْمَسْجِدِ يَدْرُصُونَ الْبُخَارِ فَقَطِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قَالَ الرَّسُسَلَمَا لا يسألون عن حكم في الأموال ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الحرب ولا في السلم ولا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في العقيدة ولا في العبادة أبداً يَسْمَعُونَ فَقَطِ فَرَغُوا وَفَرَيْدِيَمْ يَدْعُونَ لِيَحْصُلُوا عَلَى بَرَكَةِ بَرَكَةِ دِرَاسَةِ البخاري أزيدكم توجد مؤلفات مصنفات في الفقه في العقيدة لا يوجد فيها قال رسول الله صلى الله عليه لما؟ لأن العدو أراد أن يميتنا وأن يهبط بنا لنساويه وننزل إلى الدرك الأسفل دونه فعرف الحياة والنور فأبعدونا عنه فظلنا في متاهات الحياة وإلى الآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين من يقول لا يا ربي أعوذ بالله الواقع شاهد لما لما استقل العالم الإسلامي عن مستعمريه في الشرق والغرب لما ما طبق شريعة الله من يقف ويدلل ويبرن لما؟ وإن قلت جاهلوها كيف يطبقونها قلنا الدولة الإسلامية تقوم على ثلاثة دعائم هذه الدعائم يعرفه النساء والرجال والصبيان والعلماء والجهد هي بعض آية فقط من القرآن الكريم القرآن الكريم به ستة آية ومئتين أرضين كل آية على ما أقف من الشمس تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لما سميت الآية آية لما سميت علامة لا فرق بين آية وعلامة لتدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ستة آلاف ومئتين أرضين آية من بينها بعض آية بيّن الدعائم الدولة القرآنية الإسلامية جاء ذلك في صورة الحج المدنية المكية بعضها مكي وبعضها مدني جاء فيها قول الله عز وجل الذين إن مكناهم فالأرض ما معنى مكناهم فالأرض ما تفهمون معنى مكناهم فالأرض سودهم حكمهم أصبحوا حاكمين سائدين الله الذي مكن لهم الذين إن مكنا لهم فالأرض ماذا فعلوا الذي عاصرناه مع آبائكم أيام استقلالاتكم إذا تم الاستقلال ماذا نصنع حفلات حفلات الاختلاط والخمر والكذب الصياح حفلات الاستقلال أنتم لا تعرفون لأنكم أحداث لكن كبار السن يعرفون حفلات 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 الرقص والله يقول الذين إن مكناهم فالأرض أقاموا الصلاة والله وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة نموه الزمان بيد الله أيما إقليم يستقل لا تتكون فيه دولا إن لم تقم هذه الدولة على هذه القواعد الثلاثة والله ما سعد أهلها ولا طابت حياتهم ولا كملوا ويسلبها الله في يوم ما من الأيام بلغوا أن هذا الشيخ الكبار في المدينة يعلن طول العام على أن محنة يقترد منها العالم الإسلامي وتقرب منه والله لأشد مرار من الاستعمار إلا أن ينقذنا الله بتوبة صادقة في 24 ساعة أما هو أن نستمر هكذا معرضين عن الله عن ذكر الله عن عبادته نستحل ما حرم ونستبيح ما منع ونترك الواجبات ونتخل عن المسؤوليات كأن الله لا وجود له ما علمنا أن الله بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد تعرفون الرصد يجلس فيه الرسل ويطل على كل ما يجري إن ربك لبالمرصاد فإما أن يتوب المسلمون في أي بلد ويرجعون يكتبوا الله لهم المناع ويسودهم ويعزهم وإما أن تستمر الحال هكذا حتى تدق ساعة سنة الله تعالى إن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير ليس بأمانيكم ولا أماني أهل كتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليه ونصيره ما المانع أن نعودا ونحن قادرون على العودة يصدق حكومي جمهوري ملكي سلطاني دائي أنه لا يتخلف عن الصلاة جندي عسكري ولا مدني الحر إذا دقت الساعة وأذن المؤذن تقف الحياة كلها وتقضل الأمة على ربها لهذا خلقت فإذا قضيت الصلاة انتشر المؤمنون في الأرض ينتجون ويوجدون ويصنعون والله لو قيمت الصلاة بهذه الطريقة لاختفى الظلم والفسق والفجور والكذب والخيانة والشر والفساد تلقائيا ولنقرأ لذلك قول الله تعالى أصل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وكأن سائل يقول لي ما ما فائدة إقامة الصلاة فكان الجواب بالعلة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر الصلاة الصلاة إذا أقامها العبد أو الأمع من شأنها من خواصها أنها تمنعه من أن يأتي الفواحش أو يرتكب المناكب نحلف لكم بالله عندنا مثل نكرره هيا في أي بلد إسلامي نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة والأمن ونقول يا سيادة الرئيس أعطينا قائمة بالجرائم التي اعتكبت في هذا الأسبوع هذا زنى وهذا سرق وهذا ضرب أمه وهذا لعن أباه وطفع القضية قطعا للشرطة أعطينا قائمة بالجرائم التي اعتكبت هذا الشهر أو الأسبوع مدونة عندهم وإن لا هات القائمة سفنوا أنا أقول لكم والله لن تجد نسبة أكثر من خمسة في المئة من أصحاب الجرائم من مقيم الصلاة وخمسة وتسعين من تارك الصلاة ومن المصلين الذين ما أقاموا الصلاة هذا الكلام كررته أربعين سنة وزيالة فيه من نقضه ذهب إلى مدير الشرطة وقال أعطينا قائمة بالمجرمين هذا الأسبوع ووجد أكثر من خمسة في المئة من مقيم الصلاة لأن سنة الله لا تتخلق الطعام يشبع وإلى لا الماء يهو العطشان وإلى لا الحديد يقطع وإلى لا الناد تحرق وإلى لا الجواب نعم نعم وأيقام الصلاة سنة من سنة لن تتخذب المقيم للصلاة لا يأتي الفواعش ولا يرتكب المكر وإن سألت عن العلة سؤال فلسفة إقام الصلاة عملية توليد الطاقة عملية لتوليد النور كمولدات الكهربة إذا أديت أداء صحيحة في أوقاتها المحددة بشرطها وأركانها لم تتخلف عن إنتاجها فتنتج النور يغمر قلب الإنسان ويظهر على سمعه على بصره على لسانه على جوارحه يظهر ظهورا ذاك النور والذي ما صلى من أين يأتيه النور حتى يعرف قبح الجريمة والسوء المنكر والذي صلى ما أقامه ما أحسن ما ولدت الفاقي يقول صلاتك باطلة مثلا صلى أحدنا المغرب ركعتين فقط هل يقول له فاقي صلاتك صحيحة ها يقول أعد صلاتك صلاتك باطلة قال أنا أصلي أربع أنا في صحة أو عافية لما منزيد ركع فصلى المغرب أربع ركع تفضلا منه هل تجد فاقي يقول صلاتك صحيحة ها والله ما كان باطلة الفاقي يقول باطلا ونحن نقول الليل ماذا يا سامعي ماذا نقول ما أنتجت النور المطلوب منها عملية فاسدة ما ولدت الحسنات فيبقى القلب في ظلم وتمتشئ الظلم ودخنه على جوارحه فيسمع الباطل ويرضى به ينضي الحرام ويتنذذ به ينطق بالسوء ويجد له لذة وراحة يمشي على قدمه الباطل ولا يتعجب لأنه فاقد للنور اسمع أباره لكم واسمعوا لي هل كلامي هذا عالي كلام عامي بس ما تريدون أن تفهموا هو هو اسمع حديث البخاري وهو حديث قدسي أي من كلام الله أوحاه إلى رسول الله خارجا عن القرآن ما هو في القرآن كلام الله كلام الله القرآن والحديث القدسي الذي يأتي به جبريل إلى رسول الله أو يلقي الله في روع رسول الله فيفهم عن الله هذا الحديث القدسي إليكم نصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يا وايحا من يسق أموال المؤمنين من يفشوا بنسائهم من يسفك دماءهم من يأكل لحومهم من يحتقرهم ويزدريهم أو يهينهم ويذلهم على شرط أن يكونوا أولياء الله أما إذا كان وعداء الله افعل لا حماية لا مناعة هذه المناعة لأولياء الله صحيح يا شيخ هذا إنهم الدليل أن قومك في بلادك لا يذكرون وليا بسوء أبدا أبدا ولا يستهينون به ولا بضريحه ولا بقبره ولي مع العلم أنه قد يكون ليس بولي لكن استقر في أذهان المؤمنين على أن أولياء الله هم الذين ماتوا وضربت عليهم القباب ووضعت عليهم التوابيت ووضع عليها الأذور الحريرية وأوقدت الشموع الآن لا ندي في شموع لا كهربا كنا نعي في الشمعة ليلة الاثنين ليلة الخميس الجمعة توقد على قبر السيد كأنه يبيت يقر على الشمعة ليلة الاثنين أمها ميت تجعل له شمعة في قبره ماذا يصنع لا كالذي يضع له قصع من الثريد ليأكله مثل الذي يقر عليه حزب وحزبين من القرآن يقوم يتفكر فيها يتدبرها لا وصلنا هكذا إيه والله من فعل بنا هذا أجيبه الثالوث الأسود المكون من اليهود والمجوس والنصار اسأل وداعة بريطاني عن هذا الثالوث الذي عزم على أن يطفئ نور الله لأن هذا النور أضاء الدنيا وهم يحبون الظلام ليعيشوا فيه ما يدون الحق ولا العدل ولا الطهر ولا الصف ولا الكمال من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلنت الحرب عليه أسألكم بالله الذي يحارب الله ينتصر على الله إن كسر وانهزم وتمزق وإن أبيت أولي الله طال الزمان وقصره والله لتتحطمنا الحرب معلنة إلا أن تتوب هذا المشاهد بالعيون من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فاتح لكم الباب أيها الطلاب لتدخلوا إلى قصر الولاية فتتخرجوا منها أولياء أفضل من عبد القادر وسيد إحمد إسمع وما تقرب إلي عبدي بشيء مما تقرب إليه يتملق حتى يحبه سيده العوام يعرفون هذا فيما بينهم فبهد يريد أن يحصل على شيء من عندك يأتي إليك يصلح نعلك يتقرب يشكرك أنت سيد أنت كذا سمعنا عنك كذا وكذا حتى يستميلك كذا ولا لا ولكن ما يعرفون التملق إلى الله قل لي يا شيخ علماكم ما عرفوا حتى العوام يعرفون التزلف إلى الله والتملق ولو بذكر إيت وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لا أفضل من الفرائض أبدا يا من يريد أن يتملق إلى الله ليحبه ويواليه أرى الفرائض أعظم من النوافل بسبعين مرة والغافلون يستهينون بالفريضة ويعبثون بها ويتقربون ليلة كاملة بالنوافل ما تنفع قال الفرائض اعلمها اعلمها عرفها عرف كيف تؤديها عرف وقاتها شروطها وتقرب بها إلى الله فإنك ما تقربت بشيء أفضل منها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه تأمل إماء الله وعبيد الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض إلى متى حتى أحبه فإذا أحبك الله نام فالمخارف أمانه إذا أحبك عاصمك لا يرضى أن تتلوث ولو بكلمة سوء فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيبين إذا قربك وأدناك وأصبحت ولي وحاضظات من التلوث أبدا لن تتلوث إذا وما يزال عبدي يتقرب إلي ابن وافل حتى أحبه كم سنة كم شهر ما يزال يتقرب يوما بعد يوم شهرا بعد آخر عام بعد عام حتى أحبه نظر بالمثل بالمعتاد ما بينا لكم في السابق أن ولاية الله أهلها يتفاوتون ولا لا كل الحاضرين أولياء الله لكن مستواهم واحد لا وقلنا أصحاب رسول الله رضي الله عنه مستواهم واحد أبو بكر أفضلهم كذا ولا لا لكن الولاية ولاية آمنة والتقافة هو علي الله وضربنا مثلا بالجيش عسكري ملازم ملازم أول عارف كذا عاقيد كذا إلى عشر وعشرين جينرال عرفتم هذه ولا لا فهل في الإمكان أنك من أول أسبوع تدخل الجيش تصبح جينرال ممكن إن إلا أن يشاء الله يهيئك تهيئة خاصة في أمر ما فلهذا قال تعالى وَمَا يَزَالُ عَبْدِهِ يَتَقَرَّ بِلَيَّا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمًا حَتَّى أُحِبَّهُ هنا أحببت أن أقول مين الجائز يدخل عبد الله في طلب رضا الله وحب الله شهر ثلاثة أربعة وإذا هو ولي الله أحبه الله وقد يعمل في هذا الشان عشرين سنة حتى يغفر وذلك لقصوره ولعدم أدائه هذه العباية على وجهها فلهذا قال تعالى وَمَا يَزَالُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمًا يَتَقَرَّ بِلَيَّا أي بأداء الفرائض والنوافل حتى أُحبه وَهُنَا مَعَاصِبَ الْمُسْتَمِعِينَ مَنْ مِنْكُمْ يَرْغَبُ أَنْ يَعْرِفَ هَلْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَإِنَ لَا لو نجد من يقنعني بخبر أن الله يحبني لكن أطومي أطوم الفاحل لأن من أحبه الله أمنه حاش لله أن يعذب أولياء أيها المتسابقون أيها المتنافسون هل منكم من عرف أنه أحب وإلى لا من يرغب أن يعرف قولوا كلنا أو ما أنتم في حاجة إلى هذا أعوذ بالله اسمع كلامه تعالى يبين لنا الطريق ونعرف يقول تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إذا وجدت نفسك يا بني أو يا أخي لا تستطيع أن تسمع ما يغضب الله وترتاح وتسعد لسماع ما يحب الله اعلم أنك وصل هؤلاء إذا سمع كلام الله كلام رسول الله كلام الحق كلام الخير كلام المعروف يرتاح ويصري ويسمع ويطيب له المجلس وإذا سمع كلمة منكرة غيبة نميمة أغاني أصوات عواهر ما يستطيع يأخذ معله ويخج والله لا يغلق أصابه مفعول هكذا نام مدفوع إلى هذا لأن الله أحبه ما يغذى لمن أحبه أن يلوث روحه بسماع الغيبة والباطل والكذيب الشرق تسلمون بهذه الحقيقة إي والله كما علمتم وكنت بصره الذي يبصر بي يستطيع أخوك الولي أن ينظر إلى المؤمن ويرتاح إلى نظره ينظر إلى أمه إلى زوجته إلى أولاد إلى قارب ويسعد بالنظر إليهم ولا يستطيع أن ينظر إلى مرأة لا تحل له يشعى كأن اللهب في وجهه ما يشع إلى وقد طأطى رأسه وأغمض عينه من فعل به هذا لأن الله أحبه لا يتركه يتلوث ويتلطق بالآثام والجرائم وهو حبيب الله يحفظه وجرب تجد إذا وجدتك لا تقوى على أن تسمع الباطل ولا أن تنظر إلى الحرام اعلم أنك قبلت من يوم ما أصبحت هكذا وكنت لسانه الذي ينطق به ملك الله سمعك فلا يصخر إلا في رضاه ملك بصرك لا يصخر إلا في رضاه ملك لسانك لا تستطيع تنطقه إلا بما يحب فتجلس مع أخيك ولي الله عام عامين ما تسمع كلمة سوء أبدا ما ينطق بها من عصمه من حافظه الله لأنه تقرب إليه حتى قابله ورضي عنه وأحبه فهنا يحفظه حتى لا يتلوث وإن زلت القدم ووقع الشيطان وعليه ووضع عصاب سودى على عينيه وأرتكب يوما ذنب من الذنوب فإنه يلهم على الفور أن يستغفر الله ويندم ويتألم ويحزن حتى يزول ذلك الأثر وتبقى الولاية ثابتا وكنت لسانه الذي ينطق به وإلى لا أيملك الله لسانك وينطق بما يغضبه حاشا لله وكنت يده التي يبطش بها الأبطال يختطفون الفارس من على صهوة جواده على الأرض وإلى لا يخذ القنطار ويرفعه والله ما يستطيع أن يتناول بيده كأس خمر لا يستطيع أن يمس بيده أو يلطم وجهمه منه لأن يده ملكها الله لا يستخدمها إلا فيما يضيه ويحبه أعرفتم هذا؟ وكنت يده التي يبطش بها فإذا ملك يدك سخرها فيما يحب لا فيما يصرط وكنت رجله التي يمشي بها لما عرفنا أياما كنا مع العوام يعجز الرجل أن يمشي مئات خطوة إلى المسجد ويصلي في بيته ويُعلن عن حفر غنى ورقص عرس وليماء يمشي عشر كيلو أو عشرين كيلو فانظر العجب لأن الله ما ملك رجله ملكها الشيطان يدفعه إلى حيث يغضب الله جل جلاله يبنعه حيث يغضى الله جل جلاله عرفتم ملك رجله لا يصخره إلا فيما يغضيه وأخيرا يقول ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني أي طلب الحفظ لأحفظنا ولئن استنصرني لأنصرنا وأعظم من ذاك وذاء وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته لا لا إله الله أبشر يا أولياء الله أبشر يا أولياء الله أبشر هذا سبب التردد إذا هنيئا لكم يا أولياء الله عرفتم كيف الطريق إلى الولاية زك نفسك وطيب وطهر بأنواع العبادات فإذا طابت وطهرت قابلك الله ووالك وإذا ميت أنزلك بجواره أما الروح الخبيثة العافنة المنتنة بأوضار الذنوب والآذام الشرك والكفر الربا والزناء قتل النفس الغيبى النميمة الحسد الكبر هذه الظلمات صاحبها ما يلقى إلى السماء ولا تغفع تغفع روحه إلى الله ما الدليل على ما تقول يا شيخ عندنا آية ما ننساها قد أفلح من زكا وقد خابا من دهسا هذا حكم الله صاد علينا في من يعقب على الله يغطي الحكمه أما قال من سورة الغعد والله يحكم لا معاقب الحكم أي ما قاضي يصدر قضاء حكم قد يعقب عليه قد يغطي أو يجهل أو ينسى أما الله من يعقب على الله قد أفلح ما معنى أفلحة التجار يعرفونه في اتجارته في مزرعاته فازا ناجع من المرهوب وظافر بالمرغوب المحبوب هذا الحكم اسم أصحاب الأرواح الخبيثة سببها الكفر والتكذيب وعدم العمل بما تطهر عليه النفس جاء في آية من صورة العراف ما ننساها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ما سم الخياط اسألوا العجائز الإباء لها ثقبة دخل فيها الخيط ولا لا ذاك سم الخياط البعير الأرواق الجمل تدخلوا في عين الإباء ممكن مستحيل إذا صاحب الروح الخبيثة مستحيل أن يدخل دار السلام إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يعني لأهواحهم لما تقبض الروح يعرجون بها إلى السماء فتغلق الأبواب في وجيها وطهبط إلى السفل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الذين أجرموا على أنفسهم صبوا عليه أطمان الذنوب والآثام فنتنت وتعفنت وما أصبحت أهلا للملكوت العلا وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أغطيا النار فراشهم وغطاهم وكذلك نجزي الظالمين هذا جزء الظالمين أرضا من هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم كان الطيب طاهرا وهو صبي غلام لما بلغ وأصبح مكلفا أخذ يصب عليها أطمان الذنوب والآثام ظلما لا فخبثت وأنتنت وتعفنت لن يرضاها الله ولا نحن أيضا الآن لو يجينا فحل يلبس ثياب ملطخ بالقيوح والدماء والرايح المنتنى تفسحون له يجلس ها تقبلونه إذب يا نجس أخرج فدار السلام دار الطوع والصفاء ما يدخلها والله إلا الطيبون الأطهار العصفية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها معاشر المستمعين ذي ذكريات ما ننساها لو قيل لنا كيف نرجع إلى الله سادنا الظلم وحكمنا الفسق والفجو خرجنا عن عبادة الله وطاعته وتهنى في متاهات الحياة ما الطريق دلونا تقولون هذا ما أنتم في حاجة اسمعوا ما زلت أقرر هذا على علم لن تستطيع عبد الله أن تستقيم على منهج الله إلا إذا عرفت الله وعرفت ما يحب وما يكره وعرفت كيف تتملق إليه وتتزلف بأداء ذلك المحبوب وترك والبعد عن ذلك المبغوض المتروح لا طريق إلا العلم وكلمة إسماعيل ما ننسى ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم استجاب الله إلا لا استجاب في ذرية محمد وإسماعيل وأصبحت تلك الأمة مضرب المثال في الكمال ثلاثة قرون ثلاثة أجيال وتصلت عليها الثالوث فهبط بها هيا نعود لا طريقة إلا أن نعود إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا في جامع القرية أو الحي وذلك كل ليلة من غروب الشمس إلى أن نفرق من صلاة العشاء ليلة آية من كتاب الله نحفظها بعد أن نتغنى بها وتدخل كلها في قلوبنا ثم يبين لنا المربي العليم الحكيم مراد الله منها ثم العمل والتطبيق بها يوما آية ويوما حديثا سنة يتغيى وضع البلاد تماما أصبح أهل قوي وكل مولي الله لو وافعوا أيدي يوم على أن يزيل الجبال أزالا على أن يدمر عدوهم لدمره أما قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدنا أرأيتم أهل إقليم مدنهم وقراهم قالوا الآن نعود وعادوا إلى تعلم الكتاب والحكمة في صدق وأخذوا يتعلمون ويعملون سنة أو سنتين فقط كيف يصبحون قولوا لي أولياء الله كالملائكة ويغربهم شياطين من الإنس والجن وإن أردت التفصيل والله ما يبقى فقط ولا هون ولا دون ولا ذل ولا مسكن ولا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد أبدا أولياء يصبحون فاعلين يبحثون الأرض ويخرجون كنوزا يزرعون فينبت النبت وبركات السماء بدون ما كتكلفوا شيء فقد قالوا نرجع إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نحقق دعوة إسماعيل يؤذن المغرب تأتي إلى القرية ما تجد رجل ولا مرعا إلا في المسجد دقت الساعة السادسة في المدينة لا تجد أبدا إلا من هو مرع إلى بيت الله يعلمون وإلى العلم الحقيقي قال الله قال رسوله ويتدرجون في التطبيق والعمل مستحيل أن يبقوا فجر أو فسق أو مجرمين سنة الله لا تتبدل هذه الدعوة قوموا بها لا تقولوا صحوة ولا ما صحوة خوافات فقط العودة الإنابة والتوبة الصادقة لما نجتمع في المسجد كلنا يبقى فينا من يقولنا سامحني مالكي يبقى من يقول لكن يستحي يقول لنا حنفي يبقى من يقول أنا زيدي أنا أباضي لا وجود لهذا قال الله قال رسوله أصبحنا أمة واحدة كما أراد الله فالبعد عن الكتاب والسنة والذي مزقنا فراقا وأحزاب وجماعات يبقى بين الربانين من يقول هذا وطن وكذا وهذا كذا وهم أمة واحدة يا حجاج بيت الله يا وافدي المسجد النبوي هل علمتم هذا أدعوا بهذا وبلغون نظوركم نظور هذه القرية التي إذا دقت الساعة السادسة أقبلوا على بيت الله واستعوه وهم مجتمعون بنسائهم وأطفالهم يتعلمون الكتاب والحكمة ومن أراد أن يذلل نقول أهل قارياتك أعلمهم بالله أتقاهم لله أليس كذلك هل عرفتم علماء ربانين زنا لائطين مرابين خوانا والله ما كان أعلمنا أطهرنا فلا سبيل إلى الطهر والصفاء إلا هذا العلم فقط لا سبيل إلا هذا العلم الجاد الصادق نجلس في بيت ربنا استمطى رحمته نطلب هداه ومعرفته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم نسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفاحفة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قد سبق أن علمتم زادني الله وإياكم علم أن الله جل جلاله وعظم سلطانه لا ينادي عباده المؤمنين إلا لواحد من أربع إما ليأمرهم باعتقادي أو قولي أو فعلي ما من شأنه أن يزكي نفوسهم ويطهر أرواحهم لتستوجب رضاه والنزول بجواره أو يناديهم لينهاهم عما من شأنه أن يخبث نفوسهم فيدنوا من صفة الله وغضبه وما ينهاهم عنه قد يكون اعتقادا باطلا أو قولا سيئا أو عملا فاسدا إذ هم أولياؤه وهو مولاهم ووليهم لا يرضى لهم أبدا أن يتلوثوا أن تتعفى نواعهم فتصبح كأواع الشياطين يلعنها بعد أن يسقط عليها ويبعدها من ساحته أو يناديهم ليبشرهم بما من شأنه أن يزيد في إيمانهم وأعمالهم الصالحة أو يناديهم ليحذرهم ليحذرهم لينذرهم من مخاوف من عقايد أو سلوك أو عمل من شأنه أن يغضبه عليهم وهم أولياء ووليهم لا يرضى لهم أبدا أن يخبثوا ويتلوثوا حتى يشقوا ولا يسعدوا أو يناديهم ليعلمهم ليعلمهم العلم النافع لهم ذاك العلم الذي هو نور يهتدون عليه إلى ما يحقق لهم رضا ربهم عز وجل عنهم هكذا عرفنا فهل ننسى هذا وشيء آخر يا معشر الأبناء والإخوان ويا مؤمنات من نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق الخلائق كلها الذي أدار الأفلاك كلها الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير الغني الذي كل شيء مفتق إليه وهو غني عما سواه ينادينا من نحن كيف أصبحنا أهلا لأن ينادينا فكروا والجواب إنها نعمة الإيمان لما آمننا به وعرفناه وأحببناه ورغبنا في جواره وما عنده أحبنا ولذلك ينادينا ليأمرنا أو ينهانا ليبشرنا أو ينذرنا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى معرفته والعلم به هل أدلكم على شيء قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نادانا في هذا الندى ليأموانا أولاً بتقواه عز وجل حق التقوى نادانا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون والمؤمنون أحياء يسمعون ويبصرون يعقلون ويفهمون يقدرون على الأخذ والعطاء على الفعل والترك بوصفهم أحياء أما الكافر ما تحكمون عليه ميت وهل الميت ينادى وإذا ندي يسمع وإذا أمر يفعل وإذا نهي ينتهي الجواب لا وإنما ينادى الحي وقد تذكرون برهنة هذه وقد تنسونها من زعم أننا كلنا أحياء كيف تفرقون بين حياتي المؤمن الكافر تذكرون ما علمتم أن أهل الذن من أهل الكتاب والمجوس في ديارنا لا نأمرهم بالصلاة ولا نأمرهم بالصياء ولا نأمرهم بزكاء ولا نأمرهم بحج ولا نأمرهم بجهاد ولا برباط ولا بصدقات لماذا؟ خوفا منهم؟ أليسوا تحت رايتنا؟ ونحن نستعدون لما نأمرهم بجهاد أجيب أموات أتعمر ميتا؟ كيف يعقل هذا؟ فإذا نفخنا فيه الروح وحيي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم موه بالغسل يغتزل موه بالصلاة يصلي إنهاه عن الخمر وما يتعاطى من المحارمات ينتهي لأنه حيي أصبح حي بين الأحياء أما وهو ميت كيف نكلف الأموات؟ هل أدركتم هذه الحقيقة؟ برهن كالشمس الذي يرد عليك ويقول إيش هذا؟ كيف تفرق بين الأحياء؟ وتقول هذا حي هذا ميت قل له الحياة حياتاني حياة بهائمية لا قيمة لا أهلها كالأموات بل هم عضل وحياة حياة حق حياة الإيمان والمعارفة هذه التي يكلف صاحبها وينهض بالتكاريف ويقضي عليها الإيمان الإيمان ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ كل يدعي أنه مؤمن 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 هل عرفت الله الذي آمنت به؟ أو تقول ها لا أدري كيف توم بلا لا تعرف آمنت دلل على إيمانك برهن وقد تعلمتم وزادكم الله علما أن شاشتين بيضاء في القرآن الكريم من أراد أن يمتحن نفسه هل هو مؤمن أو غير مؤمن قل لو أنظر أنظر إلى شاشة صورة الأنفال وشاشة التوبة فإن رأيت نفسك في تلك الشاشة مع مواكب المؤمنين أبشر هلل كبر إحمد الله وقل إني مؤمن وإذا ما وجدت نفسك أين غبت ما أنت بالمؤمن ما دمت فارقتهم ولم تكن بينهم كيف تقول إني مؤمن أتل عليكم ما في الشاشتين لتشاهدوا أنفسكم هل أنتم فيها الأولى من صورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون يا عرب إنما المؤمنون هذه الصغاة تود على دعاة الإيمان بالباطل إنما المؤمنون بحق بصدق لا بالإدعاء والنطق إنما أداة حصر وقصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت حلوهم والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يرتفع من سبوكا يشير إلى المئة وخمسين إلى مئتين وعشرين على الفور دلال على وجود إيمان حي وإلى كيف يرتفع إذا تليت عليه الآيات ولم يرتفع من سبو إيمانه فهو ميت وغير حي إيمانه جامد ما هو سليم ولا صحيح وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون آمين أجرحوا إخواننا وهم مستحقون للجراحة حتى يعالجوا أنفسهم الذي يبيع المحرمات في مدينة الرسول توكل على الله يقول لولا بيعي لكذا وكذا ما حصلت على قوتي ولا عشت بالإجمال المتوكل على الله لا يتعاطى ما حرم الله من أجل الخوف من الجوع أو المرض أو الموت إذا أمره الله أو نعاه لا يبالي بمخاوف الشياطين وما تزينه أو توسس به ويصبر على ترك ما حرم الله ذلك المتوكل على الله الذي يفوض أماه إلى الله إن عذبه حمده على التعذيب وإن أسعده حمده على السعادة عبده اضطاح بين يديه وفوض أماه إليه إلا أن هذا يا أبناء لا يتم لأناس ما عرفوا الله كيف يتم لهم وهم ما عرفوا حتى يتوكل عليه الذي يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذه الآية من أية صورة هذه من الأنفال ما سمع بها المسلمون لأن الأنفال ما يقرأون على الموتى ما يسمعون لها كيف وجدتم أبناء نفوسكم على هذه الشاشة موجودين من وجد نفسه فليحمد الله ومن غاب فليسأل الله أن يوجده بين إخوانه الشاشة الثانية لما ادعى المنافقون ما ادعوه من الإيمان قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق لا بالإدعاء والنطق أل هنا للأصالع للعهاق والمتان في اللفظ والمؤمنون بحق والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض المؤمن ولي المؤمن والمؤمنة ولية المؤمن والمؤمنة ومن هنا شادهم الحب والولاء فلا يكذب مؤمن على مؤمن ولا يشتم أو يسب مؤمن مؤمن ولا يغش ولا يخدع ولا يهدى ولا يستسخر ولا ولا فضلا عن أن يتركه فريسا للعدو عدو الشياطين وعدو الإنس وليه بعضهم أولياء بعض النصرة الكاملة والحب الشامل الكامل فالذي لا يحب المؤمنين والله ما هو بمؤمن والذي يخدل المؤمنين ويهزمهم ويعرضهم بالمحن والإحن والبلاء والله ما هو بمؤمن والذي ينهك أعراضهم وياكل أموالهم ويمزق كما كرامتهم ويهينهم ويدوسهم بنعال والله ما هو بمؤمن وإن قلتم يا شيخ أمة المسلمين هذه حالة في كل مكان الجواب ما عرفوا الله حتى يؤمن به نحلف والله ما عرفوا كيف يعرفون وما سألوا عنه ولا قاعوا أبواب العلماء ولا نزلوا على عتبهم يطالبونهم بمعرفة الله يسأل عن البصل والثوم وعن الفحم واللحم ولا يسأل عن الله كيف يعرف الله وقد عرفتم الدليل على معرفة الله هو حبه له وخوفه منه فالذي لا يحب الله ما عرفه والذي لا يخاف الله والله ما عرفه ماذا نصنع ماذا نصنع هيا نتعلم قالوا ما نستطيع ما نستطيع نتعلم ليما ما نستطيع هذا أمر أعظم من أي عظيم في حياتنا ليما لا نتعرف إلى ربنا حتى نحبه ونخافه خافه إذا والمؤمنون بحق وصدق والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولا والبعاء سائد في الأحزاب الجماعات المنظمات أولا والبلا أولا والبلا حب المؤمنين لبعضهم البعض فريدة الله آية الإيمان وعلامته نصرة المؤمنين لبعضهم بعض من أوجب الواجبات وألزم ما يلزم عمد الله وأمد الله أما أن يزني بعضهم بنساء بعض وبنات بعض ويسرق أموالهم ويحتقهم ويزدريهم ويتكبر عليهم ويحسدهم ويبغضهم وواء من هذه الفضائح ونقول مؤمنون أين الإيمان أين الولاء يقتل بعضهم بعض لا يستطيع حدا يقول هذا باطل ومنكر أو يدعو إلى صلح مصالحا أين الولاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلهذا تدخل قارية المؤمنين أو مدينتهم لا تسمعوا وإن عشت أربعين سناء بأن فلان زنى أو فلان زنت بمن يزني وهو يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر كيف تزني هذه المرأة ويتأمر بالمعروف وينهون عن المنكر فلا تسمع أبدا بجريم من الجرائم إلا نادرا لفقدان نور وانطفاء على عبد يحصل هذا مرة في الزمان أما أن يعيش أهل البلد يزني بعضهم بنساء بعض لو أقص عليكم ما أسمع وما يسألونني تبكون الدماء نسأل في مدينة الرسول إن يقول في المدينة ماذا تم لنا ماذا الذي حصل ماذا الانتكاس أريد ماذا بعد إيمان أين الأمر بالمعروف عن المنكر حتى الآمون بالمعروف عن المكر يسقعون منهم ويستهزئون بهم ولا يلتفتون إليهم آه ماذا ننتظر تعرفون أو ما تعرفون آه ماذا ننتظر صاح أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في عشية من عشايا لغبار وغيم وسحاب وعواصف ويقول ويل للعاب من شر قد اقترب ويل للعاب من شر قد اقترب فتقول أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثو الخبث نعم نهلك وبيننا الصالحون إذا كثو الخبث هذا حديث الصحيح هذا موضوع وضع القواعد التي لا تنخم على مدى الحياة إذا كثر الخبث ما الخبث الغش الخداع الكذب النفاق الزنا اللواث ماذا أقول أي شيء هو الخبث إذا كثر الخبث ومع الأسف عرف هذا خصومنا عرف هذا أعداؤنا عرف هذا اليهود والنصارى وعملوا وعملوا على نشر الخبث في العالم الإسلامي فخمت ديار العالم الإسلامي بالخبث وندر الطهر فيها والصفاء وهي تتأهل للفتنة العامة والضغبة الربانية وهذا البلد الأمين وهذه البقعة الطائرة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها من يامب المعروف وينهى عن المنكر يحكمون شرع الله تضايق الأعداء تململوا تحرجوا كيف يصنعون كيف يعملون فعرفوا وبسبسوا لنا ومددنا أعناقنا وهبطنا من يوم ما أصبحت العواهر تغني في بيوتنا عرفنا الطريق إلى الهاوية بيت مسلم تدخل تجد رجلا وامرأة ومعهم البنون والبنات وعاهرة تغني على شاشة الفيديو والتلفاز أهذا البيت يحتفن بالطهر؟ والله ما اعتبر إذن في مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا وبكينا تمو بأسواق المدينة فتجد مغاز دكان من أعلى إلى أسفله أشريطة أغاني لعلي يواهم حاول مسجد رسول الله قبل أن تهدم هذه المباني دكان بما يسمى بالدكور أو بالبلكور من أعلى إلى أسفله كله أغاني أشريطا من يشتريها من يغني في بيته آه الله أمر بهذا هل الرسول سمح بهذا؟ وهو الذي يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورا ويغضب ويتجلى الغضب في وجه الطهر فتعف ذلك أم المؤمنين وتقول أتوب إلى الله ورسوله ويقول أزيلي عني قرامك يا عائشة خرقا من الصوف فيها صورة منسوجة بالصوف على نافذة تصرق بها بعض حاجاتها أزيليها عني يا عائشة رسول الله والآن خمت البلاد من الزن والعرض والجرائم ولولا هذه الدويلة التي نسأل الله أن نموت ولا تموت لولا هذا الظل والله إذا رأيتم إن عشتم العجب العجاب إن مسقت القلوب إن طبع نوع الإيمان ونحن شائعون في متاهات لا ندري ما مصيرنا أهيانته كيف يتصور في مدينة الرسول في محاكم الإسلام وشرعي ينتصر هذا الخبث بين الناس جاءني للبيت مو من يبكي قال جاري أشاهد الرجال يدخلون على بيته ماذا نصنع قلت لو أعلمه انصح له ابعث زوجتك لها تنصحها آخر يقول كذا واحدة تقول كذا زوجي يعرف 11 مرأة ما هذا الخبث هذا كيف انتشر دلوني بالسحر يعني والله ما له من أسباب سوى فتحنا أبوابنا وقلوبنا للشياطين الأغاني والمزامر والطبول وما إلى ذلك شيئا فشيئا حتى قسط قلوبه وماتت إلى أكثر وسوف نذوق الألم والمراع إن طالت الحياة بنا هذا الله عز وجل حتى يأمرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي هيا بنا نعمل على أن نتقي الله قولوا للناس اتقوا الله أولا عرفوهم بالله حتى يعرفوا عظمة سلطانه قدرته وجوده رحمته ملكوته حتى يعرفوه ثم عرفوهم بمحابه علموهم ما يحب ربهم وعلموهم ما يكره وعلموهم كيف يفعلون المحبوب وكيف يقدمونه له تملاقا وتزلفا ليرضى ويحبا ولا يعذب ولا يشقي عدنا من حيث بذانا والله ما هناك حيلة لو يخج عمر ما سطع إلا من طريق هيا يجب أن نتعلم كيف نتعلم المدارس والجامعات والكليات ماذا تريد من العلم يا هذا أين يذهب بعقلك قلنا أين آثار تلك المدارس والجامعات والكليات أين آثارها في مظاهر الحياة في العز والكرامة في الصدق والوفاء فالطهر والصفاء في المودة ورحمة والإيخاء فالرقب في الملكوت الأعلى أين آثار ذلك فوجودها أصبح كعدمها لأن العدو الذي يرسم ووضع الخطط ووضع طلب العلم للوظيفة فقط وأتحداكم واسمحولي إن شرتم أو ادعوا علي إلى الآن ما وجدنا من يقول لابنه يا ولدي تعلم كيف تعرف من بكاه تعلم كيف تعبد مولاك تعلم كيف تحصل على رضاه ما نجد إلا تعلم لتكون كذا وكذا تعلم لتصبح كذا وكذا وهذا كان مع الذكور والآن والله مع الإناث أيضا تعلمي لتكون كذا وكذا كيف نرتفع وقد رصقنا لصوقا كامن من الأرض الطريق وقد بححنا ونحن نردد هذه كلمة ومن لها الغافلون أيضا ما أصبحوا يردون سماعا إن أردنا أن نتعلم العلم الذي يرفعنا إلى الملكوت الأعلى هو أن يجتمع نساؤنا ورجالنا في بيوت ربنا هذا الاجتماع على هذه الصورة في بيوت ربنا المتواجدة في كل حي وفي كل مكان من مدننا نجتمع نساؤنا وراء الستار أبناؤنا دونهن فحولنا كأنتم الأمام وموبي بين أيديهم ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثة من حديثة رسول الله يحفظون ويفهمون وكلهم عزم وصدق في أن يعملوا بما علموا فيعودون والأنوار تغموا قلوبهم وجوابهم وذلك كل ليلة وطول العام وعلى مدى حياتنا والله الذي لأ إلى غيره ولا تقول لما يحلف كثير ما ينتقل الناس الحلف الله يحلف وإلى لا رسول الله يحلف وإلى لا لما الحلف حتى يقبل الخبر ويصدق هذا شأن الإنسان إذا لم تحلف له ما تطمئن نفسه لا يمكن لأهل بلد في العالم الإسلامي أن يعود إلى الطهي والصفاء والولاء والمودة والإيخاء إلا إذا سلكوا هذا المسلك الذي سلكه رسول الله والمؤمنون دقت الساعة السادسة وقف العمل لم يبقى مقهى ولا مطعم ولا دكان ولا مطج ولا عمل ولا ولا كل أهل المدينة أو القرية تطهروا وحملوا نسام وأطفالهم إلى بيت ربهم إلى بيت ربهم يستمطرون رحماته يطلبون إله وإنعامه وإحسانه إليهم يتعلمون الهدى والله ما تمضي سنة وما في القرية جاهل ولا جاهل بربها وإذا زال الجهل وحل محلوا العلم لا تسأل عن الطهر كيف ينتشر وعن الولاء والمودة والإخاء كيف يتم كل مظهر من مظاهر الباطل والسوء اختبى وإن شذ شاذ فالشاذ لا حكم له ما نستطيع قلنا لكم كيف لا تستطيعون وأنتم تقتدون بالنصارى وتعتزون بسلوكهم وبنظامهم وديمقراطيتهم وحضارتهم وهم إذا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل ولبسوا أحسن ثيابهم وأخذوا نساهم وأطفالهم إلى دور السينما إلى المراقص إلى المقاصف إلى الملاهي إلى الملائب إلى نصف الليل أو ثلث الليل استطاعوا وإلى ما استطاعوا ونحن ونحن الذين نريد أن نسود الدنيا ونقود البشرية ما نضحي بساعة ونصف نحن الذين نريد أن نخترق السبع الطباق وأن ننزل بالبلاكوت الأعلى في الفراديس العلا هذه المسافة كيف نجتازها كيف نصي إليها نعز نشح حتى بساعة ونصف نتعلم في يهود الله أين يذهب بعقولنا لو كنا عاقلين ليما العلماء ما يوددون هذا كلام ما فهموه لا مكتوب علينا وآية العزاء جاء من صورة العراف قول الله تعالى واتل عليهم من يأمر الله من المأمور رسول الله من المقوء والمثل عليهم نحن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منا كيف ينسلق من أذوك لبسها ثوب يعني تعرفون الحنش يا أهل الصحراء ينسلق من ثوبه ويترك أبيض نظيف ويذهب هو أسود هذا يوجد فالآيات هي كتاب الله وسنة رسوله لانسلاخ منها وضعها على الرفوف وعدم قراءتها ودراستها والعمل بها والتفقه بما فيها هذا الانسل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كيف أتبعه أدركه كان الشيطان خائفا من بعيد يوسوس كذا ما يقو على أن يصي لهذا القلب المأمنوب النور فلما زالت الحصانة وانتهت المناعة إذ كانت في كتاب الله وهدي رسوله أصبح ذاك الإنسان أهل لأن يركبه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فكان من الغاوين من هم الغاوون المسلمون الغاوي من الغي الوساقى الكريب الزنا الربا الرواق الغداع خلف الوعد الكره البغض هذا غي ولا لا فكان من الغاوين لأن الشيطان هو الذي يغمسه في هذه الأقياع يعلمه الخيانة والكذب والفجوع والباطل والشرك فكان من الغاوين ولو شئنا رافناه بها لماذا الآن ما يقرأها العرب المسلمون هذه في سورة العراف ما يقرأون على الموت هذه طويلة سمعتم ولو شئنا لا رفعناه بماذا بها أي بالآيات هل هناك رافع لأمة العرب من هبوطها وسقوطها غير آيات الله والله لا رافع جربوا الاشتراكية وإن لا اشتراكيتنا نوال من يواليها ونعاد من يعاديها وتمشلق وتمنطق أكثر من أربعين سنة وبعد أين وصلوا الجمهورية أين آثار الجمهوريات أصبحت نيرين أحرقت من فيها ومن بها والآن يطالبون بالديمقراطية والأعدان ولو شئنا لا رفعناه بها ما هي الغافعة آيات الله هل سبق أن رفعت وإلى لا سبق أن رفعت أمة العرب حتى أصبحت مضرب المثل في الكمال البشري أمة جاهلة واصقة بالأرض وثنية تعبد الأوتان خمس عشرين سنة فقط رفعتها ولكنه أخلد إلى الأرض هذا هو هذا الواقع أخلد إلى أين إلى الأرض خبز للجميع أبناء 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 تعلموا لأجل وظيفه الخبز كل شيء الخبز الآن واقع في أعلان الحمد لله يبيع كذلك الحمد لله كل شيء لكذا لا إله إن الله إذن انظر انظر واتبع هواه لا عقله ولا هدى الله له إذن وماذا حصل فمثله كمثال الكلب لو ما كنا نحفظ القرآن أن نقولها كيف القرآن في هذه الكلمة صح ولا لا فمثله كمثل الكلب من هذا هذا الذي انسلق من آيات الله ومشى في ظلمة الحياة فاستولت عليه الشياطين فأغوته وحطمت كرامته وأصبح في هذه الوضعية كالكلب في أي شيء إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث بالتجريبة إن جريت وراء الكلب والعصر بيده لهث أخرج لسانه وإن تركته تحت الشجرة والظل والما بين يديه والله يلهث شاهدناه فوالله لن ينتهي لهث العرب المسلمين إلا إذا عادوا إلى الغافع لا فلسف ولا باطل ولا ولا قال الله قال رسوله إيمان صادق وقلب متفتح يهد الملكوت الأعلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لو كنا صادق يقول يا ربي كيف نتقيك علمنا علمنا دلنا يقول عليكم بعلمائكم يعلمونكم كيف تتقون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل لا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح فاق من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا بالأمس أن هذا النداء يحمل ما يلي أولا الأمر بتقوى الله عز وجل أهيا نطع ربنا أما نادانا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا قلنا لبيك اللهم ولبيك مر نفعل إنهى نجتنب بشر نفرح أنذر نخاف ونحذر علم نتعلم كلنا استعداد وذلك لأننا أحياء لأن الإيمان روح وصاحبه حي والحي يسمع ويأمر وينهى ويمتثل ويتوق لكامل حياته اتقوا الله ما معنى أمره لنا بتقواه أمره لنا بتقواه أن نتقي غضبه وغضبه وصخطه وعذابه أما الله تعالى كيف نتقيه بما نتقيه وإنما نتقي غضبه وصخطه وعذابه اتقوا الله اتقوا الله وقل اتقوا الله خافوا ارهبوا اخشوه ولازم ذلك أن تطيعوا إذا مرة أخرى نتقي الله بطاعته فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر لا يمكن لآدمي أو جني أن يتقي عذاب الله وصخطه بدون طاعته عز وجل أطيروا بفعل ما أمركم بفعله وترك ما نهاكم عن تركه والمأمور والمنهي يدور على أعمال القلوب والألسن والجوارح إذا أمر الله بمعتقد سواء استطعنا إدراكه وفهمه أو عجزنا لضعفنا أمرنا أن نؤمن بأنه تعالى فوق عرشه باء من خلقه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وينادي هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فاطئة فنقول آمنا بالله كيف ينزل لا آمن فقط وذلك لعجزك يا ابن آدم لضعفك لعدم قدرتك على ذلك وقد عرفنا أن طاقاتنا محدودة الطاقة البدنية صاحب ويستطيع أن يحمل كيس من الدقيق وقد يعجز عنه آخر الطاقة البصرية قد تبصر إلى مدى ستة أميال عشرة أميال ويعجز بصرك ما تستطيع طاقة سمعك قد تسمع صوتا نداءا من ثلاثة أميال من عشرين ميلا وتعجز ما تستطيع فكذلك عقلك يدرك في حدود محدودة ولا يستطيع أن يدرك كل شيء فإذا أمرنا الله تعالى بعقيدة يجب أن نعتقدها ونعقدها في قلوبنا سواء قادرنا على فهمها أو عزيزنا والمثال الذي ذكرت لكم واضح الله إذا كان ثلث الليل ينزل إلى سماء الدنيا وينادي لا نقول كيفا الله يخبرنا رسوله فيقول إن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته إذا قلت الله أكبر ودخلت في الصلاة الرحمن جل جلاله ينصب وجهه لك وهو معك لا تقول كيفا يعلم السر وأخفى يعلم نبضات العرق وتدفق الدم بها لا يخفى عليه شيء فالأرض ولا في السماء وهو السمير العليم أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال كان الله ولم يكن شيء قبله إذا وإذا أمرنا أن نقول قولا يجب أن نطيع الله ونقول ولو كان ذلك القول يتنافى مع أغراضنا مع شهواتنا مع أطماعنا مع متطربات حياتنا قد أمر الله فأطيعوا اتقي عذابه بطاعته نهانا عن قول أو عمل ينبغي أن ننتهي إذ تقوى تقوى الله عز وجل تكونوا بالخوف منه ورهب والخوف ورهب يحملان العبد على الطاعة الخائف يطيع والذي لا يخاف ما يطيع وأذكركم بشأن التقوى وهي أنها الخطوة الثانية في تحقيق ولاية الله عز وجل من أراد أن يصبح ولي لله أو يمسي من أولياء الله فعليه بالإيمان والتقوى فالذين لا يتقون الله لا يصبحون أولياء الله أبدا أمر مفروغ منه وذلكم لما حفظتم وعلمتم من قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزن لا يحزن للموت مرأة ولا ولد ولا مال اعلم أنه ولي والمع لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في البرزخ أي في الحياة بين الحياتين ولا يوم القيامة من في عنهم الخوف والحزن أعداء الله هم محط الخوف والحزن في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائلا منكم يقول من هم أولياءك يا ربي الذين قلت إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد يقول لك العوام سيد عبد القادة مولاي إدريس سيد العيدروس لأنهم لا يعرفون أولياء الله بين الناس أبدا أولياء الله الذين ماتوا وبنيت على قبولهم القباب ووضعت عليها الستائر الحهير وأنيت بالمصابيع أولئك أولياء الله أما أولياء الله أحيا في الأسواق المتاجه المزال لا أبدا تكرر هذا القول بلغوه ما زال نسبة خمسة أو تسعين في المئة منا معاشر المسلمين لا يعرفون أننا أولياء الله أولياء الله الذين ماتوا وعبدوا وعبدوا من دون الله بالذبح لهم والنذي لهم والحلب بهم والخوف منهم والاعدداء هكذا عند وجودهم أمام قبولهم أولئك الأولياء أما الموجودون على صفح الأرض يبيعون ويشترون ويحرفون ويحصدون ما هم بأولياء هل هناك من يرد علي لعل يواهم وقد عرفنا سر ذلك معرفة علمية يقينية أراد الثالوث الأسود أراد العدو أن يهبط بنا لنصبح دونه فقنن هذه القوانين وحصل ولاية الله في الموتى فقط من أجل أن يستبيح الأحياء دماء بعضهم بعضا وأعراض بعضهم بعضا وأموال بعضهم بعضا فترى المسلمين في القرية هذا يزن بمرأة أخيه هذا يسرق ماله هذا يسبه ويشتمه هذا يتكبر عليه ويترفع فوقه هذا يزدريه ويحتقره ولا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا مع ولي من أولياء الله ما يقدر على أن يقول في ولي يا كذا ممن ماتوا وبنيت عليهم القباب هل فهمتم هذه وبلغتموها أو ما زلنا نبكي فقط هيا نساف إلى دمشقا أو بغدادة أو القاهرة المعزية أو كاراتشي الباكستانية أو اسطنبول وبمجرد ما ننزل من الطائرة وندخل المدينة أول من يقابل من أهل الملاد نقول يا سيد جئنا لنزور أحد أولياء الله في هذه المدينة فمن فضلك دلنا على ولي والله إن لم يكن حضر في هذه الحلقة وعرف لا يقودنا إلا إلى قبر ولا يفهم أن في كاراتشي ولي بين الناس ولا في اسطنبول ولا بغداد ولا دمشق ولا مراكش اللهم إلا الذين بلغتما للدعوة وقد انتشرت فهموا أما أولئك لا يفهمون وليا بين الناس ولهذا السب الشتم التعيير التلصص السريقة الخيانة الزنا الفجور لا إله لو كانوا مع أولياء الله يفعلون هذا أحدهم ما يستطيع أن يحدف في الكذب بولي من أولياء الله هل عرفتم من هم أولياء الله؟ الجواب من الرب الأرباب إذ قال في بيان ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون فاحذر يا عبد الله احذر يا أمة الله أن توذي ولي من أولياء الله ولو بكلمة شزرة نظر شزرة أو كلمة قاسعة تدخل سوق المؤمنين وتخرج تدخل مساجدهم وتخرج ما تجد من يسب أخا له أو يشتمه أو يعيره أو يحاول أن ينال منه شيئا من مالها وجسمي وعيضي لأنهم أولياء الله من يؤذي ولي الله والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحاب وإني لأطأ لأوليائي كما يطأ الأسد الحيد الذي يعرف هذا يعتدي على ولي الله يصخر منه يستهزي به يمكر به يفجر بمرأته والله ما كان يعرف إذا عرفتم بما تنال ولاية الله تنال بأمرين اثنين الإيمان والتقوى الدائم المتجدد المتكرر إذ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون من الله حتى لا يغضب عليهم ويسقط أو يمحو اسمهم من ديوان أوليائي كيف نتق الله يا أبناء الإسلام نتقي بطاعته بالإذعان له بالتسليم له إن قال آمن قلت آمنت قال قل قلت قال قف وقفت قال سير سيرت هذا هو الإيمان وهذه التقوى إذا اتقوا الله وبالأمس نبهت وعلمت وقلت الذي لا يعرف أوامر الله ولا نواهيه أسألكم بالله هل يتقي الله كيف يتقي فلابد من معرفة كل ما يحب الله وكل ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال بل والصفات والذوات أيضا في صفات يكره الله لا يحب لعبده أن يتصف بها ألخ يلا ومشت التكبر إذا كيف نستطيع أن نعف محاب الله ونستوفيها ونعف مساخط الله ونجمح ونصبح عالمين بما يحب ربنا وبما يكره أهل بالمنام هذا يحصل؟ بالتمني يحصل؟ أسألكم من لا يحصل بما؟ يحصل بالطلب أطلب تجد وحسبك أن تسمع قول الله في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تهلمون فاسألوا هذا فعل أمر إلا لا؟ أَيَأْمُرُنَا وَلَا نَلْتَفِتِ لَأْمِهِ كَفَرْنَ بِهِ أَمْ تَكَبَّرْنَا عَلَيْهِ أَمَّا عَضَى أَصْعَابَنَا أَلَيْسَ هَذَا أَمَرُهُ يَا مَنْ لَا يَعْرِفُ مَحَابَ اللَّهِ يَجِبُ أَنْ تَسْأَلَا الْعِلْمِ عَنْهَا حَتَّى تَعْرِفَا يَا مَنْ لَا يَعْرِفُ مَسَاخِطَ اللَّهِ إِسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ حَتَّى تَعْرِفَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتْرُكَهَا حَتَّى لَا تُغْضِبَ الْرَبَّ عَلَيْكَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللَّهِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ هذا ابن مسعود وقف الصف وقال يا رسول الله أي شيء أحب إلى الله؟ أي شيء أحب إلى الله؟ قال في الجواب جواب العالم الصلاة على وقتها أحب شيء الصلاة على أول وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين فأصبح ابن مسعود يبر بأبويه يؤثرهما على نفسه يجوع ولا تجوع أمه يعرى ولا يعرى أبوه قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما نوذي إلى الجهاد إلا كان في وسط الصد يسأل وإلى لا؟ والرسول نفسه يعلم بالسؤال فيقول آلا تعرفون آلا آلوا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله أي نبئنا خبئنا لما ينبئهم بأكبر الكبائر؟ ليجتنبوا حتى يحقق تقوى الله إليهم بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله قال الشرك بالله فلم يبقى ممن سمعوا من المؤمنين والمؤمنات من يرضى بأن يشرك بالله ولو في كلمة أبدا أبدا الشرك بالله باعتقادي وجود من يخلق أو يرزق أو يدبر أو يحيء يميت أو يعطي أو يمنع أو يضع وينفع في هذه الأكوان الشرك في عبادة الله فلا يصرف عبد الله ولا أمته عبادة الله لغير الله ولو بنحنا كثيرا من شبيبتكم أيها المؤمنون ومن أحفادكم وأولادكم هاتذة لما يقبل يد أبيه أو الشيخ هكذا يسجد عليه أرأيتم هذا وإلا ما فهمتمه يقبل وهو فعل أطول منك هل يجوز هذا هل هناك من يستحق أن يسجد له على الجبهة ولا فيه سوى الله الركوع لمن أبطال الكوى والعياذ بالله لما ينتهي اللاعب ويجد أن يتفرقوا يركعون للشيطان ومع الأسف وفيهم من يزعم أنهم مؤمنون أرأيتم كيف يركعون رأيتم يركع كما يركعون أعلمنا بس يركعون للشيطان الكاراتينة لا يحل للمؤمن يؤمن بالله ولقائه أن يصرف عبادة من عبادات الله لمخلوق من مخلوقات الله مخلوق يحمل الخرؤة والبول العفن في بطنه كيف يركعون له ويسجد كيف ينحن له وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيد البشر والله ما رضي أن يسجد له جاء أحدهم من أهل الشام وأراد أن يفعل كما يفعل مع حكامه ومسؤوله قال لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حقوق ولكن لا سجود إلا الله الحلف هذا الشرك واضح بيننا وضوح الشمس والقمر ثلاثة أرباع المسلمين لا يحلفون إلا بحق فلان سيروا كأن هذا ليس من الشرك أبدا بل يحلف بالله سبعين مرة ولا يباري ولا يستطيع أن يحلف بولي من أولياء الله الموتى وقد كررت القول على علم لتنقلوه أنه حدث أيام الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا أخذ بعض القضاة يحلفون الخصوم بالأولياء ولا يحلفونهم بالله وسألناهم فقالوا إذا قلنا احلف بالله يحلف سبعين مرة ولا يباري إذا قلنا خذه إلى سيد فلان وليحلف به عندهم يرتعد ويخاف قال حفاظا على حقوق الناس حلفناهم بغير الله مع أن الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترملي من حلف بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد كفر وبينا لكم الشرك كيف أشرك فيما في عظمة الله أشرك في تلك العظمة مخلوق من مخلوقات الله لأن أصل حلف هو تعظيم المحلوف به وإجلاله وإكباره لما له من سلطة وقوة وقدرة وجناب عظيم فإذا حلفت بمخلوق أعطيت مما هو لله لهذا المخلوق أشركته في العظمة ولا لا إذا صدق رسول الله من حلف بغير الله فقد أشرك أشرك هذا المخلوق في حق الله في عظمة الله لعلكم ما تعلمون أن الفطر البشرية في الجاهلية أنه لا يحلف إلا بشيء عظيم لا يحلف بالشيء المهان كالقط والكلب وما إلى ذلك يحلف بما هو عزيز وعظيم فمننا من حلف بغير الله قد أشرك في عظمة الله وجلاله وكبرياه هذا المخلوق الذي حلف به واضح الشرك ولا لا يبقى والكفر كيف أما قال فقد كفر كيف كفر وقد قلت لكم وعلمتم أن الكفر فمعناه الجحود التغطية السطر وإلى لا فمن حلف بغير الله فقد غطى الله وسطره وجحده حتى حلف بغيره لو تجلى له الله عز وجل لا ما يستطيع كيف يحلف بغيره فمن حلف بغير الله فقد كفر الله وجحده لو ما جحده لما ما يحلب به واضح هذا ولا لا كيف يحلب بغيره وهو يوم به كفر وماذا نصنع مع هؤلاء نقول لهم توبوا قولوا لا إله إلا الله إذا لابد من معرفة ما نتق الله تعالى فيه وهو أوامر نواهي جاءت في كتابي وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يعرف تلك الأوامر ولا تلك النواهي والله لن يكون ولي الله ولو طار في السماء ونحن نشارد أو غاص في الماء ونحن نبصر والله ما هو بولي الله أبدا تذكرون هذه وإذا نسيتمها قالت الحكماء ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه إذا أرادك الله وليا له وأنت جاهلا علمك كيف يعلمك يعطيك ذكاء فارطا ما تسمع كلمة إلا تحفظها يبعثك إلى حلق الذكر ويدفعك دفعا يبعث بك إلى أبواب العلماء وتقع الباب وتسأل حتى تتعلم لأنه يعلمك بالإيحاء الخاص ما أنت بنبي ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه وما هو الطريق لتعليم المؤمنين والمؤمنات محاب الله ومكاره ما أجبتم عنه بالأمس ما هو المدارس المعاد الكليات الجامعات حقا هي وضعت للتعليم ولكن صرفناها لغير الله قلنا لهم أتركوها لدنياكم أتركوها لتعليم الصناعات ومهن الحياة وأما تعليم محاب الله ومكاره فإنه لا يتم في غير بيوت الله عز وجل إذ الآت إلى المسجد لا يرجو شهادة يظفر بوظيفة بها ولا سمع وشهر يرتفع بها يجيء يتململ يطرح بين يدي الله في بيته يتعلم محاب ومساخطه ليحب ما يحب ربه وليكره ما يكره ربه وليعمل محبوب ويقدمه لمولاه ويبعد عنه المكروه والمبغوض له يا علماء الإسلام أين أنتم ماتوا سبحان الله أين علماء الإسلام كأنني قاربت الموت فلهذا ما أصبحت أخاف أين العلماء لا وجود لهم أو غطيتموهم كذا شهرا بل سنة ونحن نقرر هذه الحقيقة لن نعود إلى الصراط السوي والطريق المستقيم لنكمل ونسعد إلا إذا عدنا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وهو أن يجتمع نساء القرية ورجال القرية وأولادهم في جامعهم الذي بنوه باللبن والطوب بالخشب والشجار أو بالحديد والإسمينة يصلون المغرب ويجلسون جلوسنا هذا النساء وراء والأطفال دونهم والفحول أمامهم ويجلس لهم عالم رباني ليلة آية من كتاب الله وأخرى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى مذهب ولا فرقة ولا طائفة ولا جماعة أهل القرية كنفس واحدة إذ يعلمون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العبادة في الآداب في الأخلاق في المعاملات أصبح أهل القرية كنفس واحدة لم تمضي سناء وهم أولياء الله لو رفعوا أيديهم إلى الله على أن يزيل جبل لأزاله يصبحون في حماية الله من عاداهم أعلن الله الحرب عليه فمزقه وشتت جمله وأهلكه ولا يكلف هذا المؤمنين شيئا لا يوقف مزارعهم ولا متاجرهم لا يوقف أعمالهم أبدا كل البشر إذا دقت الساعة السادسة مسان وقف العمل وأقبلوا على الله والباطل والأكل والشرب والمؤمنون عاب وعجم في قواهم ومدنهم أولى بهذا وإلى لا ولا سبيلا إلى توحيد أمة الإسلام وجمع كلمتها وجمع قلوبها وإطفاء نار التحذب والخلاف والفتنة بينها إلا هذا الطريق أحببنا أمكرنا ووالله لن يشعد حكامهم ولن تطيب حياتهم ولن يشعروا بطمأنينة ولا سلامة ولا سعادة إلا على هذا المنهج من يرد علي يا أهل البصائر قولوا عندنا مثل يا أهل القارية الفلانية نسألكم بالله من هو أتقاكم لله لا يسق ولا يزن ولا يكذب ولا يقون الجواب أعلمنا أو في هذا وهم في أي مكان أعلم أهله أتقاهم لربه لما؟ لأنه عرف عرف الله وعرف ما يحب وما يكره وعرف ما لديه لأعداء وما له لأوليائه فاتق الله أما أنت أمورا جاهلا بتقوى الله لن يتقي الله مرآن لتقوى الله ما زلنا ننادي يا علماء الإسلام هيا والله والله لولا المسجد النبوي لا رحلت إلى قارية أو في حي من حياء مدينتنا وناديت في أهل الحي أن اجتمعوا هاتوا نساكم هاتوا أبناكم نصل المغرب ونجلس إلى صلاة العشاء ونحن نبكي بين يدي الله ونتضرع له نتعلم هداه ونتعرف لمحابه كل ليلة وانظر إلى ذلك الحي كيف يزدهر كيف تطيب النفوس وتطهر القلوب ويتم الإخاء المودة والحبة أترك أبوابكم مفتوحة طول الليل من يأتيها ما هناك من يجد ماذا نصنع وشيء آخر قلت غير ما مرة حتى في البلاد التي فيها الحكم العسكري والضغط لما يشاهد المسؤولون اجتماع الجماعة القرية في مسجدهم على هذا النوع والله لأتوا وجلسوا معهم واطمأنوا واستفادوا أموالا كثيرة يصبحون في غنى عنها لأن هذا التجمع في الله ينتهي معه الفقر المدقع لأن العام الناسط مبارك العمل ينتهي الإسراف والشهوات والبذق الخبز والزيت كافيا ما نريد البقلاوة والحلاوة والثياب واللباس والله ليتوفر المال وتستويح الدولة ما نستطي نفعل ماذا يا علماء أين كتاب مفتوح إلى علماء المسلمين وحكامهم إلى مسؤول أمة الإسلام علماء وحكام بمن البداية بالعلمة وإلا بالحكام بالعلماء الحكام يكفيهم مهمتهم لابد وأن العلماء هم الذين يقعون أبوابهم ويقدمون الهدى لهم آل علماء هذا كتاب مفتوح كأنما وزعناه على القبور إلى الآن سنة الآن هذا في فاتح محرم والله سنة كأنما نشرناه على قبور الموتى ما بلغنا أن عالما حاول هذه الحركة بأدب واتصل بالمسؤولين وقال نجمع إخواني في هذا المسجد لا فالشيق ولا فالغرب لا فالعرب ولا فالعجم أبدا كأن هذا كلام باطل أو خرافة أو ضلالة أو يجلب بلاء أو يسوق إلى فتنة والله لا ذا ولا ذا ما هو إلا أن نعود إلى الله لنطوى ونصف ونكمل ونسعد لينتهي الخبث من ديارنا ينتهي الشر والفساد ليظهر الحب والولاء لينتهي كل مظهر مظاهر الضعف والربوط إلي السلم للذوق وهو ما قال تعالى واعتاصم بحبل الله جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي قال العلماء حق التقوى أن يذكر الله فلا ينسى وها نحن نذكره ولا نسى وأن يشكر فلا يكفر له نعمة ولو خيط في إبراع ما من نعمة إلا والله مجدها والمتفضل بها لما تفتح تنذق الحمد الله أن نظرت بفضل الله وأن يطاع فلا يرصى لا في أمر أوجبه ولا في نهي حرمه وهنا جاءت آية من صورة التغاب خففت عن نفوس المؤمنين وهي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله بالقدر الذي تقدرون عليه وتستطيعونه فمن أراد أن يحمل كيسا يحمل فإن عجز تركه لا يقول لنا ما نستطيع أولا قم طاعة لله واحمد أراد أن يصوم ما يقول ما نستطيع يصوم إذا أذن الظهر عاجز أبطى ثم يعرف أنه اتقى الله في حدود طاقته فاتقوا الله ما استطعتم هذه كلمة خصصة لعموم هذه الآيات وما قاله العلماء نعيش عليه نذكر الله فلا ننساه ونشكر فلا نكفره ونطيعه فلا نعصيه ما قدرنا على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاحفة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نادانا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه فكان هذا شرفا لنا وإلا من نحن وما نحن حتى ينادينا ملك الملوك ذو الملك والجباروت المحي المميت الذي يضع الأرض في كفه ويطوي السماوات السبه في أخرى من نحن ولكنها منة الله علينا حيث أرزقنا الإيمان به وبلقائه وبكتابه ورسوله وقضاءه وقدره فحيينا أي أصبحنا أحيا نسمع ونبصر وننطق ونأخذ ونعطي لكمال حياتنا فلما أحيانا نادانا يا أيها الذين آمنوا فأجبناه لبيك اللهم لبيك مر نفعل إنهى نطق بشر نفرح أنذر نحذر نحذر علم نتعلم هذا استعدادنا معصر الأحياء أما الأموات أن نالهم ذلك هذا النداء الكريم اجتمل على ما يلي أولا على الأمر بتقواه عز وجل حق التقواه وعرفنا زادنا الله ما عرفا أن الله يتقى عذابه وسخطه وغضبه يتقى بطاعته وطاعة رسوله يا من يريد أن يتقي عذاب الله فلا ينزل عليه وغضب الله وسقط فلا يكن عليه أعطع الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله تكون بماذا بفعل الأوامر المستلزم الوجوب وبترك النواهي المستلزم التحريم بهذا يطاع الله ورسوله وبهذا يتقى الله جل جلاله وعظم سلطانه وهنا بكينا وقلنا ما هي أوامر الله وما هي نواهي ما عرفنا ماذا نصنع ما نستطيع أبدا أن نطيع في شيء ما عرفناه ولا في شيء ما عرفناه فتقرر عندنا أنه لا بد من طلب العلم ومن أعرض ولو رأسه وأبى فمصيره مغرف من أعرض أعرض الله عنه لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه والطريق إلى ذلك سؤال أهل العلمي إذ قال تعالى في آيتين من كتابه العزيزة من صورة النحل والأنبياء قال تعالى اسمعوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمراد بالذكر القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن سأل وعلم عرف واتق الله ومن لم يسأل ما يعرف وإذا لم يعرف كيف يتق الله مستحيل ونظرنا إلى أمة الإسلام ذات الألف مليون مضت عليها قرون وخمسة وتسعون في المئة لا يعرفون أوامر الله ولا نواهي ولا نواهيه كيف يتقون الله كيف يتقون نقمه وعذابه وبأساه ومن ثم سلط عليهم أعداءه وأعداءهم فسادوهم وحكموهم وأذلوهم وتحكموا فيهم وأهانوهم وأخرجوهم عن دائرة الكمال ومازلت أقول وإن العالم الإسلامي لا ينتظر ساعة من أسوأ الساعات وأشبهها لأن الله تعالى مكن لهم في الأرض فأبوا أن يعبدوه وأعرضوا عنه وعن كتابه وذكريه وغراتهم الحياة الدنيا بزخارتها وقد كرمنا القول أين ربكم بالنصر إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْ صَادِعَ إِذَا فالعالم الإسلامي تحت النظر في إمكانهم أن يُعلنوا عن وحدتهم في أربع عشرين ساعة والصوت يدوي فيدخل كل بيت من أقصى الشرق إلى أقصى الأرض وهذا كان متعذياً ومستحيلاً فيما مضى في إمكانهم أن يجتمعوا على كتاب واحد يدرسونه كلهم رجالاً ونساء في العالم الإسلام بكاملهم ولا مشقة ولا مشقة في الإمكان أن يُبايع إماماً لهم الله أكبر إمامنا فلان وإذا بالأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسهل من أكلها البقلرة وشوبها الشاي فقط تسلم قلوبها ووجوها لله وتصبح بلاد المسلمين حقاً بلاد المسلمين لا فرق على عربي ولا فضل لعجمي في إمكانهم أن يطبقوا شريعة الله زال الجهل وظهر العلم أربعين يوم يجتمع علماء الفقه وقد وضعوا الدستور الإسلامي كثير أربعة أيام لا أربعين يوماً وفي أربعين يوماً يطبع منه مئات الآلاف ويوضع في يد كل حاكم لكن ويقول لمسؤوله طبقوا شريعة الله كان هذا مستحيلاً في القرون الماضيع ما طير في السماء كالملائكة ما المانع أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله حتى تنتهي الفوارق لا عنصريات ولا تحزبات ولا مذاهب ولا تجمعات مسلم فقط هذا الخير متوفر والمسلمون معرضون ماذا عسى أن يكون مستقبلهم أهملهم الله إن لله سنناء صدق يا أبا عبد الله قال أمهلهم إي نعم إن الله يمهل ولا يعمل وكأننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره ذاكا يخطب المؤمنين ثم قال لهم إن الله ليملي للظالم يزيده حتى إذا أخذه لم يفلته وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديدا ما المراد بالقرى العواصم الحواضر ما يقرى البادع إذ البلام في المدن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى والحال أنها ظالمة ظالمة لربها ظالمة لنفسها ظالمة لغيرها أي ما نهجت منهج الله المؤد إلى سعادته وكمالها كالذي يحتسي السمع ويصرب الخمراء ويلاعب الأفاعي الحيات يسلم هذا إذا إن الله ليملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إذا أن على المسلمين أن يتعلموا ما حاب الله ومكارهه وكيف يؤدون تلك الفراير على الوجه الذي من شأنه أن يولد لهم الطاقة النورانية في قلوبهم هل تعرفون وقد تكرر العلم عندنا أن هذه العبادات مولدة للنور أنت لا تدري إذا صمت ماذا حصل وإذا صليت لم تدري ماذا حصل إن هذه العبادة التي شرعها الله العليم الحكيم لعباده شرعها لهم من أجل تزكية نفوسهم وتطهير أضاهم إذا كان الماء والصابون من شأنهما تطهير الأجسام الأبدان أو الثياب فكذلك العبادة إذا أداها عبد الله أو أمط الله بإخلاص لله أده وقلبه مع الله لا يلتفت لا سوى الله وأده كما بيّنها رسول الله فلا زاد فيها ولا نقص منها ولا قدم جزءا ولا أخرى آخر هذه العبادة تولد النور المسمى بالحسنات المسمى بالحسنات فإذا زكت روح العبد أو الآماء أراضيه الله قبله أرافعه إليه أما إذا كانت روح خبيثة عافنا من أعضار الذنوب والآذم ولم تزك يوم ولم تطهر ساعة فهذه الروح مصيرها سجين أسفل الكون ما ترتفع إلى الله ولم تصل إلى الملكة الأعلى هذا كتاب الله أما قرأنا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَى الْجَمَلِ فِي سَمِّ الْخِيَاصِ مَتَى يَدْخُلُ الْبَعِيرُ فِي عَيْنِ الْإِبْرَى مُسْتَحِيلُ صاحب الروح الخبيثة المنتنى بأوضار الشبك والمعاصي مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ رُحِي أن ترقى الملك في الأعلى وعرفنا حكم الله الصاد علينا إنسا وجنا أولين وآخرين حكم الله الذي لا يوارب إذ قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَا هَلْ فِي الْإِمْكَانِ أَنْ يُنْقَضَ هَذَا الْحُكُمُ مَنْ يَقْوَ عَلَى نَقْضِهِ أَوَ التَّعْقِيبِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْقَائِلُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ الْحُكُمِيهِ هُنَا تَقَرَ مَصِيرُكَ يَابْنَ آدَمُ وَيَابْنَ الْجَانِ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ عَلَى تَزْكِيَةِ نَفْسِكِ فَزَكَّيْتَهَا فُزْتَ وَأَفْلِحْتَ وَنَجَوْتَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسَكَنْتَ الْجَنَّةِ دَارِ الْأَبْرَابِ وَإِنْ أَنْتَ لَوَثَّهَا بِأَكْلِ الْرِبَا وَطَعَاطِ الزِّنَا وَسَبِّ الْعُلَمَاء وَاشْتَمْتِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْبَحَتْ عَافِنَا كَأَوَاحِ الشَّيَاطِينَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أَنْ تُقْبَلَ هَذِ الْرُوحِ فِي الْمَلَاكُرُثِ الْعَلَى الذي خلق الماء العذب والصابون المطاهر للأبدان هو الذي أوجد كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الله أكبر أو الحمد لله ما قالها مؤمن موقناً بها عالم بمعناها إلا وعملت في نفسه الزكاة والطهر والصفاء ولن تتخلف ولا قال كلمة سوء أو نطق بكلمة باطل أو خبث إلا وانعكس أثروا على نفسه ظلماً وعفاً ونتٍ والعيال بالله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته وقد علمتم أننا نذكره ولا ننساه ونشكره ولا نكفره ونطيعه ونطيعه ولا نعصيه بذلك نكون قد اتقينا الله حقة قهفه أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يطاع فلا يرصى بهذا أمرنا وأن ننتقل إلى الأمر الثاني أو النهي وهو قوله بعد أن نادانا وأمرنا بتقوى حق التقوى نهانا أن نموت على غير الإسلام فقال تعالى وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ وَالْلَّا مُنَاهِعَ لَا تَمُوتِيَا عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا وَأَنتَ مُسْلِمٌ لِمَا أَمَرَنَا بِتَقْوَى وَحَقَ التَّقْوَى من أجل أن يرفعنا إليه بعد أن يطهرنا ويزكي نفوسنا سنة وهو ذا ينهانا عن الموت على غير الإسلام لماذا؟ خشية أن ننقطع فقد تزكي نفسك أربعين سنة بل سبعين سنة ثم تقول كلمة الكفر فتتحول إلى عفا وإلى نتن والعياذ بالله ويحال بينك وبين الملكوت العداء لأن كلمة الكفر إن عردتم مثلا لها حبة الهيدروجين أو الذرة وزن حمصة تنسف مدينة بكاملها كلمة الكفر كلمة واعدة تبطل كل أمل صالح قد عملتها ولا عجب ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون فإن من مات غير مسلم حرم من لقاء الله استهال أمره أن يرفع إلى الملكوت العلاء وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سَبَقَ أَنْ بَيَّنَّا لَا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ الإسلام هو أن تُسْلِمَ قَلْبَكَ وَوَجْهَكَ لِلَّهِ يَا فُلَانْ أَسْلَمْتَ حَقْ فُلَانْ بمعنى أَدَّيْتَ أَوَلَا لَا فما معنى أَسْلِمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أُسْلِمْ هَذَا أَسْلِمْ قَلْبَكَ وَوَجْهَكَ لِلَّهِ فالمسلم الحق عبد أسلم قلبه ووجه لله تعالى وفي القرآن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجه لله كيف نعطي وجه لربي لا ننظر إلا إليه لا نعاء إلا هو كيف نسلم قلب لله لا يتقلب أربع عشر ساعة إلا في طلب وضى الله هذا إسلام القلب والوجه لله ما لنا إلا الله نأكل ونشرب لله نبني ونهدم لله نبيع ونشتري لله ننام ونصيق لله نتزوج ونطلق لله لا تخرج أبدا أعمالنا عن دائرة رضى الله عز وجل هل عرف المسلمون هذا هل في الإمكانهم أن يفعلوا ما يصدروا ما يعرفوا إنما يخشى الله من عبادي العلماء إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَوْ خَشِعَا أَعْلَمُنَ بِاللَّهِ أَتْقَانَا لِلَّهِ أَجْهَلُنَ بِاللَّهِ أَفْجَرُنَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عرف هذا الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصارى معف يقينيا فأبعدون عن العلم ووضعونا فيه ماذا برك الجهل نشرب منه ونركع القرآن يقع على الموتى منذ قوابة ألف سنة لا يقع القرآن على الأحياء الموتى فقط من أندونيسيا إلى الدار البيضاء القرآن يقع على الموتى سخرية هذه استهزى هذا أجنون هذه أموت هذا ماذا تضع بين يديك ميت وتعظه وتخوفه وتهدده بعذاب الله في الآيات يقوم يتوضى ويصليه يقوم يستسمح منك ويقول سامعني كيف هذا أين عقولنا لا إله إلا الله القرآن يقع على الموتى من فعلها لبنا العلم وبقية الأنواع المحمدية السنة النبوية ماذا فعلوا بها قالوا السنة فيها النسخ المنسوخ والخاص والعام والصحيح والضعيف أتوكوها ويكفينا مصنفات الفقه التي صنفها علماؤنا فما أصبح الرسول يرك بينهم من يقول قال رسول الله الله إذا فأبعدهم العدو عن مصدر حياتهم كاملها لا كتاب ولا سنة كيف نعرف الله والطريق إليه معاشر المستمعين وخاصة الغرباء والزوار هل بلقكم هذا الكلام وسمعتموه هل فهمتم ما سمعتم دلوني على شخص يقول تعال اسمعني شيء من القرآن في قرية ولا في حاضرة في أي مكان هجر كتاب الله والذين يقرأونه يقرأونه ليأكلوا الخبز والحليب من أجله على الموتى لا ليعرف الله ومحابه ومكابره إذا أنصح لكم بالتالي يا من صح عزمه على أن لا يموت إلا مسلم إليك هذه التعالم أولا ألا تنسى الله أبدا دائما معه إذا أكلت بسم الله شربت بسم الله فارقت الحمد لله نمت بسم الله استيقظت بسم الله أخذت المعول أو الفاسع بسم الله ضغبت بسم الله حياتك كلها مع الله فمثلك لا يموت على غير الإسلام الذين يتعرضون للموت على غير الإسلام هم الذين يُعرضون عن ذكر الله هم الذين ينسون الله أخذت إذا فأول ما ينبغي أن نعلم ونعمل ألا ننسى الله أبدا نذكره طول النهار والليل حتى عدد دخول إلى المرحاض تقول بسم الله الذي لا إله هو أعوذ بالله من الخبث والخبائد الرجس النجس الشيطان الرجيم وثم تسكت ما تتكلم خرجت ألقيت برجلك اليمنى خارج المرحاض قل الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في جسم قوته إذا هذا أول عمل ما ننسى الله ليلة ولا نعرى ثانيا أداء الواجبات باجتهاد وصدق ومن أعظمها الصلاوات الخمس أداء هذه الفرائض والمحافظ عليها فيه ضام للموت على الإسلام والذي يتلاعب بها أو يتهاون بها يأتيها يوما ويترك آخر والله لا عرضا لأن يموت على غير الإسلام إن الذي يسلك الطريق في صدق ولا يلتفت يمين ولا شمالا يرجى له أن يصل إلى غايته والذي يتلاعب يمشي خطواته يرجع الورع أو يمين ذات يمين ذات شمال قد لا يبلغ هدفه ولا يصل إلى غايته ثالثا لابتعاد كل ابتعاد عن الكفر وأهله فلا تقيمن بين كافرين فإنك لا تأمن أن تنتكس وتنقلب على عاصلك فلهذا حذر أبو القاسم من ذلك وقال لا تتراء نارهما البعد قل البعد عن أهل الكفر رابعا البعد عن أهل الفسط والفجور فإنهم يعدونك بالعدوى فلهذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي احبس نفسك مع أهل لا إله إلا الله ألزمها بالعيش معهم والبقاء بينهم وتجنب مجالس الباطل والسور خامسا كتب ومصنفات كتبها المجوس واليهود والنصارى هذه الكتب قراءتها تفتح لك أبواب الردة وتصاب بها وأنت لا تشعر وهذا عمر رضي الله عنه في يده ورقات من التورات فنظر إليه رسول الله وسألوا ما هذا قال ورقات من التورات قال له صلى الله عليه وسلم ألم أأتيكم بها بيضا نقيا كيف يهدونكم وقد ظلوا ارمها يا عمر وقد عرفنا أن مئات الآلاف من المسلمين هلكوا بتتلمذهم لعلماء الإلحاد والشرك والكفر والانقياد لهم ولذال تعاليمهم فماتت قلوبهم وأصبحوا أجساما بالأرواح وأكثرهم يموتوا على سوء الخاتمة سادسا سادسا طهروا بيوتكم كما طهرتم مجالسكم أنصح لكم أخرجوا كل آلة تعرضوا صور الخلاع والدعاء والنساء ورجال وتسمعكم أصوات الكفر والكابرين هذه أخذ يظهر أثرها ويموت أهل على سوء الخاتمة انتبهوا وإذا ألزلتم ألزلتم وإذا ألزمتم بالحديد والله هاجئوا أترك البلاد التي ألزموكم فيها بأن تعموا بيوتكم بالشياطين وترحل منها الملائكة لتعيشوا مع الشياطين كيف يرحمونكم أسألكم بالله الذي امتلأ بيته بالشياطين كيف يستطيع أن يموت على الإسلام مرة ثانية من أجبر من ألزم بأن يدخل الفيدو والتلفاز والسينما في بيته بالقوة ما يجب عليه أن يهاجر يلتحق بالجبال أو بالسهول الأودية أو بمناطق ولا يرضى أبداً أن يتهيأ لأن يموت على غير الإسلام سمعت اليوم خبراً عظيماً جاءت امرأة تشكو زوجها قالت ما يصلي كيف ما يصلي شكت المحكمة صلوا تارك الصلاة ماذا يصنع قالت ما يعمل شيء بس على المناصر كيف قالت عنده مال أو دعاه في بنته وهو يعيش على فوائده فلأول يوم سمعنا هذا كم يعطونهم خمسة في المئة خلها سبعة إذا عنده سبعمائة ألف كم يعطونهم سبعين ألف لا يصلي ولا يعمل ولا يفجر فقط ويغني الآن تبين لنا آثار الرباوة إلى لا والبنوك كيف هذا وضع الثالوث وتخطيطه ومد المؤمنون أعناقهم واستسلموا للشيطان المؤمن بحق يرضى أن يموت جوعا ولا أن يأكل لقمة حراما يرضى أن يعمل الليل والنار من أجل الخبز والزيت إن أمكن ولا يرضى أن يجاهي ربه بمعاصيه لكن الشياطين التي ملأت بيوت القوم وطهردت الملائكة هي التي تزيل لهم هذا وتحسنه إذن أخيرا طهر بيوتكم من الشياطين فإنها لا يخل منها بيت تعرض في تلك الصور في فيديو أو تلفاز أو آلة سينما أو أي آية آلة ومن كذب بهذا كذب رسول الله وكفر إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورا والذي يعيش زمنا وهو مغتاح النفس يضحك مع أهله مع عاهرة تغني أو ترقص والله ما نستطيع أن نجزم ولكن كيف ينجو ويموت وقلبه مع الله إذن حرفتم نهي مولاكم ولا تموت النار إلا وأنتم مسلمون فابعثوا فاعملوا فابعثوا على كل وسيلة من شيئا أن تحفظ لك إيمانك وطهرك وصفاءك في قلبك حتى تسلم روحك لملك الموت وهي كأواحي الملائكة في الطهر والصفاء وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَالْحَالُ أَنَّكُمْ مُسْلِمُونَ قُلُوبَكُمْ وَوَجُوَكُمْ لِلَّهِ ثم جاء أمر آخر لنا نحن أولياء الله المؤمنين المتقون قاعد تصموا بحبل الله جميعا ما المراد من حبل الله الممتد من السماء الأرض ألا وهو الإسلام بشرائعه بأحكامه بآدابه بأخلاقه والذي يمثله آل قرآن الكريم آل قرآن الكريم تمسكوا عضوا بالنواجب وإياكم والفرق ولا تفرقوا لا تقول أنا شافعي وتستبيح ما شئتا ولا يقول هذا أنا حنفي ويفعل ما يشاء ولا يقول هذا حنبلي هذا مالكي لا فرقا وإنما الجمع فقط عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الذهبية خير القرون وهم لا ينتمون إلا إلى الله ورسوله مسلم قال الله قال رسوله الله وهذا يتطلب منا أن ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما نرد ومنهما نصدر هيا نعد إلى دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الغناء الكامل السنة تقرأ للبركة نقرى سيد البخاري للبركة إلى اليوم مع أننا استيقظنا وها نحن ندرس كتاب الله من أربعين سنة الحمد لله هل ضللنا بقراءة كتاب الله ودراسته والله ما ضللنا وإنما اهتدئنا هل دراستنا لأحاديث رسول الله تفرق شملنا وتشت جماعتنا وتوجد العداء والبغضاء بيننا لا أبدا واعتصموا بحبل الله شميعا أغنياؤكم فطراءكم أمراءكم علماؤكم خدمكم نساؤكم أولادكم كلكم يا أهل الإسلام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن الفرق هي الحالقة ما إن تفرق المسلمون وأصبحوا مذاهبا وطوقا حتى تصلط عليهم عدوهم فسادهم وحكمهم وأذلهم كما علمتم وكما تعلمون الآن لنا ثلاثة أو أربعة وأربعون دولة الله أمر بهذا ها هل الرسول أوصى بهذا أسألكم بالله تفريق وإلا جمع جمع أو تفريق لماذا نعلن عن الوحدة في أربع عشرين ساعة تعالوا إلى الحرام الشريف إلى الروضة ونقول بايعنا فلانا هاتوا كتاب الله وحكمون به وتصبح ديارنا واحدا لا شام ولا يمني لا شرق ولا غرض لا عربي ولا أجمي وبذلك نأمن وبذلك نسود ونقود وننقذ البشرية من وهدة الضلال والفطر والعياذ بالله ما المانع قلوبنا مريضة ما ربينا في حجور الصالحين وعندنا براهين قاطعا ونحن مع أبنائنا وإخوينا مللناهم من هذا كلام أبرهن لكم ولا لا على أننا لسنا بأهل للكمال والإسعاد دبر الله الأمى ولا مدبر إلا فوضع العالم الإسلامي تحت أقدام بريطانيا وبلجيك وولندا وفرنسا وإيطاليا وأصبانيا والبرتقال آية من آيات الله سبحان الله المسلمون أصبحوا مسودين محكومين تطبق بهم شرائع الكفر أعظم آية من آيات الله وفجأة وبعد سبعين مئة من السنين أزال الله سلطان الكفر وحرر المسلمين من أندونيس إلى مريطانيا استقلوا وإلى لا تحرروا وإلى لا هذه محنة أخرى قلت والله يعلم لو ربينا في حجور الصالحين وكانت نفوس العلمائنا ورجالنا ونسائنا ومشايخنا وأهل البصير فينا لو كانت البصير حقا والنفوس طاهرة كان المفروض واسمعوا أيما إقليم يستقل عن فرنسا أو إيطاليا أو أفريطانيا أيما إقليم ياتي إلى الدولة القرآنية شيخ فيني هذه الدولة ما هي موجودة لا أوجدها الله جل جلال وعظم سلطانه آية من آياته معجزة من معجزات الأنبياء وإلا كيف والعالم الإسلامي تحت أقدام الكفار ويأتي عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ويعلن عن دولة القرآن فغياد أين بريطانيا أين فرنسا أين أمريكا كيف يتم هذا والله ما تم إلا بالله ومن شكا فلينظوا إلى إخوان في كل ديارهم يخافون أن يطبقوا الشريعة يخافون من الكفار وهم مستقلون يمالقون ويتملقون الكفار بإعراضهم عن الشريعة وعدم تطبيقها ويأبى الله ويأتي بهذا الرجل ويعلن عن دولة القرآن ويؤسسها على دعائما وضعها الله لا سقراط ولا نابليون ولا فيلسوف أربع دعائم وضعها الله عز وجل كم سنة ونحن نذكر هذا والعالم الإسلامي يستقل من الوقت للوقت ولا استطاع إقليم عربي أو عجمي أن يقيم دولته على قواعدا وضعها الله بنفسه ما هذه القواعد أطلبوها في الدساطير البريطانية ما توجد لا توجد إلا في القرآن الذي حولوه إلى الموتى من صورة الحج المدنية المكية قال تعالى الذين إن مكناهم فالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنقر كلام من هذا يحتاج إلى تفسير الذين إن مكناهم أي سودناهم حكمناهم ملكوا ماذا فعلوا أقاموا الصلاة إجبارا إذا قيل حي على الفلاع وقف دولاب العمل وقفت الحياة كلها وأقبل المؤمنون على بيوت ربهم إذ لذلك خلقوا وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنقر على هذه الدعائم قام عبد العزيز دولته هذه التي بقيت باقيا أقام على هذه الدعائم فأقيمت الصلاة وجبية الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنقر واستقل العالم الإسلامي قطرا بعد آخر وهذا محل الشاهد لو كنا أهلا للسيادة والعزة والطهف والكمال أيما إقليم يستقل يأتي وفد منه ويقول يا عبد العزيز استقل الإقليم الفلاني جزء الدولة الإسلامية ابعث لنا قضات وابعث واليا عاما يوديء هذا الإقليم فهمتم هذه اللغة وإلا لا ممكن ما تقبلونها والله الذي لا إلى غيره لو كنا أهلا للكمال لكان كل إقليم يستقل ولو كان كالباكستان مئة مليون يأتي رعصا إلى عبد العزيز ويقول استقل القطر الفلاني ابعث قضاء يطبقون شاء الله ابعث واليا عاما يطاع بطاعة الله ورسول الله وهكذا في ضعف سبعين سنة والعالم الإسلامي كل عام عامين استقل الإقليم وإذا بأمة الإسلام أمة واحدة لما ما نفعل هذا أجيب الجهل المركب وظلمة النفس وحب الدنيا والشهوات والأواء والعراض عن ذكر الله وشرعه ودينه في غير هذا والله ما هو إلا هذا من يرضى بالدويلات الأقاليم بلاد المسلمين بلد واحد حكمهم واحد شريعتهم واحدة لم تفرقوا عصوا الله وفسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته ولم يعتصموا بحبله وتفرقوا أذاقهم المرارة وإلى لا في هذه الظروف التي أصبحنا كأننا نقرب من الجنة لو كان العالم الإسلامي أمة واحدة لكنت تشاهد ماذا ما تستطيع أن تدرك النعيم الذي يفيد أهل المسلمين حب وولا طهرا وصفا مود وإخا ربانيا لا تحلم بها لكن استجابوا للعدو وأعرضوا عن الله ورسوله وكتابه فهم إذا تحت النظار وإلى لا تحت النظار ولا تبكي تقول الخلاف والدولة لو كنا روشدا أيما إقليم يستقل يقدم مفاتحه وحتى دول الجزيرة البلد الواحد جزيرة الإسلام كل إقليم منطقة لاستقلال ماذا ينتظرون إِنَّ رَبَّكَ لَا بِالْمَا يُصَعَدِ فَآتَتِ الْفُرْصَةِ وَضَاعَ الْأَمَلِ إِلَّا أَنْ يَشَأَ اللَّهِ يُقَلِّبْ تِكَى القُلُوب وَيَلُويَها وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بِهَذَا أُمِعُنَا فَنَعِيشُوا وَالْحَمْدِ اللَّهِ لَا عَلَى مَذْهَبِيَّةَ وَلَا وَلَا وَطَنِيَّةَ وَلَا إِقْلِيمِيَّةَ مُسْلِمْ أَعِيشُ لِلَّهِ وَأَخِيرًا يَقُولُ تَعَالَى لَنَا وَاضْكُرْ نِمَطَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَذِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَهُمْ آبَاءُنَا وَأَجْدَادُنَا لما اجتمعت كلمتهم بعد التفرق جاء النور وجاءت الهداية وجئنا للإسلام والمسلمين فهي نعمة ما تنسى نذكر الله تعالى ونشكر عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأذف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفاحفة من الله فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستبعين والمستمعات من المؤمنين والممنات نادانا مولانا أولا ليأمرنا بتقواه إذ تقواه عز وجل كما علمتم هي الخطوة المؤكدة لولاية الله لعبده المؤمن وأمته المؤمنة الأمر بتقواه عز وجل معنى تحقيق ولاية الله للعبد إذ لا يكون العبد وليا لله إلا إذا كان تقيا لله واذكروا قول الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه التقواه عليها مضاعوا تحقيق سعادة الدنيا والآخرة أهلها لا خوف عليهم ولا هم يعزنون وقد نبهنا إلى أنه لا يتأتى لعبد ولا لأمر من إيماء الله وعبيده أن يتقي الله بدون ما لم يعلم ما يتقيه فيه فثبت أن طلب العلم فريضة أكيدا فالذي لا يعرف ما أوجب الله ولا ما حرم الله أسألكم بالله كيف يفعل واجبا ما عرفه كيف يحذر ويتقيه محرم ما عرفه من غير الممكن أبدا فوجب على كل من دخل في الإسلام أن يعرف ما أمر الله به وما نعانه بنية أن يفعل المأمور وأن يتجنب المنعين وعلمتم أكثر من هذا أن كل أوامر الله وكل نواهي تدوء على تزكية هذه النفس وتطيعها ففعل الأوامر أدوات تزكية ترك المحرمات ابقى على التزكية كما هي فالذي يصل ركعتين ويشتم مومنا كأنما غسل ثوبه ثم أفرق عليه زنبين من الوسخ هذا عابث ولاعب الذي أدى الزكاة فزكت بها نفسه ثم انغمسا في أكل الحرام من السرق والرباء كان كمن اغتاز له بالماء والصابون ثم أفرق عليه زنبيل من القادرات والأوساخ ففعل الأوامر أدوات تزكية اجتناب المنهيات ابقى لتلك التزكية على ما إياه فإنه إذا ارتكب كبيرا معنى ذلك أنه عمى ذلك الأفره وأفسده ولهذا أرشدنا الله بقوله وأتبعي السيئة الحسنة تمهوها ووقعت نجاسة في يدك أفرق الماء واغسله وقعت لطخة من دام في ثوبك أفرق الماء واغسله كذلك قلت كلمة سوء نظرت نظر محرما تناولت ما لا يحل لك عجل بالتوبة اعمل الصالحات فإنها تحيلها إلى كتلة من النور وأتبعي السيئة الحسنة تمهوها إذن هذه التقوى التي أمر بها المولى عز وجل لصالحنا قطعا ثانيا نهانا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهانا أن نموت على غير إسلام فيفسد كل ذلك الذي بنينا وينهدم كما علمنا لو أن عبدا يعبد الله سبعين سنة ليلة نهارا ثم يقول كلمة الكفر أو الشرك ويموت عليها إن محى ذلك كله ولم يبقى له أثر في وجوده فمن هنا أرشدنا ولينا ولو الحمد والمنع على أن نحاضر على إسلامنا لله أي قلوبنا ووجهنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون والإنسان لا يدري تقلبات الحياة قد يأتي يوم يكره فيه عبادة ويبغض فيها الصالحين وهذا الصديق ابن الصديق ابن الصديق يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول في ابتهالة بينه وبين ربي أربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أتدرون متى قال هذه الكلمة لما جلس على أريكة الملك وحكمت ديارة المصرية وأصبح مالكا ودانت له بطاء وجاء الله بأبويه وإخوته وتم له كل مطلوب في هذه الحياة بدل أن يقبل على النساء وعلى اللهو والطعام والشعاب إذ أمن كامل ونعم متوالعة بدل أن يقبل على اللذات والشهوات بعد أن حضرت بين يديه وتم له السلطان علي والقدرة راغب عنها بالمراء واتصل بذي العرش يقول له ربي يا ربي يا خالقي ويا رازقي يا إلهي الذي ليس لي إله سواه قد آتيتني من الملك ما آتأه وعلمتني من تأويل الحاديث وهي النبوة وتعبير الرؤى ولا ننسى ولا ننسى تعبيره لرؤية الملك وهو في سجنه فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض أنت لا غيرك أنت وحدك ولي في الدنيا والآخرة إذن توسلت إليك ربي بإنعامك علي وها أن أريد منك شيئا واحد وهو أن تتوفني يا مسلمة وتلحقني في الصالحين عرفتم هذا إخواننا آباؤنا أبناؤنا من أهل الجهل والغفرة بمجرد ما يجلس على أريك سواء كانت وظيفة وإلا تاريك بدل أن يفزع إلى الله يشكو ويبكي بين عديه يستفرق ذلك كله في الشهوات كأن ما أعطاه لا ما أعطاه ليعصيه به وهاشا الله توفني مسلما وألحقني في الصالحين هل تسألون ربكم هذا أو ما أنتم في حاجة إليه لماذا ما نسأل يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي وليس لي ولي سواك في الدنيا والآخرة ما أطلب منك أن تتوفني مسلما أي على الإسلام إسلام قلبي ووجه لك وقد علمنا البارحة معنى إسلام القلبي والوجه أسلم قلبك لله فلا تفك أبدا إلا فيما يغضي الله لا تلتفت بقلبك إلى غير الله لا مانع ولا معطي ولا ضر ولا نافع ولا رافع ولا واضع إلا هو أعطي قلبك وأعطي وجهك فلا تلتفت إلى أحد سواه أنت ولي ليس لي ولي سواك وبيّنت لكم ما ينبغي أن نسلكه لنحصل على هذه الجاهزة العظمى وهي أن نموت مسلمين مما بيّنت لكم البعد عن مجالس السوء والباغل حتى لا تسري العدو إلى قلبك من قلوبهم وهذا الله جل جلاله يوصي رسوله ويقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والأخي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وعند ذكرنا واتبعه فاحذروا مجالس السوء وأنتم تعرفون مجالس الغيبة النميمة القمار الكذب الأغاني التزمير الأباطل الأضاحك ذي يمثل أهل وقلوبهم ميزا ثم طهيوا بيوتكم نقوها وطردوا الشياطين منها وأطاكم الله قدر على ذلك واملأوها بالملائكة أهل النور ومعنى ذلك لا يرى الله تعالى في بيتك في حجرتك في غرضتك شاشل التلفاز أو الفيديو ويرى عاهرة من عواهر الدنيا تغني أو تتبجح وتتكلم أو يرى كافرا أو فاسقا في بيتك يتكلم بالباطل وينطق بالسوء وقد ظهرت آثار هذه الفتنة وأصبح الناس يموتون على سوء الخاتمة إن لله سنن لا تتبدل أبدا الطعام يشبع الما يووي والنا تحرق الحديد يقطع ومجالسة السوء والإقبال عليه ويعطاه القلب والنفس نهاية أن يموت العبد وهو لا يقول لا إله إلى الله واذكروا قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تبلعون ويرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأتبع السيئة الحسنة معها وخالق الناس بخلق حسن والله عز وجل يقول وقوله الحق من صورة النساء وإنما التوبة على الله إنما التوبة على الله حق أو جبه على نفسه تفضلا منه وتكرم على عبده إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ما السوء موسى سكين سم ما السوء قيل إن عالما بأرياض يعرف السوء نبعث إليه واحد يعلمنا السوء أو ما في حاجة وإن قالوا فرياض غير موجود التحق بالهند نبحث من نبعث إليه وإلى ما في حاجة ما السوء السوء كل ما أساء إلى نفسك لوثها بالعفن والنتن والظلم من ثاء الذنوب والآدم كل ما يسيء إلى تلك النفس الطاهرة فيخبث أو يلوثها ذلكم هو السوء فيدخل في السوء كل معصية صغرت أم كبرت إنما التوبة على الله حقا وصدقا منته تفضله إحسانه وإلى من يوجب على الله شيئا وهو قاهر الخلق وملك الكل لكن من إحسانه يوجب على نفسه تطمينا لقلوبنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال أولا ثم يتوبون من قريب ثانيا ما منا يعملون السوء بجهال أنواع الجهال كثيرة منها يقول هاو العالم الفلان يفعل في هذا لو كان حراما ما فعله هذا نوع من الجهال وإلا منها أن يقول هذا أحسن من أن أقتل فلان أو أفعل كذا وكذا يهون هذا الذنب ويخففه من الجهال أن يقول سيتوب الله علي وآتوب أو يقول إذا فعل كذا أتوب هذه أنواع الجهال يخرج منها ذاك الذي يتعمد معصية الله والفسق عن أمره عنادا ومكابرة على علم مثل هذا لا يتوب الله عليه إنما يتوب الله على من فعل المعصية بجهال بجهال من الجهالات وثم يتوب من قريب لا يؤجيل العام الأعوام من قرب أما الذي يعرف أن الله حرم هذا ويفعله ساخرا وضاحكا مثل هذا لا يتوب أبدا ولا تقبل لو توبا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما عليم وحكيم يضع كل شيء في الموضع انتبه وليست التوبة للذين يعملون السوء للذين يعملون السيئات حتى إذا حرى أحدهم الموت قال إني تبت الآن الباب غلق ما تنفع تلك التوبة وبين الحبيب صلى الله عليه صلى الله هذا الإجمال بقوله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغارر إن الله يقبل توبة العبد والأمر ما لم يغارر تعرفون الغار ها ما يفسح عندنا لها مثل الحاضرون ما عرفوا أيام كانت البطارية التي نشغل بها الإذاعة بالحجر تلك البطارية سبحان الله الكهبة كروح لا محال هي الطاقة ولا لا لما تفرقت كالطاقة تبات تصبع تلك البطارية تغرر خشخشع فيها كأنما الروح كادت تخرج وسبحان الله الكهبار كالروح سواء بسواء فإذا غارت وحشرجت في الصدر لا تقبل تابة العبد ونحن ما ندري متانا مؤتر أو فينا من يعلم يكذبكم من يدعي أبيض كان وأسود إذن فمننا وجب أن ناخذ بالعشاد المحمدي أتبع السيئة الحسنة التوبة بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابرين والأئمة على أنها تجيب على الفور لا توجد التوبة يقولك أخرة أسبوع أو انتظر بها يجي فلان أو انتظر حتى تتوظف أو انتظر حتى تتزوج هذا باطل ولا وجود له كل هذا من أجل أن نحقق مطلوب الله منا أن نموت مسلمين قلوبنا لله لا للشيطان ووجوهنا لله لا للشياطين ثم جاء الأمر الثاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كيف نعتذر إلى الله اليوم واعتصموا لاعتصام لالتفاف حول الشريعة وأخذها بعقائدها وعباداتها وآدابها وأخلاقها وأحكامها اعتصام كامل بذلك الحبل الممتد من العرش إلينا أذا وهو الإسلام وكتابه وشغائعه كيف حالكم معاشر المسلمين كم مذهب عندكم سبعين كم طائفة كم حزب كم دولة أين الاعتصام بهم أين عدم التفرق ولا تفرقوا وقد خلعنا أيدينا من حبل الله وتركناه مدلى وقل من يمسقه صالب فانتقم لما تفرقنا وتمزقنا إذن صلت الله علينا أوروبا التي كانت ترتعد فرائصها إذا قيل هرى عند الباب حدثنا الشيخ رشيد ربا في مناره عن شيخه محمد عبد رحمهم الله ورضي عنهما أو أنت ممن تطعن في أطالع لا أهم لأن النقد الطعن ضلال هذا في ضلال قال كنت في فندق في باريس أستغفر الله أو سويسرا كبات أيام ما كانت الببازيز هذه الببازيز ماذا يسمونها الكباسات لا في أوروبا لا في بلاد العرب السطل والبرميل قال فقلت لربة الفندق أعطيني ما أنا توظى به فجاءت بإنافه مع عاصم الشيخ محمد عبد يتوضع ليصلي المرهب أو الظهر قال فلما فرقت من الوضو من ذلك الماء ممكن في صحفة أو كذا جاء الطفيل جويرية صغيرة تحبو كعادة الأفرار الصغيرة وأرادت أن تمش الماء فقالت لها أمواء كخ 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 قالت البنت إماما ديدان ديدان العرب سقطت منه هذه الديدان الأم حذرت الطفل وقالت لا كخ كخ ابعدي ليما يا أمها فيها والسخر العربي البنت انغمرت وأطلت قالت مهما ديدان حشرات موجودة جراثيم اسمات وإذا عرادت هذه الأم أن تخوف ابنتها تقول عربي عند الباب عرفتم ربا واسألوهم إذا أرادت الأم أو أراد الأب أن يخوف ولده ماذا يقول عربي عند الباب وكلمة عربي عندهم مسلم كل مسلم عربي صيني هند بخاري كل مسلم عربي كلمة عربي غطت لأنهم هم الذين نشروا الله وأخذوا الإسلام وبلغوا الشرق والغرب عربي هؤلاء عرفوا كيف يعاملون فمزقوا جمعنا وشتتوا شملنا فقط الطرائق في قرية واحدة سبع طرائق التجانية القادرية العسوية الرحمنية الأحمدية في القرية الواحدة كل طريقة يجتم أهلها ويشربون الشاي ويأكلون الكسكس لا بطا ولا جامعة المذاب أنا ما أذكر هاو الحديث لا أنا ما أذكر ما يقع افعل كذا أنا حان فيه آه الله جاء بهذا ذي مظاهر الخلاف الفوق ولا لا وجاءت المصيبة أكثر أهل حزبية هذا حزب فلان هذا حزب فلان وهكذا لما هبطنا صلت الله علينا أوروبا فساسون وسادونا من يقول لا والله ما إلا للبقعة فقد كرامة الله لرسوله ولبيته والعالم الإسلامي تحت أقدام الكفار لما لأنهم عاصوا ربا قال اعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نفضوا أيدي أهم حبل الله وتركوا وتفرقوا إذن حقت عليهم كلمة العذاب وإلى الآن ما زال المسلمون ما زالوا متفرقين جاهلين متقاصمين متباعدين لا إله إلى الله لعل يواهم وتأتين مجلة كشمير اليوم إلى البيت نشاهد الدماء مسفوك والعظام مكسر ماذا نصنع تأتي أنباء البوسن والهرسك والشيشان والديدان ماذا نفعل وقال يوم يقول منشورة عن أحد الإخوان قال واصل إلى البوسن والهرسك من المدينة ثلاثة آلاف مجاهد كيف أين تعلموا كيف يجاهدون يذهبون ليزاحم أولئك الممتلين الممتحنين في كلمة في قصي العيش هيش يجاهدون هكذا الجهاد الجهاد أمه أمه لا إله إلى الله يقودها إمام واحد هو الذي يبعث بالكتائب ويرسل بالفيالق التي تغز وتفتح أما أن ننتكي سال الانتكاس ونجاهد هذا الجهاد وأمه هابطة هاي نجاهد في أي بلد من بلاد المسلمين أولا ما نستطيع ما ربينا في حجور الصالحين لا تجمعنا جامعا ولا تربطنا هابطا وليس لنا من الآداب والأخلاق ما يوحد كلمتنا أو يؤاخ بيننا نحتاج إلى تربية ربع قرن على الأقل خمسة وعشرين سنة حتى نعف قيمة الجهاد لعل يواهم إخوانكم في الجزائر أربع سنوات الآن وثلاثة يويقون دماء بعضهم بعضهم ويمزقون لحوم بعضهم بعضهم من أجل الجهاد إقامة الدولة الإسلامية هل تقوم أين أين الذين تقوم عليهم الدولة أين أولئك الأبرار الصادقون الصالحون أولو البصايا والنهاء الذين يذوبون في ذات الله الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا أم هائجا تجي وراء الشهوات الأطماع يمكنها أن تتلاءم وتنحن بين يدي الله وتعطيه القلب والوجه حتى يسودها شرع الله وحصرتاه ولكن ماذا يجدي ألبك وتعوه من الآم بهذا الأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفارقوا وآخر أمر واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نام المسلمون في الهند قبل دخول الإسلام عليهم مكان وعداء هذا لبعض المسلمون في الشام في فريقيا في أي مكان قبل وجود الإسلام كانوا على المودة والإخاء كانوا على الفرق والبلاء وبخاصة أهل المدينة الأوس والخزرج تدور راح الحرب بينهم أربعين سنة بين قبيلتين من أصل واحد غيرها الجال الكفر العمى والضلال فجمع الله بين قلوبهم بصورة عجب واسمع قول الله تعالى يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم فبهتم لو تاتي الآن دولة كبيرة كأمريكا وتاتي بباخرة كل دينار أمريكا أو دولار وتقول للجزاء قول الله تعالى لئن شكرتم هذه فيها معنى وعزتي وجلالي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ماذا إن عذابي ما قال ولئن كفرتم لأسلبنها أو لأحمنكم منها هذا العبار ما تأدي لكن يؤدي إن عذابي ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء يمشي في صحة يصبح مشلولا يمشي في أباغة من عيش يصبح فقيرا شحادا يصبح في أمن وإذا بيه في مخاوض هذا ألوان العذاب إن عذاب لشديد فابقوا معاشر الأبنى هذا ولا تنسوا نعم الله فإنها آدية الشكر اللهم اجعلناه وإياه من الشاكرين أعود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تسلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفاحة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه الآيات شرحها في هذا التفسير لنستمع ونتأمل قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين بعد أن وبخ الله تعالى اليهود بعد أن وبخ الله تعالى اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم للمؤمنين وتوعدهم على ذلك نادى المؤمنين محذرا إياهم من الوقوع في شباك المضللين من اليهود نادى الله المؤمنين محذرا إياهم من الوقوع في شباك وشراك المضللين من اليهود فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوثوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وذلك وذلك أن ناثرا من الأوس والخزرج والأوس والخزرج سكان هذه المدينة أيام كانت وقالوا لها يثرب وهم من قبائل اليمن لما تحطم السد وشارد أهل البلاد نازح من نزح إلى الشام ومن نزح نزح في طريقه فبقي الأوس والخزرج هنا وبعد أن طلعت الشمس المحمدية فيهم سموا بالأنصار سماهم الله بالأنصار إذ نصروا دين الله ورسوله والمؤمنين قال وذلك أن نافرا عدد سبعا فأو ثمانية من الأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس من مجالسهم في مدينتهم يسودهم الود والتصافي جالسون والود والتصافي والحب سائدهم وذلك ببركة الإسلام الذي هداهم الله تعالى إليه إذن قال فمر بهم شاس بن قيس اليهود عليه العين الله لما آهم صامتين مبتسمين هادي ساكنين مصرورين أغتار ما طابت له الحياة من هذا شاس بن قيس اليهودي فألمه ذلك التصافي والتحابب وأحزنه بعد أن كان اليهود يعيشون في منجات من الخوف من جيرانهم الأوس والخجر لما كان بينه من الدمار والخراط حروب حرب أخير دامت أربعين سنة بين قبيلتي الأوس والخزرج في الجاهلية واليهود ينعمون ويفحكون أعداءهم يتقاتل فهم في راحة إذن قال وأحزنه بعد أن كان اليهود يعيشون في منجات بريد من الخوف من جيرانهم الأوس والخزرج لما كان بينهم من الدمار والخراط فأمر شاس شابا من شبيبة المدينة أن يذكرهم في يوم بوعات أرأيتم الإعلام اليهودي ويهود اليوم أخبث من اليهود الذين مروا لما علمتم أن الدنيا ما يبدأ عنها حتى تشيخ لأنا في عمر التسعين لأن يزود ذلك كمال البشري شيئا فشيئا كنشأة الإنسان ينشأ ذكي طاهر نقي 14 سنة 15 بعد يشب يبدأ الطيش والمكر كذا وإذا أعرج على الستين أخذ يحبب حتى يخذ فالدنيا هكذا الكمال الذي كان في العرب لا يوجد الآن في خريج كليات المشركين في أوروبا وغيرها والشهاد عند نبي لطيفة أعيدها وإلى لا ما يمضي عام إلا الذي بعده شر منه علة ذلك أن البشرية تكبر وتشيخ شيئا فشيئا وتصبح تعبة بالحياة قال فأمر شاس شابا أن يذكرهم بيوم بعاد فذكروه وتناشدوا الشعراء فصارت الحمية القبلية بينهم فتسابوا وتشاتموا حتى هموا بالقتال عرفتم ما فعل شاس جاء بيشاب مغرور ما يدري قال ذكيهم بأيام بعاد فذكرهم فأخذوا يتناشدون الشعراء كما كانوا ويشتموا بعضهم بعضا حتى هموا بالقتال إذن فأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب من ذهب قال تعال الأنصار كانوا يقتتلون فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله تعالى وبمقامه بينهم أي مقام الرسول بينهم ووجوده فيهم قال نعم فهدأوا وذهب الشر بينهم ونزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوثوا كتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي فحذرهم من المكر أهل المكر من اليهود والنصار وأنكر عليهم ما حدث منهم حاملا لهم على التعجب من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم فقال فقال عز وجل وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله صباحا ما ساء في الصلوات وغيرها وفيكم رسوله هاديا ومبشرا ونذيرا وأرشدهم إلى الاعتصام بدين الله إلى الاعتصام بدين الله وبشار المعتصمين بالهداء إلى طريق السعادة والكمال فقال عز من قائل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله أي بكتاب وسنة نبيه فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم كرر تعالى نداءه لهم بعنوان الإيمان تذكير لهم به وأمرهم بأن يبذلوا وسعهم في تقوى الله عز وجل وذلك بطاعته كامل الطاعة بامتفال أمره واجتناب نهي حظا لهم على الثبات على دين الله حتى يموت عليه فلا يبدل ولا يغير فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون وأمرهم بالتمسك بالإسلام عقيدا وشريعا وناهم عن التفرق والاختلاف وأرشدهم إلى ذكر نعمته تعالى عليهم نعمته تعالى عليهم بالألفة والمحبة التي كانت خمرة هدايتهم للإيمان والإسلام بعد أن بعد أن كانوا وعداء متناحرين مختلفين فألف بين قلوبهم فأصبحوا بها إخوانا متحابين متعاونين كما كانوا قبل نعمة الهداية إلى الإيمان كانوا على شفا جهنم لو مات أحدهم يومئذ لوقع فيها خالدا أبدا وكما أنعم عليهم وأنقذهم من النار ما زال يبين لهم الآيات الدال على طريق الهداية الداعي إليه ليثبتهم على الهداية ويكملهم فيها فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وابكوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إقوانا وكنتم على شفاح فط من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلهم تحتدون هذا شرح تلك الآيات فهيا نضع أيدينا على خمارها على نتائجها على عبارها علنا ننتفع بذلك قال من هداية الآيات ولكل آية هداية تهديئ المؤمن إلى رضا الله والجواء الكريم قال قال أولا طاعة كثير من علماء اليهود والنصارى بالأخذ بنصاحهم وتوجيهاتهم وما يشهيون به على المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر كل الحذر منهم وبينا هذا بيانا شافيا وسمعته في ذاعة القرآن انتبه طاعة كثير من اليهود والنصارى لا كل اليهود والنصارى طاعتهم بالأخذ بنصاعهم التي يقدمونها لنا وبتوجيهاتهم السياسية والمالية والعلمية والاجتماعية والديمقراطية وما يشهيون به على المسلم افعل كذا لا تفعل كذا يؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر شعر أم لم يشعر فلذا وجب ماذا الحذر كل الحذر منهم بلغني اليوم من أحد الناس أن مرأة النصرية زوجها ملحد علماني فرافعت أمرها إلى المحكمة وطالبت بالطلاق لأنه كافر فطلقها القاد فأذاع اليهود من إذاعة لندن قال إن المصريين تأخذوا بهذا الحكم خمسين سنة إلى الوراء كيف يطلقون المرأة عن زوجها لأنه علماني أو لا يوم بالله لهم الأخر تبجحة دعت لندن بهذا هو الشهاد عندنا قول صدق الله رضي أقول على علم إن الكثيرين ممن يسوسون العالم الإسلامي من وزراء وخبار وفنين ومسؤولين كثيرون منهم لما كانوا يدرسون هذه العلوم المادية في روسيا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا ليتخرجوا قد سمموهم وأفسدوا قلوبهم ومن قال ليما ما الدليل الدليل أنهم مصررون على الباطل وتطبيق الهواء والعراض عن كتاب الله وسنة الرسول لو كانوا أحياء بإيمان بصرا ما يثبتون على هذا لا بدوا أن يطالبوا بالإسلام وتطبيق شريعته لكن كالمسؤولين أو ما فهمتم هذه اللغة أنت تجلس بين يدي كافر وربيك عشرين سنة هتقدر الدكتورة عشر سنوات وأنت تسمع منه وتتلقى منه وهو كافر ما ينتقل كفر إليك أنت معصوم يعني شاب يجلس في مجلس فاسد سبع أيام أربع أيام يقلبوه إلى خبيض منتين فكيف بالذي نضعه بين أيدي مربين علماء مسيح يهود نصارى ويتعلم ما يسلم إلا أن يشاء الله وهذا كلام الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون من أين يأتي الكفري العجب وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وهذا بيناه مئات المرات لكن صوتنا هذا لا يسمع ممكن اليهود سحرون ثبهتم نقول ينبغي إذا عرضنا أن نبتعي فبعث من أبنائنا أن نبعث معهم عالمين وأن نسكنهم في منزل واحد وأن يكون المسجد مسجدا المنزل مسجدا يخرجون من المدرسة يأتون إلى تلك القاعة النورانية فيتعلمون الكتاب والحكمة ويعبدون الله عز وجل يعودون أطهر مما كانوا لأنهم حبسوا كذا سنة في بيت الله يتلقون الكتاب والحكمة أما أن نبعث بهم وهم شبان حمقى طائشين هائجين شهواتهم عالمة نبعث بهم يدرسون من يسلم من الزين منهم العوض من يسلم منهم الباطل من من إلا أن يشاء الله في بلاد هذه المكرمة السعيدة بدورة الإسلام يأتون ولكن ما يفصحون لأبدو أن يصلي يقول لا إلى الله لكن البلاد حر أخرى يسب الله الرسول ويسخر منك فهمتم هذه وإلى لا لما ما تبلغون والمحن أيضا أنهم يبعثون بناتهم فتيات يتعلمنا في سويسرا وفرنسا وإيطاليا وأصبانيا كيف يعدنا هؤلاء عوار مئة في المئة ومن أجل ما لا من شرع لنا تعليم بنات للكفر والباطل وهم هم ما تبقى المرأة هكذا ميتة في البيت ميتة في البيت تعانوا بيلك حياتها في البيت أنت الميت وأمك ومرعتك مرأة في بيتها تعبد الله 24 ساعة ويتبقر ذي ميت وترب البنين والبنات وتخرج المصالحات وتقوم بشؤون زوجها وتسعد في فراشه وفي طعام وشهادها هذا العمل كله فرنسا كامل ما تأتي به قلوا مسجونة في البيت ونحن نمد أعناقنا لأننا الجهل ما نعرف شيئا ماذا أنتج لهم تعليم بناتهم في الظلال والزندقة والباطل يدلون والشاهد عندنا أما قال تعالى وكيف تكفرون والحال أنكم تطلع عليكم آيات الله وفيكم وصلوا هذه المناعة هذه الحصانة أما أن نبعدهم عن الكتاب والسنة بالمرة ونطرحهم ونضحهم بين أيدي مربين كفاء ونقول يؤمنون ما هم عقول يكفرون قال من هداية الآيات أولا طاعة كثير من علماء اليهود والنصار بالأخذ بنصائحهم وتوجياتهم وما يشيون به على المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر كل الحذر منهم بلغ هذا المسلمين ثانيا العصمة كل العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تمسك به ما لم يضيل ولن يضيل منين أخذنا هذا المعنى أما قال وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم ورسوله فأسفى وإلى قرية وإلى أمة وإلى جيل من الناس يعيشون على كتاب الله وسنة الرسول يضلون يكفرون يفسقون والله ما كان مستحيل سنن الله لا تتبدل الطعام يشبع إلى بطل ما يشبع لانه الماء يوري وإلى لا أو ما أصبح يوري الحديد يقطع وإلى ما يقطع يقطع الماء تحرق وإلى لا لماذا ما توقفت أصبحنا في وقت الماء ما يوري أبدا إشرب بميل ما توقفت أصبحت نعم أتحرق يرمي فيها نفسك ولا تحرق هذه السنة تبدلت نعم إذن ألأخذ بكتاب الله وسنة رسولي من سنة الله أن صاحبهما لن يزيغ ولن يكف ولن يهلك أبدا إذن قال ثالثا الأخذ بالإسلام جملة والتمسك به عقيدة وشريعة أمان من الزيغ والضلال وأخيرا من الهلاك والقصران في الدنيا والآخرة مرة ثانية الأخذ بالإسلام جملة والتمسك به عقيدة وشريعة أمان منين من الزيغ والضلال فلا زيغ في القلب ولا ضلال في الحياة وأخيرا أيضا أمان من الهلاك والخصران في الدنيا والآخرة لا هلاك في الدنيا والآخرة ولا خصران للذين تمسكوا بالإسلام ضرهن يا شيخ على هذا ما زلنا نقول أنت في بيتك تمسك بالكتاب والسنة وانظر هل تزيق أو تهلك هل تقصر والله ما كان أسرى قارئ وبينا غير ما مر القرون الذهبية الثلاثة هل اكتحلت عين الوجود بمثلها والله ما كان وعرف هذا الأعداء ويشوهون ويزيدون وينقصون كالكلاب يلهثون ولكن مستحيل أن يوجد جيل وإلا أمة تبلغ ذلك المستوى الذي برغته تلك القرون الذهبية الصحابة وأولادهم وأحفادهم الكمال المطلق في عقول في آداب في سلوك في حياتهم سبب ذلك ماذا تعاليم سقواط الفلسفة الكاذبة التاريخ الهائج ماذا ما هو إلا قال الله قال رسول أتمسك بالكتاب وسلم عقيد وخلق وآداب وشرائع وأحكام وقوانينا وقلنا لهم تعالوا نوريكم بأعينكم يا حسد لما هبط العالم الإسلامي إلى الأرض أين كان كان في السماء في السماء هبط ووضع الغرب قدميه أو أقدامه على العالم الإسلامي ممالك الهن حكمت شريكة جارية بريطانية وسود المغرب وأبطاله شمال أفريقا كان يضرب بهم المثل وضعت فرنسا أقدامه على رقابهم وبالت عليهم صح ولا لا الشرق الأنور الأوسط كلهم يا رزح تحت كالك لبريطانيا وفرنسا وهو حصل هذا ولا لا كيف هذا ما السبب يا فلاسفة يا علماء الاجتماع يا علماء النفس دلون ما يعرفون هبطوا لأنهم احتالوا عليهم منذ قهون أبعدوهم عن القرآن أبعدوهم عن القرآن إي والله حول القرآن إلى المقابر والمآتم القرآن يقر على الموت فقط ويحكا تقول قال الله أسكت كيف تقول بدون علم قال الله والسنة تقرى للباكة ففقدوا مصدر الحياة فماتوا انتشرت الشرك وعم علماء بعمائم أزهريين كذا تبات وهم يركعون ويسجدون على القبور لا إله لا إله قل فقدوا العقيدة فقدوا النور فقدوا الهدايا وأصبحت القرية في خمس طرق الآن مصر المعزية الآن بها سبعون طريق وإن كان خافت صوتها لكن ما زالت عصول سبعين طريق من التجانية إلى القادرية إلى إله لا إله إله ألمذ مفرق أطرق الآن إذن فصلت الله علينا الغرب تبات فحاكمونا لمن أذكرها يا ربي من أجل أن تشكرها من ذكر شكر ومن جحد وأنكر كيف يشكر الذي ما يعترف أنك أعطيته سيارتك يقول جزاك الله خيرا حتى يعترف أنك أعطيته يقول جزاك الله خيرا اذكروا لتشكروا من لم يذكر والله ما يشكر سادسا القيام أي البقاء على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم القائم الواقف على الشرك في عقيدته في عبادته في أحكامه القائم على المعاصي ارتكاب المحرمات غشيان الذنوب ترك الواجبات هذا معناه أنه واقف على شفير جهنم تعيفون شفير البيئة حافة البيئة يزلق يسقط القيام على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم فمن مات على ذلك وقع في جهنم حتما بقضاء الله وحكمه أما قال وكنتم على شفاء جوف حفة من النار الله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوهم وتسود وجوه فأما الذين سود تجوهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيض تجوهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات من يلقى إن ولتكم منكم أمة وصفها كذا وكذا الله والله له الله إذ هذا كلام في كتابه أوحاه وأنزله على المصطفى الذي اصطفاه من كافة الخليق واجتباه لهذه الرسالة محمد صلى الله عليه وآله إذن هذا أمر تعرفون الأمر وإلى الله الأمر قم صلي انطق افهم هذا هو الأمر وإلى الله والآمر إذا كان الله يعصى لا يصح العصاب لا يصح عصيانه وإلا العصاب إذن وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ يَا مَعْصَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْلَّامُ لَامَ الْأَمَرِ يَجِبُ أنْ تَكُونَ مِنْنَا أُمَّةُ وَالْأُمَّةُ العددُ الكبير من الرجال الذين أمرهم واحد معتقدهم واحد منهجهم واحد أملهم واحد تجمعهم جامعة لا يكونون أفرادا متفرقين أمة وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ مُهِمَّتُهَا ما وصفت به يدعون إلى الخير ما الخير ضد الشر الخير ما يحصل به كمال الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة وما يحصل به شقاؤه وخصانه ونقصانه في الدنيا والآخرة فهو شر وليس بخير يدعون إلى الخير الخير ما يحصل به الكمال للإنسان والسعادة وينجو به من الشقاء والنقصان والقصران ما هذا الخير ألا إنه الإسلام بعقائده وآدابه وأخلاقه وعباداته وشرائعه وأحكامه هذا هو الخير الذي يجب أن يكون من المسلمين من يدعون إليه يدعون من الأبيض والأصفر الأحمر والأسود العربي والعجمي من بني آدم أجمعين والتكن يجب أن تكون لأن الله أهلكم لذلك وهيأكم له وأعدكم بعث فيكم رسوله وأنزل عليكم كتابه ورزقكم الإيمان الصادق به وبما شاء به رسوله فأنتم متأهلون لهذه المهمة ولتكن منكم أيها المسلمون هم كم عددها لا يقال لها عدد المهم أن يوجد بين المسلمين من يغزو ويفتح ويعلن كلمة التوحيد ويدعو البشر إليها أهل امتأثل المسلمون هذا إي والله لما امتأثلوا هذا ما اجتمعنا هذه الليلة ولا كان فينا إسلام ولا مسلمون ولكن الذين امتأثلوا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم طيلة ثلاثمائة سنة وهم ينشرون راية العدل والحق في العالمين حتى انتهى الإسلام إلى المحيط لطلنطي وقال أحدهم وقد رمى بفرصه في البحر وقال لو أعلموا أن وراء هذا البحر أمة لمشيتوا لها وشبقوا وشبقوا وانتهوا إلى ما وراء نهر السن أداء لهذا الواجب يعلم الله لقد قاموا به لقد كانت منهم أمة الجهاد والغزو والفتح لا للدنيا ولا للمال ولكن لامتثال أمر الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير آلا وهو الإسلام هل وراء الإسلام من خير قولوا لا هيا نتجول في ربوع العالم نبدأ بالبرازيل وننتق إلى كندا خل أمريكا في الوسط ونشوق ونغرب إلى اليابان إلى الصين أي خير هم فيه وعليه الفجور الخداع الكفر الباطل المقاطعة بلاء عظيم أين الخير الخير هو الإسلام هو نعمة الله إذ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وعظيت لكم الإسلام دينا ولتكن والآن أمة المسلمين وجدت من هذه الأمة يجب أن يكون للمسلمين إمام إمام يأمهم قائد يقود هادي يهديهم مرشد يرشدهم مصلح يصلحهم هذا الإمام يجب أن يعد العدى وأن يجيش الجيش ويهيئه ويغزو به بلاد العالم لماذا لاستعمار الأمم واستغلال أموالهم وثرواتهم واستدلالهم وإهانتهم لا والله وإنما لإدخالهم في رحمة الله لتطهيرهم وتصحيتهم وتزكيتهم وإعدادهم لسعادة الدنيا وسعادة الآخرين بعبارة أقرب من أجل أن يعرفوا ربهم خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم ثم يعبدوه بما شرع فتلك عبادة التي تكملهم في آدابهم وأخلاقهم ومعارفهم وتسعدهم في دنياهم وأخرى إذ ليس للبشرية سوى هذه الأمة من يقوم بهذا رسالة الكاتوليك عبدت الهواء والشهوات أم الملاحدة أم المجوس من يحمل هذا رسالة يوجد غير المسلمين هيا نطع ربنا دلونا على الطريق جماعات تقول الحاكمية الجهاد الحكام كفار الأمة كافرة هيا وصاحوا ودبحوا وصاحوا وخنقوا وصاحوا وماتوا ولا شيء لعل يواهم قم ورفع يدك وقل أما رأيت كذا حين إذن نقول نستغفر الله ونتوب له هل أقمتم حكما إسلاميا طلعت شمس تلك البلاد وأصبحت توضيء الحياة للناس وأصبحت مضرب المثل تعالوا زو هذا البلد وشاهدوا الأنواع الصفاء والطهر والأخو والولاء العز والكرام الطهر والصفاء انظوا إلى تحكيم شرع الله انظوا انظوا دلونا ماذا نصنع هيا دلونا لو تقوم جماعة من الربانيين الصادقين أولياء الله الذين إذا رفعوا أكفهم إليه ما ردها خائب أبدا وصفرا لو سألوا أن يزيل الجبل لأزاله لو أقسموا على الله ما حندهم لأبرهم هذه الجماعة الربانية تزول تزول العالم إذا بحكام بحكام العالم حتى تضعوا حتى تضعوا دستور أمة الإسلام فإذا يأخذوا يأخذوا ما شاء الله بل إذا اتجه صوب إقليم دخل فيه رحمة الله ماذا ترون أو ما هناك حاجة إلى هذا الدرس يا شيخ أترك هذا يجوز هذا نقرأ ونمشي ألسنا مأمورين ولتكن من منكم تقول لا لا نحن غير مؤمنين تكون من غيرنا نرضى بهذا نقول ما نحن بمؤمنين أتركنا لا أبدا نرضى أن نحرق نصلب نقتل ما نرضى أن نكفر ونتخلى عن إيماننا ولتكن والأمر صعب لا سهل الآن كما قلت لكم أعيد القول من فتوحات الرحمن لو بيننا ربانيون سالمون صالحون صادقون خمس عشر علماء عشر مئة من العالم الإسلامي وتتكون لجنة من خيارهم وتقوم بزيارة مسؤول أمة الإسلام وحكامهم وتعرض عليهم منهجا ربانيها لجمع كلمة هذه الأمة وتوحيد صفها لتنهر بواجباتها وتقوم بأداء رسالتها لا أظن أنهم يخيبون أبدا لأنهم يعرفون كيف يعرضون وأنواع الرأي تلوح من أفواههم وتلوح من أبصارهم وفجأة وإذا موعدنا شهر كذا في مسجد رسول الله وما يخرجون من الغوض إلا وبايعوا إمامهم أنت إمام المسلمين ويعودون يطبقون شرع الله فجأة وإذا البلاد كلها أنوار لأن الوقت مناسب الزمن مواتي قبل وجود هذه المواصلات كان هذا من أبعد البعيد كيف تزور هذه تحتاج الأربع سنوات ويتمشي حتى تصل هل الآن يطوفون بالعالم الإسلامي في ثلاثين يوما أقل أين هؤلاء الأولياء الصالحون ما وجدوا بيننا لما لأن آبائهم وأماتهم ما ربوا في حجور الصالحين فما تربهم في حجور الصالحين كيف يوجدون بهذا الصلاح كيف يحصل هذا وإن قلت كيف نقول ما وجد أين هؤلاء لو وجدوا لجمعوا كلمة المسلمين لوحدوا صفوفهم لا طهوا قلوب المؤمنين من الشرك والضلالات والخوافات والأوهام والأطماء والشهوات لكن إن وجد هذا قلت لكم قطعا أم سهل ويسير في هذه الظروف هذه قولوا بعيدا أن نالنا أن نصل لها كيف توجد هذه ماذا نصنع نعود من حيث بدأنا وأنا أحل بالله وبعض الإخوان يلومونني لا تلومون اقتداب يا ربي ربي يحلف ولا لا اقتداب يا رسول لا يحلف ولا لا ليما الحلف من أجل أن تطمئن النفس إلى القول وتقبله فمن أراد أن يرحم أناسا يحلف لهم من أراد أن يصدقوا الخبر يحلف لهم الحلف الحرام بسيد عبد القادة ورسول الله وفاطمة والحسين هذا الشرك العزيز بالله الحذب بالبعض الحرام الحذب بالكذب هذا فسق وفجور لكن الحالف على الحق دين الله عز وجل فأقول الطريق السهل الميسر الذي نور الله تعالى فيه قلوبنا وصدقنا في إيماننا ورغبتنا في لقائه والسير في الطريق الموصله هو أن نأخذ بمبدأ أن أهل القرية كأهل الحي في بلاد العرم والعجم على حد سواء إذا دقت الساعة الثالثة مساء يقف دولاب العمل لا دكان ولا مقا ولا مطعم ولا مصنع ولا مزرعة ولا ولا أهل القرية أهل الحي يتوضأون بسرعة يلبسون حسن ثيابهم ويحملون نساءهم وأطفالهم في صدق إلى بيت ربهم وهل لربهم بيت خاص هنا المسجد وإن ضاق واسعوا وليس في حاجة إلى الحديد والإسمنت يوسعونه بالخشب والحطب باللب والتراب يجتمعون في بيت ربهم دقة الساعة السادسة نصف الحجاز أو الحجاز بكامله أذان المقرب الساعة السابعة وربع أهل الحجاز كلهم في بيوتها عرفتم أما الجهة الشرقية بين وبينها نصف ساعة نصف ساعة قبلا والأم وكلها في بيوت الله ويصلون المغرب والنساء وراء ستائر والأطفال النورانيون دونهن والفحول من أمثالكم أمامهم ويجلس لهم عالم من ذاك النوع الرباني يدرسون كتاب الله وحكمة رسول الله فقط قال الله قال رسوله لا أباضي ولا زيدي ولا نخولي ولا عاضي ولا مالك ولا شافي ولا حنبلي ولا حنف ولا حزب ولا وطني أمة لا إله إلا الله أمرها واحد يخاطبها رب واحد يهديها إلى الصراط المستقيم إله واحد لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود أهل القرية أهل الحي يتعلمون كتاب الله وحكمة رسوله ليلة بعد ليلة عام عامين تصبح تلك القرية وكأنها في عهد رسول الله وأصحابه ما الذي يحصل بالعلم يحصل به المودة الإخاء الحب الولاء التعاون يحصل به الزهد في أوساخ الدنيا وأوضارها وشهواتها وأطمعها يتوفى المال عند الناس ماذا يسمعون به من كان ينفق فالشهر عشر لاف ينفق ألفين ويفيض الزايد ماذا يصنع به لعل يواهم والله لك ما تقولون إذا ما يصبح أهل الحي كأمة واحدة جسم واحد ماذا يصنعون بالمال يفيد عليهم وتنتهي مظاهر الضعف الخيانة الغش الخداع الكليب الكبر الحسد الزنا الرواط الال انتهت اما سعت وهل تمسح يا شيخ هنا سنة الله لا تتبدل ونضرب المثل دائما نقول أعلم أهل القوية اليوم في بلاد العرب أو العجم أعلمهم بالله ومحاب وعد وعيده أتقاهم لله أقلهم فجورا أقلهم خيانا وكذبا أقلهم باطن وشر والله العظيم في من يشك في هذا ومن ثم ما تكلفنا شيئا كل ما فالأمر أن النتاج يقوى قلوبنا تتغير يصبح ما يحصل عليه العامل وينتج أضعاف ما كان قبله نحن نصل الساعة الصبحة ونقبل على العمال في البسات في المصارف المصانع بصدق وجد بإخاة ومودة وتعاون والله لا ننتج أكثر ما تنتجه مصانع الشرك والباطل لا تقول إذن نعوق الحياة ونقب بها والناس يتقدمون والله نصبح في وضعيا يفتح الله أبواب العلم والمعرفة لا ننتج ما لا تنتجه دول الكفر وبهذا نكون قد أطعنا ربنا وامتثلنا أمره في قوله ولتكن منكم أم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر بين قوسين يا عدنان قد تقول أنت فسرت الخير الإسلام وأنا بالأمة للجهاد والغذو وأنت تقول لو اجتمعنا في بيوت الله بنسائنا وأطفالنا نتلقى الكتاب والحكمة ننتقل من وضعية إلى وضعية أحمى أحسن ونصبح ونصبح والجهاد كيف الجواب الجهاد الآن ما نحن في حاجة إلى أن نغزو لا بيطانيا ولا إيطالع ولا تخوفهم ولا تخوفهم تباتهم ما نحن في حاجة إلى الغزو لما لأن بلادهم مفتوحة لنا ادخل وابن المسجد وادعو إلى الله ووزع الكتاب والنشر ولا تخص مفتوحة لنا ما نحن في حاجة إلى أن نصي سفننا في منا كذا لندخل إلى كذا أبدا انت هذا فقط هيا ندعو إلى ربنا كيف يا شيخ لقد بينا وقلنا لما لا تتكون لجنة عليا والمسؤول عنها رابط أي رابط هذه رابط العالم الإسلامي هذه التي بكينا وصحنا كذا سنة حتى تكونت عرفتم تكونت الرابط تكونت الجامعة الإسلامية تكون صوت الإسلام أو نداء الإسلام هذا كل بسبب هذه الدعوة تبهتم إلى أو نحرف لكم والله العظيم لو عند الرسالة التي وافعتها إلى جلالة الملك سعود موجود الآن نشتريها بل فين ريال ويما تساوي عشر بروش لكن لا عرف رفعنا رسالة طبعتها بالآلة ورفعناها إلى المسؤولين كان مفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ كبار العلماء آل ملك سعود رحمة الله عليه وقلنا لابد من القيام بهذا الواجب جامع أو معهد لتخريج الدعاة أمة الإسلام يأكلها الجهل ويغشيها ويعميها الظلال والشرك من ينقذها لابد من مصدر لتخريج العلماء أهل التوحيد والمعرفة لتطهير قلوب النظور فوافق لا تكون لا بد من جماعة تربط العالم الإسلامي ببعضه البعض وقد أخذ العالم يستقل إقليم بعد إقليم لا بد من هيع عليا للعلماء تتكلم باسم العالم الإسلامي فتكون تضابرا وصوت الإسلام ولكن النتاج ماه قليل لمعوقات أتبهتم لأن القائمين ما هم من النوع الذي نحلم به الربانيون الأصلياء أهل كرامة الله هم من نوعنا فلهذا ما خطونا الخطوة الواسعة الشاهد عندنا الآن تتكون لجنة عليا من العالم الإسلامي تضم من كل إقليم كبير وصغير عالما أو عالمين وإذا بمجلس العلماء أفراده ينيفون على الأرض على الثمانين عرفتم كل دولة تبعث عالمين هذه اللجنة العليا للإسلام لما تجتمع تكون منها لجان لجنة إلى أمريكا لجنة إلى أربا الشرقية إلى أربا الغربية لجنة إلى اليابان أخرى إلى الصين إلى بلاد الكفر وتدرس أوضاع الجاليات الإسلامية وتتعرف إلى أعدادهم وإلى مذاهبهم وإلى سلوكهم وإلى حاجاتهم وبعد أربعين يوما أو شهرين تاتي بخريطها الإقليم الفلان فيه كذا الدولة الفلانية فيه كذا إذن هيا ننشر الإسلام حينئذ يكونون ميزانية سرية خفية حتى لا نفزع اليهود وإلا الصليبيين يسهم فيها كل موم ومومن بقرش لأنها ضريبة الجهاد ولتكم منكم أم يشارك فيها كل مومن أهل كل إقليم العلماء الذين منه يتولون الاتصال بالأفراد لساء ورجال يعلمون لا بد من المشاركة في الميزانية لنشر الإسلام ودعوته في العالم أربعين يوما يعرفون ماذا أكبر ميزانية في العالم تكرس وتأخذ اللجنة العليا أولا تنتق الكتاب اللايق بتدريسه وتعليمه تنتق العلماء الربيانيين الصادقين وتبعث العالم والكتاب بيده وتتولى نفقة المسجد أو المدرسة على حسابها وفجأة وإذا تلك الجالية من أمريكا إلى رب اليابان أمرهم واحد لأن مصدر النفق واحد ولأن الكتاب الذي يدرس واحد وعلى سبيل المثال منهاج المسلم أيما مسلم يقول أنا لا عدو ساذا إما سح اسمه من الإسلام ما هو بمسلم هذا الكتاب يجمع المسلمين لا فرق بين شرق وغربي لا بين شافع ولا حنفي لا بين زيد ولا أباضي ولا بين مسلم مسلم يجتمعون في بيت الله يتلقون الكتاب والحكمة وتنمو أخلاقهم وتسمو معارفهم وإذا بالنور ينتشر وإذا بالكفار من جيرانهم يغمرهم نورهم ويطلبون هذا النور ويدخلون به والله والله العظيم لو شاهد الكفار أنوال إيمان حولهم لما يغب عنها لطلب ها إذا هنا قد قمنا بواجب أن نشر الدعوة وإذا لا بارئ ذمتنا العوام والعلماء والحكام والأغنياء والفقاء كلهم بارئ ذمتهم وأصبحوا قد أدوا واجبهم وكونوا ما طلب الله أن يكونوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيار يا دكتور أحمد فهمت هذه البربرية وإلى لا واضحة وإلى لا ما الذي يمنع ما الذي يمنع لجنة عليا وطالبنا بهذا في كتاب مفتوح إلى مسؤول الأمة علماء وحكام مضت عليه سنة ما أتحرك عالم ولا حاكم أنا لا ألوم الحكام ألوم العلماء أولا لأن الحاكم حتى يأتي العالم ويبين له ولا شيء إذن إننا آثمون ما أدينا واجبنا ما قمنا بأمر ربنا عفوك يا عفو يا كريم أرحماك يا رب العالمين والآن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هيئات الأمر بالمعروف أنه عن المنكر لا توجد في العالم الإسلامي قط إلا في هذه المملكة من أوجدها عبد العزيز أوجدها عبد العزيز لأنه استقل عن العالم الكافر والمسلمون ما زالوا تحت السعمار بريطانيا وإيطاليا وفرنسا واصبانيا كيف يكونون وهم محكومون إذن أعذرناكم أيام كنتم محكومين لما حكمتم واستقللتم وسدتم وأصبحت لكم الحكومة المستقلة لما ما تكونون هيئات الأمر بالمعروف عن المنكر نادوهم ودعوهم يا حكام كذا 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 من أندونيسيا إلى المغرب لما ما يفعلون هم عصائي والله ما أطاعوا الله ولله أما قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لما نكون أنواع البوليس على اختلافها الدرك الشرط الجرط كذا الفار ولا يوجد من يعمل بل معروف عن المنكر البوليس في يد الكوباج والصفارة يدرطوا للليع انهار يشاهد منك ما يقول هذا منك يشاهد معروف مطروف ما يقول يا عبدالله ما لك لا ما هي مهمتي أنا أقول استقل الإقليم ولا لا استقل عن بريطانيا يجب أن تكون في هيئة أمب المعروف والنهي عن المنكر وينه لا يجب والله لو وجد في ذلك الإقليم الذي استقل أمس عن بريطانيا أو فرنسا والله لو وجد في علماء ربانيون صادقون لألزم الحاكم أن يفعل ولا فرحة بذلك لأن الحكام جهال وإلى لا ماهم جهال علمتموهم جهال وضرال لأنهم تخرجوا من مدارس روسيا وأمريكا وبريطانيا كيف يصبح وزير حكم وأمي ما أقول هذا كلام لا بد وأنه يحمل ماجيستير الدكتورة في كذا في علم السياسة في علم النفس أين درسوا في المسجد النبوي أمس ما قال تعالى وكيف تكفرون عليكم آيات الله وفيكم رسول الله نحن بعثناهم درسوا حتى كفروا ونلومهم ما لنا أين عقولنا فنقول لو كان هناك علماء ربانيون كانوا يطالبون الحاكم لما استقل البلد أن يوجد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ينفرض إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأمر الله تعالى بذلك عند وجود الحكم والاستقلال ما ننسى آية الحج الذين إن مكناهم فالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأموا بالمعروف ونهوا عن المنكر يا شيخ هذا الكلام نظريات قرآنية أين الواقع ما أين الواقع تعالوا إلى السعودية تشاهدوا الواقع إذا قالوا لهم هذه رجع الواقع تعالوا تشاهدوا هذا البلد لولا الخليط الآن لالارتكاسات وماذا نقول الذين يحاربون هيئة الأبناء في داخل المملكة أكثر من خارجها يتقززون منها تبهتم ولا لا ومع هذا والله لا يوجد بلد آمن من هذا البلد ولا أطهر من هذا البلد ومن يرد عليه يخرج معه في البيت قل أن يخذك البلد الفلاني ما فيه زنى ولا خيانة ولا كذب ولا وهات والله لا آمن ولا أطهر من هذا البلد بسبب ماذا الحكومة السعودية عندها ماذا السحر والله ما هو إلا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمو بالمعاوف والله العظيم لا تقول الشيخ يحرف فهمتم هذه ويل لا ويا ويل الذين يثبطون الحكومة عن الأمر بالمعاوف والنعين الموكر يكتبون في الصحف تبات مرضى لأنهم دارتوا في الخارج يتقززون من الأمر بالمعاوف والنعين الموكر هذا أمر الله يجب أن يكون في كل قرية من قوى المسلمين رجال يأمرون بالمعاوف وينهون الموكر حتى لا ينتشر الموكر بينهم فيهلكوا حتى لا يختفي المعاوف فينزلق ويتحطم ويصلط الله عليهم من يذلهم ويدوسهم بني عليه والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام ويأمرون بالمعاوف وينهون عن الموكر كذا ويل لا هيا نعتذي إلى ربنا يا ربنا ما نستطيع ما نقدر على أن نكون يقبل هذا العذى نبحث عن الأسباب قال وأولئك السامون آل أعلون أشار إليهم بالأم البعد لعلو منزلتهم إينا الآن الحكومات والشعوب الإسلامية والكافرية كلها هابطة والحكومة هذه الباقية الباقية عالية فوق والله العظيم أو ما تثقون في هذا الكلام هذا الشيخ يتملق هذه كلمات يوحيها إبليس يمرض بها القلوب العقول ما يسمحون لمن يقول كلمة الحق آه يتملق تعرفون التملق يتملق إذا قال الكذب أو قال الباطل إذا دعا إلى المنكر من أجل إرضاء أصحابه أما أن تقول الحق تكتمه يصح هذا من مؤمن هذه البلاد من عفنا العالم الإسلامي يهشم ويحطمها في كل مكان السب الشت المتضيع وليقولون فيها خير أبدا ولا يذكره جبنا ديارنا وعرفنا فاسترق والأهم والله لولا الله ما بقيت إلى اليوم أبدا وأولئك أولئك هم لا غيرهم المفلحون الله يكذب عوذ بالله تعالى الله عن الكذب خلق الأشياء عرفها قبل أن يخلقها كونها قبل أن توجد يجهل هذا وأولئك وأولئك الذين كونوا أو كانت منهم أمة تدعو إلى الإسلام وتجاهل وتفتح وأم تام بل ما عفت أنع الموت في ديارها هؤلاء هم وحدهم المفلحون ما قال وأولئك المفلحون قال وأولئك هم لما أتى بالضميع ليقصوا الفلا عليهم ووالله لكما قال تعالى هم المفلحون ما معنى المفلحون الفائزون ما معنى الفائزين جائزة نوبل ها بأش الله أكبر أهل القرآن يقولون اسمع فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ايه والله وقرأوا هذه الآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت من يقول لا إلا نفوس بني هاشم إلا نفوس الطيليان في من يستثني استطاعوا أن يستثنوا نفسه الليلين أو استالين ما استطاعوا كل نفسهم ذائقة الموت من حكم بهذا الحكم الله هل استطاع أن ينقض هو كائن في الكون نافذ وإلى لا إذن اسمع وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أيتها الشغيرة أيتها العمل يا عمال اعملوا وأصلوا العمل الليل والنهار ولا تطالبوا بالأجر اليوم إذ هالي دار عمل وليس الدار أجر جزاء لا إله إلا الله اعمل الصالح والطالح والجزاء ليس هنا أبدا ماهي دار جزاء ذي دار عمل وإنما توفون أجوركم متى يوم القيامة أجور العمل وإلى الكسالة العمل سأو كان شررا أو كان خيرا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ما هذه الأجور دولارات مليارات إبل أغنم قصو ما هذه الأجور بين يا دكتور بين الأجور وقال فمن زحزح عن النار هكذا وأبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز عرفتم الفوز وإلى لا وأخيرا أذكر حكم الله فينا وقد صدر قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى معاشر المستمعين والمستمعات هيا نزكي أنفسنا ولا يضرنا سقوط البشرية كلها في الهاوية ليعمل كل واحد منا على تطهير نفسه بهذه العبادات المتقنة المقننة وبالبعد عن كل ما حرم الله من نظر محرمة أو لقم محرمة أو كلمة سيئة أو حركة باطلة بهذا تفلح يا عبد الله وتفلح حين يأمة الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيض فأما الذين سود تجوه أكافرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيض تجوه ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا علمنا فهمنا أيقلنا أن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل أزمنتها وعصورها عليها أن يوجد لها من يدعو إلى الإسلام ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولا خير أعظم من الإسلام فلا بد من إمام تبايع أمة الإسلام وأن يكون له جيش عظيم يغزو ويفتح من أجل نشر دعوة الله وإدخال البشرية في الإسلام الذي رحمة الله هذا واجب ضروري سواء قلن كفاء أو عين لا بد من وجوده أين إمام المسلمين تفرقوا عنه ومزقوا بلاده وشردوا وكونوا دولات وجماعات كيف يوجد لهم جيش الإسلام يدعو يدعو فيغزو ويفتح إذن يجب أن تلتئم جراحاتهم وأن تجتمع كلمتهم وأن تتحد غايتهم وأن يحمل غاية الدعوة إلى الله عز وجل وإلا فهم آثمون بتركهم هذا الواجب آثمون اللهم اغفرنا ورحمنا وبالأمس ذكرت لكم عل بيننا من ينقل هذه الكلمات الحق ما دمنا قد عجزنا عن الغزو والفتح وقد فتح الله لنا بلاد العالم من الصين واليابان إلى أمريكا وأوروبا بسم الله نكون لجنة عليا يشترك فيها من كل إقليم من أقاليم العالم الإسلامي عالم أو عالمان هذه اللجنة المكونة من أربعين عالما أو خمسين هذه اللجنة تتولى نشر الدعوة الإسلامية بالكتاب والمعلم وقبل ذلك الدينار والدرهم قلت لكم في الإمكان أن يرسم خريطة للجاليات الإسلامية الموجودة في العالم ويعرف عددها وتعرف حاجتها وتوضع ميزانية تفرض على كل مسلم في العالم أن يساهم بذينار هذه الأموال لا نريد أن نتبجح بها في الصحف والإعلانات والدعاوة فنثير أحقاد اليهود الماسونية والصليبين تتم في حالة سرية استعينوا على قضاء حوائيكم بالكتمن ذي حكمة شاعة بين المسلمين صح الخبر أو لم يصح ثم تلك الجاليات يبعث إلى الجالية بعالم عالمين ثلاثة أربع على قدر اتساع رقعتهم ويبعث لهم الكتاب الذي يوحد كلمتهم وصفوفهم حتى لا تبقى الفرقة ولا مظهر لها كلهم مسلمون لا مذهبية ولا طائفية ولا عنصرية ولا وطنية ديننا الإسلام مصدره الكتاب وسنة الحبيب سنواته وتمشي القافلة لا تلبت أكثر من عبر قرن وقد تضاعف أعداد المسلمين في العالم الخارجي ولا يبعد أن تظهر دولات الإسلامية ونكون قد أدينا هذا الواجب ونحمد الله على أن راحنا من حمل السلاح وغزو البلاد وفتها فاتحها الله فالحمد لله تذكرون هذه أو لا ننتظر حتى توجد خلافة الإسلامية مات الباب مفتوح بل يستطيع المسلمون أن يتجولوا في تلك البلاد بدون ما أمر من فوق ولا من تحت الذي له ساعة في وقته أن يزور بلدا ما على أن يكون يحسن لغته وله أن يتصل بفلان وفلان ويعلمهم دين الله كل ما في الأمر أن الله رحمنا لضعفنا وعجزنا ففتح لنا أبواب العالم ننشر الإسلام بكل راحة وبكل طمأننا أما دياؤنا الإسلامية فنحن قد هبطنا من يرفعنا ورفعتنا ليست مستحيلة أبدا العالم الإسلامي اليوم كبلد واحد إذا كبرت في الشرق سمعت تكبرتك في الغرب إذا رفعت يديك وربا سمع دعاءك كل مؤمن فالشرق هو الغرب تستطيع أن تأتي إلى مكة في نصف يوم من أي بلد تأتي إلى المدينة في أقل من أربع ساعات المهم والطريق ما هو كما علمتم أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونطرحهما بين يديه ترجمة ذلك أن نقبل على ربنا في بيوته نبكي بين يديه بنسائنا وأطفالنا كل الأيل حتى يستجيب دعاءنا ويجمع كلمتنا ويطهر أغواحنا ويزكي نفوزنا هل هذا يكلف شيئا كيف لا نعرب وندلل على أننا مفتقرون إلى الله محتاجون إلى رحمته لأننا في أسوأ لحوال وأقل الظروف ليما هذه فقط يجتمع أهل القاوية في مسجدهم أهل الحي في مسجدهم من المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا ويتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم واسمعوا قول الله فيكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آهل قرآن والسنة هل نحن يا أهل هذه الحلقة فينا من يعتز بمذهبه قل أنا حنفي أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا أباضي أنا زيدي أنا أنا أبدا من الذين يجلسون في صدق يتعلمون الكتاب والحكمة أصبحوا مسلمين لا عنصرية ولا طائفية ولا مذبية نتبع فقط هدي محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى من يبين لنا فإذا اتضح ولا سلكناه ولا نبالي بالشرق ولا بالغاول لأننا نريد أن ننزل بالملكوت العلاء أن نخترق السبع الطباق ونشتاز السبع السماوات لننزل بدار السلام إذا كان هذا يكلفنا أن نجتمع في بيت الله ونبكي بين يديه طول حياتنا هذا غالي هذا أخيص هذا وشيء آخر أين السياسيون أين علماء النفس أين علماء الاجتماع أين علماء مالا يستطيعون أن يود على الله ورسوله والله ما إن يطارح المؤمنون بين يد ربهم إلا وقد انتهى كل مرض في قلوبنا فلا غيش ولا خداع ولا كبر ولا غيب ولا نميم ولا سحث ولا ربع ولا زنا ولا باطل ولا ولا هذه الأخبات المتنوعة هذا الظلم المتنوع هذا الشرع هذا الفساد لو تجتمع البشرية كلها على إزالته والله ما تزيله إلا على هذا الهدي الإلهي لو يربطون مع كل إنسان عسكري والله ما يستطيع أن يستقيم ويكذب ويخدع ويغش ويخون لماذا ما نعرف هذا؟ هيا نطاهي القرآن ومدننا ومدننا من الخبث الذي خمت له الأجواء من الشرع الفساد من العجل والضعف بلها من الحاجة والفقر ما السبيل إلى ذلك؟ ما الطريقة؟ سوى ولاية الله أن نحقق ولاية الله أن نصبح أولياء الله فالله نافى عن أوليائه الخوف والعزن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعزنون من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون أخرج من الحلقة قل من أولياء الله؟ يقولون عيداوس سيد عبد القادر والبدوي وفلان وفلان أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله وليا الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون ماذا؟ سخط الله وغضبه وعذابه بما يتقونه بالمضلات بالكهوف بالطعرات بما بأكفهم يتقونه بتسليم قلوبهم ووجوهم لله بطاعة الله وطاعة رسوله هذه الطاعة محتاج العبد لأن يعرف فيما يطيع الله فيما يعصيه طالب العلم فريضا ما الطريق إلى طاب العين فتحنا في العالم الإسلامي مدارس كليات والجهل ما زال مخيمة كيف نتعلم إذن؟ دلون على الطريق يا رشدا يا عقلا ما الطريق ما أنتم بموقنين بما نتكلمين والله لن يزول هذا الجهل هذه الظلمة إلا إذا أقبلت الأمة على ربها في صدق وأصبحت تجتمع في بيت ربها بنساء وأطفالها يتعلمون الكتاب والحكمة وطول العام وطول الحياة في وقت يجب أن لا يبقى فيه عمل الكفار لا يعملون من الساعة السادسة إلى نصف الليل ونحن نرفض هذا ونعمل حتى ما نصلي المغرب في جماعة ولا نجلس بين يدي معلم يعلمني إذن ونعود إلى حيث انتهينا بالأمس قال ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر في الجملة قلنا ولمنا وبكينا وقلنا ليما الدولات الإسلامية عربي وهو عجمي ولم لا توجد حيئات في بلادها تعم بالمعروف وتنهى عن المنكر قالوا هذا يكلف ميزانية جديدة يكلف ميزانية جديدة إذن نقسم الميزانية نصفها للبوليس والشرط ونصفها للهياء البوليس والشرط لتحقيق الأمن وإلى لا أليس كذلك والهيئة هذه تأمر بالمعروف وتنهى عن المعروف فينتهي نصف الشرب أو ثلاثة أربعين هو شيء آخر والله لا يوجد من المسلمين من لو يأذنون لهم فقط يعطونهم سيمة رسمية ما يحتاجون إلى مكافعة لا شهرية ولا عامية من صرفهم تستقل الدولة أو الإقليم ويسمعون بهذا ويعرفونه ولا يريدونه من صرفهم نستطيع أن نقول الماسونية لكن نحن نمد وعناقنا لكل أحد الماسونية نلعنها ها المستعمرون الذين كانوا يحكموننا هم الذين ألزموا بأن لا نعموا بما عوف لنا والله ما ألزموا ولا نصدق إقليم أقل يقول لا نحن لما خرجت بريطانيا فارت علينا أن لا نفعل كذا والله ما أكان لماذا يفعلون ما يدون الضارة الآخرة استغنوا عنها أم ماذا ناكلوا أمرهم من الله اللهم مشهد فقد بلغنا وبينت لكم ولاهم بأن الأمر بالمعوف عن منكر فارضهم الله عز وجل على الدولة التي تقوم في البلاد ما هي نظرية هذه سياسية دعائم الدولة الإسلامية أربعة الأولى إقام الصلاة ما معنى إقام الصلاة يا شيخ إذا قال المؤذن حي على الصلاة وقف العمل نهاية وأقبل المؤمنون على بيوت ربهم الجندي العسكري كالمدني العامل كمراقبه وقف دولاب العمل وأقبلوا على الله ليستمدوا قواهم ويستمدوا رحمته وعونه لهم ربع ساعة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والشمال اندبعوا وغاها مالهم خمس مرات في الآب وعشرين ساعة ليبقوا دائما أولياء الله ولاية الله كابتة له ولا تسألني عن نتائج إقام الصلاة المادية المحسوسة الملموسة إذا أقيمت الصلاة اختفى كل وجه للباطل والشر والظلم والخبث والفساد الأمر الذي لا تستطيع قوى الأمر بأي حال من العوال أن تحققه وإقام الصلاة والله لا يحققه أما قال العليم الحكيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقرة من يقول لا وكررنا هذا القول واشهد اللهم وإننا لم ودعون قلنا لهم تعالوا في أي بلد من العالم الإسلامي العرب والعجل ناتي محافظ المدينة ونقول يا سيد أعطنا قائمة بأسماء المجرمين في هذا الأسبوع يقدم لنا القائمة هذا ضرب أبا وهذا سرق أمه وهذا فعل كذا قلت والله لا نجد في تلك القائمة نسبة أكثر من خمسة في المئة من مقيم الصلاة وخمسة تسعين من المصلين وتارك الصلاة الآن أربعين سنة ما بش ما عرفوا هذا المقيم من الصلاة الذي يناجي ربه على عم وبصير خمس مرات بين يلي الله يخرج يلوط ويزني ويكذب ويفجر ويسرق والله ما كان وإن وقعت مرة في عمره إن غسل منها وانمحا ذنبه ببكائه وصيامه طول الليل والنهار إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموكر خمسة وتسعين من المجرمين إما تاركوا صلاة بالمرة وإما مصلون وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سعون لما لأنها ما أنتجت لهم الطاقة النورانية الصلاة إذا لم تقم على قدميها وساقيها كما هي لتنتج وتولد الطاقة النورانية في القلوب هذه الصلاة ما تنفع لضعفها صلاة بلا خسوع ما تولد هذا النور إذا والآن لنعلم معاشر المؤمنين والممنات أن قول الله تعالى يأمرون بالمعروف إنهون عن المنكر هذا دال وآيات أخرى أن على المؤمن أن يأمر بالمعروف وينعان المنكر سواء كان مسؤولا أو غير مسؤول أيما مواطن في القرية في الحي في السوق في الطريق في المسجد في بيته إذا رأى معروفا متروكا مهملا يلفث النظر إلى تاركه وبهمله ويرغبه في فعله ويؤد بذلك واجبا رأى منكرا مرتكبا مفعولا في قرية في سوق في مدينة في مسجد في أي مكان إذا رأى هذا المنكر يرتكبه زيد أو عمر وهو يعلم أنه منكرا ينبغي أن ينبه أخاه بلطف وظوف على أن هذا منكرا مثلك لا يفعله وأنت ولي الله هنا يتطلب الموقف معرفة المعروف ومعرفة المنكر فالذي لا يعرف المعروف كيف يأمر به يخطئ والذي لا يعرف أن هذا الكلام منكر أو هذه الحركة منكر أو هذا العمل منكر كيف ينهى عنه عدنا من حيث بدانا أن علينا أن نعرف محاب الله ومصاخطه محاب الله هي المعروف ومصاخطه هي المنكر ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يعيش زمنا وهو لا يعرف ما يحب ربه ولا ما يتره مولاه خشية أن يترك المحبوبة فيغضب عليه ربه أو يرتكي بالمكره فيصهط عليه ربه أو يجوز والله ما يجوز لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يعيش فتر يتمكن منها بالسؤال والعلم والمعرفة لا يحل أن يبقى وهو لا يعرف المعروفة ولا يعرف المنكر لأن المعروف هو ما أحبه الله فشرعه في دينه أنزل به كتابه أوحاه إلى رسوله هذا هو المعروف المنكر المبغوض لله سواء كان عقيدا أو قولا أو عملا ما حرمه ما هدد فاعله ما توعده ما وضع له حد من الحدود إلا أنه مكرورا لا يغضب الله تعالى لفعله كيف نتعلم هذا يا شيخ نتعلمه في المساجد فقط المدارس بلغني وأنا ما أطيق أن أسمع الأخبار أن أعدادا كبيرة من خريجات الجامعات في البلاد العربية الآن يتزوجنا بالطريان والأصبان والماركان مع أن الواجب لو تزوجت مرأة مسلمة كافر يجب أن نغزوها تلك البلاد وأن حرارتك المرأة المؤمنة ولا نترك الكافر يعلوها ويحول بينها وبين عبادة ربها بلغنا أن إيطاليا اعتدت وتزوجت مؤمنة يجب على إمام المسلمين أن يغزوها ليخلص فيك المرأة هذا نهي اسمعوا يا عباد الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولاك لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة هذا عجب هذا ولا لا ولا تكونوا هذه اللامناهية ولا تكونوا كالذين تفرقوا تفرقوا بعدما كانوا أم أصبحوا أمما بعدما كانوا جماع أصبحوا جماعات واختلفوا في هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهم أهل الكتاب بصورة خاصة اليهود والنصار وأولئك البعاداء لهم عذاب عظيم لا يقدر قدره ولا يفحقه إلى الله هنا أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع قال تفرقت اليهود على 71 فرقا لأن اليهود كانوا قبل النصارى وافترقت النصارى إلى 72 فرقا وتفرقت أمتي على 73 فرقا الحديث رواه الترميل ووصحه وقال هذا حديث صحيح وفعلا فقد وجدت ست فرق في أمة الإسلام وهي الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وانقسمت كل فرقا إلى 12 فرقا اجربها في إنها 72 فرقا والناجي هي الثالثة والسبعون أولا أولا لما بدأ الافتراق افترقت الأمة على ست فرق الأولى الحرورية نسبة إلى حراء بالكوفة وإلى البصر مدينة ثم بعد ذلك القدرية لن يقولون لا قدر ثالثا الجهمية والعباد الله محرف الصبات الله ومؤولوها رابعا المرجعة الذين ما عندهم ذنب أبدا كل شيء الله يغفره رابعا وخامسا الرافضة الشيعة وآخيرا الجبرياء القائلون بالجبر يذبحا قولنا مجبور يسب أمه يصفح عليما مجبور هذا حكم الله حتى يستبيح كل شيء هذه الفرق الستة تفرقت كل واحدة إلى إثنتين عشر فرقا ولو تتبح في كتبها تجدها المجموعة كم ستة في الأطناعش باثنين وسبعين الفرقة الناجية هي الثالثة والسبعون إذن ما هي الفرقة الناجية بانو هاشم بانو تميم من الفرقة الناجية هي التي عقائدها وعباداتها وآدابها وآخلاقها وقضاؤها وحكمها على ما كان عليه رسول الله صلى الله سلم وآصحابه عقيدتك كعقيدة رسول الله وآبي بكر وعمى وعثمان وكل الصحابة صلاتك عبادتك تؤديها كما كان رسول يؤديها وآصحابهم بعدها زكاتك صيامك آدابك أخلاقك سلوكك دائما مأخوذ من سلوك رسول الله وآصحابه هذه الفرقة الناجية ومن عداها ففي النار قولوا لي ما أهل الحلقة الآن بصراء لو نقوم عام يجيبكم قوموا علماء ثم ما يفهمون لما لأن العبادة إذا أديت كما شرعها الله تزكي النفس البشرية وتطهرها فإذا زكت نفس العبدي قبله الله في دار السلام والعبادات التي تتنافى مع عبادة رسول وأصحابه بالزيادة والنقص أو التقديم أو التأخير هذه العبادة فاشلة ما تزكي النفس وإذا لم تزك نفس العبدي كيف يدخل الجنة ينقض الله حكمه أو في قوة أقوى من قوة الله هل صدر حكم الله على البشرية بأن من زكى نفسه دخل الجنة ومن دسها دخل النار صدر وإلى لا أين يوجد هذا الحكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها كن ابن من شئت وعش في أي مكان شئت إذا لم تزك نفسك وأنتقاض على تسغيتها لن تفتح لك أبواب السماء ولن تدخل الجنة مع الداخلين حكم الله فانتهت الفرق والطواف المذاب كلها اندرست إذ ما وجدت إلا للفرق والتقسيم والضغال ولياذ بالله من أنت مسلم أمرك الله بكذا قل سمعا وطاعة أمرك رسوله بكذا قل سمعا وطاعة نهاك الله نهاك رسوله قل سمعا وطاعة لا تقول أنا زيدي أنا أباضي أنا اثنين عشري بل لا تقول أنا مالك ولا أشاب على حن بل مد عنقك قل طاعة لله ورسوله إذن وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكْفَنُوا وَلَا تَكْفَنُوا وَلَا تَكْفَنُوا وَأَبَوْ أَنْ يُقْبِلُوا وَلَا تَكْفَنُوا وَلَا تَكْفَنُوا